مذكرات أحمد بن بيلا كما أملاها على روبير مير الفصل الأول مغنية ولدت يوم الخامس والعشرين ديسمبر 1918 بمغنية ومغنية هي قرية صغيرة في جهة وهران جد قريبة من الحدود المغربية كان أبي فلاحا وكان يملك قطعة أرض صغيرة مساحتها 30 هكترا على بود 30 كم من مغنية ولكن الأرض كانت فقيرة وليس بها ماء وكان أبي يحصل على مواريد عيشنا من تجارة صغيرة بمغنية حيث كنا نسكن لأربعة أخوة الأخ الأكبر عمر شارك في الحرب العالمية الأولى بكثيرة المدفعية الجزائرية وجرح جرحا خطيرا في الجبهة فأعيد لأرض الوطن يومات في ترمسان متأثرا بجراحه والثاني اسمه عبد القادر ولكننا نولديه تحبب مقويدر مات ماردا بمغنية والثالث يدعى رحال كان يعمل بشمال فرنسا في بداية الحرب العالمية الثانية وهناك تزوج ولكن في سنة أربعين اختفى وكل التفتيشات عنه لم تجد نفعا واعتقد أنه قتل خلال الهجرة الجماعية أثناء الحرب وأخي الرابع يدعى وسيني على اسم ولي من أولياء جهة مغنية سيد محمد وسيني في عام 1939 دعي للخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي وفيها أصيب بالسل ومات في العام نفسه وكذلك في هذه السنة نفسها توفي والدي بمغنية وإذا فمن الرجال بعائلتي أن الرجل الوحيد الباقي على قيد الحياة ولشقيقتان صغرى هما هبة زولات من إمام اسمه الشيخ ميمون وعندما اتحقت بالندال السري أتقاله البوليس الفرنسي ورماه باستجن حيث قد أربعة عشر عاما ووالدتي ما تزال بقيد الحياة وهي عجوز هنمة ولكنها لا تعرف بالضبط سنها ففي آخر القرن التاسع عشر كان تسجيل الولادات بقيد النفوس محل تهون عظيم على الأقل إذا كان الأمر يتعلق بالزندجا وفي المرة الأخيرة عندما زارتني والدتي هنا بفيل جولي قلت لها حاولي أن تتذكري متى ولدتي فأجابت اسمع يا ابني أعتقد أن عمري كان أحد عشر عاما عندما مات ملاي الحسن والد محمد الخامس وبما أننا نعيش في مغني على مرمى البصر من الحدود المغربية فإن كل ما كان يقع في المغرب كان يجد في نفوسنا رجع صدر كبير وإذا كانت ذكرتها دقيقة فإن ويدتي يكون عمرها الآن 86 عاما في طفولة بمغنية لم أشعر كما شعرت في تيرمسان فيما بعد بالفرق بين الفرنسيين والجزائريين كان الأوروبيون حفنة من الكورون في أكتريتهم وكان هناك كثير من الأسرائيليين والمجموعات الثلاثة كانت تتعايش في سلام مثلا في مغنية كان اليهود والفرنسيون والجزائريون لا يشكلون إلا فرقة واحدة لكلة القدم والتلازم المستبر في داخل هذه الفرقة الوحيدة دعم صداقتنا في مدرسة مغنية على ما أذكر لم يكن هناك أي تمييز عنصري وما زلت أحتفظ بدكرة طيبة للمدرستين التي علمتني القراءة والكتابة بالفرنسية كانت مرأتين جديدتين بالأعجاب وكانت تعيشان فقط لمينة التدريس إحدى هما كانت من أصل كورسيكي وتدعى أنتوني ولم أستطع التوصل لمعرفة اسم ثانية والإثنتان على ما أعتقد قد فدرت البقاء في وهران بعد الاستقلال كان مدير مدرسة يرعبنا وكنا نمتلئ خوف من مجرد تقديب حاجبي وبما أن لحيته كانت غير حريقة فقد كنا ننظر أنه من الطبيعي تماما أن ذوه أبو لحيا وفكرة كونه يولد بدون لحيا ومن أبين أمردنا فقد شاربين لم تخالد عقولنا تماما هذا الرجل المخيف كان له مفهوما دقيق للطاعة ولكنه كان أيضا طيبة بعينها وكان مع تلميليه جزائريين وفرنسيين منصفا عندما أن أوان الشهادة الابتدائية الطرابي لتزوير بطاقة والدتي وأن يزيد لي في عور عامين لأني كنت جدا صغير للتقدم لانزحان الشهادة وفي قريتنا لم تكن تزويرات من هذا النوع تطرح أي مشكل لأن أي أحد كما ذكرت لم يكن يعبر اهتماما لإحالة المدنية بالنسبة لي لزندجان ولكن تغيير تاريخ والدتي كانت له نتائج بعيدة فقد دعيت لخدمة العسكرية سنة 37 بدلا من سنة 39 لا شيء أكثر لذذا من أخطي إداري فحتى الآن يتفق لي أحيانا أقرأ في الترجمات الأجهزة عن حياتي والصادرة عن حكومتي أنني ولدت سنة 1916 ولما نجحت في الشهادة الابتدائية تقرر أن أثبه لمدينتي لمواصلة دراستي وفي تلمسان تكرم صديق لوالدي أن يصديفني كامل المدة اللازمة للحصول على بيروفي كان عمري 11 عاما ولم أكن قد غادرت قريتي ولا عائلتي أبدا وبالنسبة لي أنا ابن الفلاح كان الذهاب للمدينة للدراسة مغاملة كبرى ولكن السروري لم يدم ذلك أن العلاقات بين مجموعات المتساكلين في تلمسان لم يكن لها هذه الطيبة السطحية التي كانت موجودة في القرية التي كانت تخفي حقائق الأشياء في تلمسان كان التصدع بين عالم الأوروبيين وعالم الجزائريين وادحا وتمييز العنصري حتى في المدرسة كان كالشمس في رائعة النهار لقد شعرت في تلمساني لأول مرة أني أنتمي إلى مجموعة من الناس يعتبرها الأوروبيون من حتى ولأول مرة فهمت أنني أجنبي في بلادي أعتقد أني كنت في الربيعة عشر عندما حصل حادث في المدرسة التكملية كان له في نفسي أثر عميق ذلك أنه كان لنا مدارس يدعبني في ديس ويحتفظ بهذا الاسم العربي من أصله الإسباني البعيد ولكنه كان فرنسيا وكان بداغوجيا ممتازا عندما لا ينهيكن باستطرداته حول كل ديانات الأرض لقد كان في الواقع منتسب لجمعية دينية أمريكية تؤمن بعودة المسيح وكان مطمئن إلى أنه يمتلك الحقيقة التي يحاول أن ينشرها في كل مكان حتى في الفصل وكان في نفسه شيء من أسلافه قدة محاكم التفتيش الإسبانية ولكي يكون اعتقاده هو الصحيح يجب أن تكون كل المعتقادات الأخرى سيئة وجديرة من الاحتقار ذات يوم في الفصل لم يتورى عن مصادمة تلمينه المسلمين بالتهجم بعنف على الإسلام فقال لنا ساخبا في خلاصة تدريب طويل نبيكم محمد كداب فانتصبت قائما وكان الغدب قد صفر وجهي وقدت له سيدي تستطيع أن تقول هذا أمام أطفال لأننا صغار جدا ولا نعرف شيئا لكي نناقشك ولكن يجب أن تفهم بأن ذينا مقدس بالنسبة لنا كلا كلا إنه ليس جميل منكم أن تقولوا هذا كلام لم أعد أذكر بضبط الكلمات التي قلتها لأنني كنت أرتجب مشدة الغذب ربما كنت أكثر عنفا وكان من الطبيعي أن فجر بالفيديسف عاقبني وترد من الفصل وهددني حتى بالترد من المدرسة تماما ولكنني سمت وشيئا فشيئا هدأت الفضيحة ولقد شعرت بها أنا فضيحة مضاعفة بالنسبة لتلميذ فإن تذكير مدرس بحضوذ وظيفته كان شيئا سيئا ولكن أن يكون هذا التلميذ أندجان ويختصم مع أوروبي فإن ذلك كان ألف مرة شيئا جديدا بالعقاب ولأن هذا الحادث جعلني مريضا لأكثر من 15 يوما ولأنه ترك في نفسي آثار لنتزول ما زلت محتفدا به في الذاكرة ولكنه لم يكن للحادث الوحيد سواء في المدرسة أو في المدينة فإن ألف صدام صغير كانت تذكرني كل يوم بالتمييز العنصري الذي كنا موضوعا له لقد كنت مصمما فيما يخصني على عدم قبول هذا التمييز أبدا ومنذ ذلك العهد شعرت من أعماق قلبي أنني ثائر هذه الخصومات وهذا التوتر لم يكن ليسهل درستي وفي نهاية عامين قضيتهما في ترمسان لم أعد ذلك التلميذ الطيب الذي كنته في مغنية وهكذا كنت أشعر بعزلتي في مدينة كبرى بعيدا عن عائلتي وبعيدا عن أبي وشعرت بذلك أكثر عندما أفلت صديق أبي وأصبحت وضعياته المالية بين عشية ندوحاها شديدة سوء ورغم هذا فإن هذا رجل جدير بكل أجاب لم يريد أن يسمع مجرد الحديث عن رحيلي واصل إسكاني وإطعامي ولكني أنا لم أكن آكل خبزاه بدون شعور من تبكيت الضمير وكنت متأثرة من رؤيت هؤلاء الرجال الشجعان متورطين في السعاب وهذا أيضا لم يكن ليسهل درستي أعتقد أن ما أنقض توازن المعنوية في هذه الفترة هو الريادة التي رمست فيها بحماس فائق بالأخص كرة القدم التي ملكت على نفسي وأحققت فيها تقدما سريعا لقد كانت الريادة بالنسبة لي ذاهرة للتعويد ومن الطبيعي أنني أفهم هذا اليوم فقد كانت الريادة مجالا لا ألقى فيه قصرا ولا حدود غير حدود قوتي وعندما كنت أدفع الكرة أمامي هاجما بسرعة على هدف الخسم فإن أحدا لم يكن يطلب مني ما إذا كنت جزائريا أم أوروبيا الأمر كله لا يتعدى كوني أسجل الهدف أو لا أسجله إن أخفخت فأنا المسؤول عن أخفاقي وإن نجحت فأنا الذي اعتز بذلك كنت لعب بخط الوسط وفي ذلك العهد كان لعب خط الوسط يقوم بعمل خارق العادة دفاعيا وهجوميا وكان دائما عرضتا لمتاعب لقد تغيرت اليوم الأسليم وفرقة اللاعبين في الملعب تتصرف بشكل آخر وبصفتي لعب بخط الوسط في تلمسان فقد كنت قطب الفرقة الفرقة الجزائرية إذ أن التمييز العنصرية في تلمسان كان عكس ما كان عليه بمغنية وقد تسلل حتى إلى الرياضة ومرة في كل عام كانت فرقة الكورون تتقابل في الحوض الكبير مع فرقتنا ولحقيقة أقول إن فرقة الكورون هي التي كانت تفوز عادة لقد كنا أكثر تفوق عليه من حيث التكتيك الخالص ومن حيث المهارة ولكنهم كانوا أكثر ثقلا وأكثر قوة وباختصار لقد كانوا يأكلون أفضل مننا وفي هذه الفترة تتصلت بالأوسط الوطنية إذ أن الاتحاد الوطني للمسلمين بشمال أفريقيا الذي أصبح في سنة 37 حزب الشعب الجزائري كان قد تأسس حديثا وقد جذب هذا الاتحاد إليه الجزائريين المصممين على عدم قبول الواقع الاستعماري كدرورات أملتها الطبيعة وبالأخص الشبان المتحمسين والصامدين ومن بين هؤلاء كان عبدالقادر بركة الذي لقنني دروس الوطنية الأولى وكان أكبر مني بعام ويدرس بمدرسة قرآنية والتيارة الوطنية كان في ذلك العهد أكثر قوة في المدارس القرآنية لأن روادها كانوا مسلمين مئة بالمئة عكس الواقع في المدارس الفرنسية وعبدالقادر بركة كان مثلي من مغنية إنه إنسان كريم ومخلص بغير حدود لقد أعطى نفسه جسدا وروحا للقضية الوطنية وهذا رجل الطاهر ألحمني صداقة عميقة ومارست أثيرا بعيد المدى على تكوين السياسي ومع الأسف لقد مات حتى بداية ندارنا لقد جرفه وباء التيفوس الكبير سنة أربعين وهو في الخامسة والعشرين ولقد خسرت بعده رفاق كثيرين كانوا عزيزين على نفسي ولكن فقد أي منهم لم يزلزلني كما زلزلني فقد عبدالقادر بركة في سنة أربعة وثلاثين اجتلت امتحان البروفي وعرفت بدون مفاجأة أنني سقط وقررت أن لا أستاني في مجدد الدراسة وخلاصة القول أن أخفاقي على خطوراتي على المستوى الشخصي لم أتأثر له كثيرا لأن في ذلك العهد بالذات كان قد تم اختياري وهذا الاختيار لأميكم بالتأكيد السعي للحصول على منصب موظف صغير في جهاز الدورة للسعمري والانسياب في هذا الإطار سعيدا برفعية صغيرة ومديرا ظهري لبؤس الجماهير الرهيب لقد شعرت بقوة في أعماق أعماقي من غير أن أكون قادرا على التعبير عن ذلك بالكلمات بأن هذا ليس طريقي وأن النجاح الشخصية لا يساوي شيئا إزاء تحرير شعب وأصبح ودع الصديق الذي كان يأويني أكثر ثوان ولم أعد أستطيع إلى ملا نهاية له أن أرهقه بلقمة أكثر فقررت العودة إلى مغنية حيث وجدت بعد الشغل ولكن بدون أن أرتبط بأي شيء بعمق عاونت في المدرسة واشتغلت زمانا كسكريتان في الشركة الاحتياطية وواصلت ممارسة الرياضة وسجلت نفسي في التدريب العسكري من غير حماس ولكني فكرت أن التدريب الذي سأناله ربما كان نافع لي في يوم من الأيام وفي سنة 37 دعيت لخدمة العسكرية وأحلت على فائلق المشات الجباليين 141 بمرسيليا كان الفائلق 141 يعسكر في ذكانة الغدي الشار غير بعيد من المحطات التي تحمل هذا الاسم وكان يضم جنود فرنسيين وجزائريين ولكن دباطنا كانوا كلهم دباطا فرنسيين من فرنسا ومنذ التسال الأول بينهم عرفت أنهم لم يمارسون التمييز العنصرية بين الجنود الفرنسيين وجزائريين بالنسبة لي كنت كأنما دخلت إلى عالم جديد إن حقوقي كإنسان أصبحت لأول مرة معترفة بها وقبلت عن طيبة خاطرين الطاعة العسكرية لأنها كانت تطبق على الجميع بنفس العدل تبعت تمرين فصلة دباط الصف وبفضل التمرين العسكري في مغنية استطعت أن أتابعها بدون لعناء ولكن هذا كان لا يكفيني لقد كنت أريد أن أمتأس وأنا أعتقد بعد أن فكرت في ذلك بأن هذا كان إجابة الفطرية على موقف رؤساء العدل وقد حصلت على برعان جديد على هذه المعادلة ذلك أنه في نهاية ست شهور كان الجنود الشبان الذين يتابعون تمرين فصلة دباط الصف يجتازون امتحانا ولقد عرفت فيما بعد بأنه في اللحظة التي كانوا يجمعون فيها مجموعة العلمات كانت دبيطان أو ثلاثة يكتبون حواجبهم لأنهم رأوا جزائريا سيكونوا على أسفة صيرة تشتمل أساسا على فرنسيين ولكن ردود فعليهم ظلت معزولة وسدبنا المتحنين الرأي الذي لا يعير اهتماما يذكر الأصل كان الذي يهم إنما هو للسحقاق وإذن فقد احتفظت بالمكانة الأولى التي أعطتها لي علاماتي وهذا لم يكن إلا عدل من تأكيد ولكن هذا العدل في جزائر كان أمرا مستحيل سميت رقيبا وكان تحت إماراتي فرنسيون وجزائريون وبدوري كنت أحاول بنزاهة أن لا أمارس بينهما يتميز وفي نفس الوقت كنت أمارس التمرين على قيادة عندما بدأت أخرج من ثكنة كان ذلك بالنسبة لي مستر ابتهاج كانت مارسيليا جميلة جدا وكانت جميلة أيضا الجبال التي تبتد حواليها والتي سنحت لي فرصة معرفتها جيدا لأني خرجت إليها أكثر من مرة مع فصيلة ضباط الصف وبعد ذلك مع فرقتي أما بالنسبة لسكان مارسيليا فلم تكن ثمات صعوبات لأن أجد لنفسي أصدقاء بينهم لقد وجدتهم جادلين ودودين وحاضري البديهة ولقد أذهلتني حيوياتهم الفائقة وكانت مارسيليا تلاحظ الجزائريين بتحفظنا برودة على الأقل ظاهريا ووسط المارسيليين وهذا أمر عجيب كنا نحن الذين نترك الانتباع بأننا نمسكون للشمال كان من الممكن أن أسرح في عام 1936 ولكن الحرب العالمية الثانية قادة اندلعت فحتفظ بي تحت العالم وأحلت علم دفاعية برأس جانيت والحرب العجيبة لمرسيليا كانت تشبه السلام شبها غريبا ولقد احتفظت لوجه خاص من هذه الفترة بمباريات كرة القدم التي ساهمت فيها لقد حققت وتقدهم المرموقة كلاحب وسط ومع صديق النقاش كنت ألعب لحساب فرقة شاتو كومير الممتازة التي كان يرسوها السيد ميني ولكن لم أبقى فيها إلا زمان قصيرا وانخرطت في إطراء ذلك فرقة مرسيليا للعابة الأورمبية حيث ساهمت في اللعب لمدة سنة منذ كنت جنديا كنت أسأل نفسي كيف أتصرف مما الخطر وقصف مرسيليا في حزيران أربعين تكفل لي بالجواب كان الهجوم مفاجئا ورهيبا وكانت مدافعنا منصوبة على الرصيف الميناء ودات صباح صاح ووضاح ظهرت فجأة بالجو طائرات رشتوك الألمانية وبصفير مصمم خارق للأذان أخذت تطلق علينا وعلى مدافعنا وعلى صفرنا الرسية التي أغرقت منها الكثير في دقائق معدودات وألحقت بالرصيف أدران كبيرة وكنت الوحيد الذي بقيت مع مدفعي أما رجال مدفعيات الذين ذعروا من انفجارات وجلهم من الجنود الشبان فقد لاذوا من الفيراب لقد كان علينا في المساء أن نقرر ماذا سنفعل ورفضت أن أستحب مرة أخرى رجال الذين أخذروني في العمل وحصلت من رؤساء على أن أصطفي بنفسي برجال مدفعيتي فاخترت جنود احتياطي من الكرسيكيين الذين كانوا قد دعوا قبل قليل إلى وحدة العسكرية وتركوا لدي انطباعا طيبا بمواقفهم ولم يكن لي إلا أن أتبت لهذا الاختيار فقد عادت طائرات الشتكة في اليوم التالي أسرب المتعاقبة ودام الهجوم أكثر من ساعة ولكن الكرسيكيين ظلوا صامدين تحت النيران ونجحنا في إسقاط هذه طائرات معتدية وإترى هذه المعركة أصبحت موضوع حديث ومنحت وسام الحرب وبعد أيام عندما كان العقيد يعلق الوسام على صدري وبينما كنت منتصبا مماه بسلاح العسكري أحسست بشعور غريب باللاواقعية إني أحمل بدلة الجيش الفرنسي وأتلقى وساما فرنسيا ومع ذلك لم أكن أشعر بأني فرنسي بالتأكيد لم أكن أشعر بأي حرج من المحاربة إلى جنب فرنسا إن معركتها كانت عادلة إذ أن الأمر يتعلق بالندال ضد الفرشية وكنت على مجهيد المادة عن الفرشية فضلا نعلنه في الفلق 141 لم يكن لي بين الرؤساء ورجالي إلى الأصدقاء كانوا أصدقاء ولكن لم يكنوا إخوة وبينهم رغم أنهم كانوا ودودين فقد كنت أشعر من كل شرعين قلبي بأني عربي إن أهلي لم يكنوا هناك ولكنهم كانوا على الدفة الأخرى من البحر عشرة ملايين من الفقراء والمحتقرين ينتظرون تحررهم في سمت صرحت من الجندية عام 40 وتلقيت مباشرة عروضا بالبقاء في مرسيليا كلاعب كرة محترف وكان العرض مغريا مليا وكنت أعلم أني قد لا ألقى أي تمييز عنصري في الأبوسط الأريادية وكنت أعلم أن الجزائر الاستعمارية قد لا يكون لها شيء تقدمه إلي عند عودتي غير البطارة والبوس والاحتقار ولكنني مع ذلك قررت أن أعود إليها قلت لنفسي إنه من المستحيل أن أعيش خارج بلادي ومن المستحيل كذلك أن أنجو بنفسي من المسير المشترك بالنجاح الفردي عدت إلى مغنية بدفيرة الرقيب ووسام الحرب متاع خفيف لا يعطيني وظيفة وكان الوضع في الجزائر يدعو لفزع إن هزيمة فرنسا واحتلالها جرى إليها ندرة السلع الغذائية وقلعها وبنسبة إليزاندجان الذين يملكون حتى في وقت السلم أدعف القدرات الشرائية فإن العواقب كانت وخيمة لقد أصبح الفقر إملاقا والإملاق تحول إلى بؤس وكما في كل وقت عندما يتفاقم نخص التغذية عند أوسع الجماهير الإنسانية فإن الأوبئة تتضيف فتكه إلى الجوع وفي سنوات معدوذة قتلت حمد تفوس تفحية مئة الأروف من الأشخاص من بينهم مع الزواطر صديق عبدالقادر بركة عندما عدت إلى مغنية وجدت أخي قيدر في مرض خطير ثم مات بعد قليل كما كانت كثيرة من المصائب التي حملتها الحرب والمرض إلى عائلتي عمر، رحال، وسيني، قيدر كل أخوتي ماتوا وكذلك أبي بقيت مزرعة والدي مهملة فقررت أن أتولى تسيرها وشرعت في زوسيع المساحات الصريحة للحراثة وذلك بتنقية الحجارة من الأرض الموات إنه لعمل كبير أبدأ أولاً بحرث الأرض على قدر ما أستطيع ثم من هذه الأرض المحروفة تصحياً أخذها في التقاط الحجارة بلاد واحدة بعد أخرى ثم أعداؤها على تخوم الحقل في هيئة حوش ولما أكون أربح من الأرض إلى مساحة تنقية جداً لأن عدد الحجارة كان بلا نهاية وبعدها كان شديد التقل ولم تؤدي معالجتها وإخرجها إلى جنر حتي فقط سربتين ومنتشققتين بل كذلك أطراف الأظافر وفي المساء كان النوم يستوري علي بسرعة وأنا ثقيل متعب فكنت أغس في النوم كما تغس الحجارة في الماء وكانت تملؤ أحلامي الحجارة أيضاً دائماً الحجارة التي أقتلوها من الأرض وأحملها نحو الحوش لقد كان هذا العمل بلا نهاية وكان يمكن أن أستطمر فيه طور حياتي ذناناتي على الثلاثين هكتاراً ولكنه علمني بالأقل السبر والدائب بهدوء يوماً بعد يوم على المشروع أي مشروع أنا أعتقد أنه جدير بالإنكباب كانت سلطة الماريشار بيتان في الجزائر في أوجهها وكان المستفزون يتجولون بين الجماهير الجزائرية لإيقاد الأحكام المسبقة القديمة ودفعها لتقتيل اليهود ولكن الجماهير أخذت حذرها من المستفزين وواجهت الدعاية الرسمية بنفور كامل زيادة على أن جماهيرنا كانت عارقة في مشاكلها الخاصة لأن البؤسة التي غاست فيه كان يتفاق مشارها بعد شهر في الفرقة الريالية التي كونتها في مغنية كان حليف اليسارية في اللعب يهودياً روجي بن عمو ولا يستطيع الإنسان أن يتسور الضغط التي مرستها لي السلطة المحلية من سنة 40 إلى 43 لكي أترده علم فرقتي لقد ذهبت السلطة الاستعمالية لحد تهديد بسجن إذا لم أمتدل الإحاءات ولكني رفضت حتى النهاية ممارسة التمييز العنصري الشنع الذي كنت أنا نفسي غالباً من دحاياه على رفيق ممتاز واستمر روجي بن عمو يلعب معنا أثناء حكم فيشي وفيما بعد وقف هو بدوره منا أثناء الحرب التحليلية موقفاً لبرالياً مما دفع منظمة جيش السري الفرنسي إلى درب منزله بقنام البلاستيك ولكنه نجى من الموت بعجوبة وبعد الاستقرار ظل في بلادنا وسررت كثيراً بزيارته لي منذ شهور وهو اليوم عدل منفذ بوهران كنت أواصرة تنقية الحق من الحجارة بجهد ولكن أيضاً بإصرار لأنه مهما كان العمل صعباً فقد كان أيضاً مغرياً وهل هناك هدف أجمل من أن يجعل المرأة ولوقت تنجد صغيرة من الكرة الأرضية منتجة ولقد أرست أيضاً وبالأخص أشجار اللوز ولم أكن متأكداً في مخايف ذلك الوقت وأنا أعلم أن الحرب ستخطفني من جديد من أني سأجني يوماً ولا حبة لوز واحدة ولكن ذلك لم يكن ينهمني إلا قريلاً لأن آخرين غيري سيجنونها وقبل أن يتلذذ بالثمان سينعمون بجمال الأزهار منذ بدعة الشهور رأيت من جديد اللوزاتي كان بيتي الصغير في صفوحي الربع بعد أكثر من عشرين عاماً قد تحدم وكنت أعرف ذلك وأنا لم أعد من أجله إلى مغنية بل من أجل اللوزاتي إنها تقريباً جميعاً قائمة إلا بدأ لوزات هاركت لا أدري من أجمع اليوم ثم رحى ولكن رأيتها كبيرة وقوية بعد هذه السنين جعلتني أجد من جديد ذلك السرور العميقة الذي شعرت به وأنا أغرصها الفصل الثاني حملة إيطاليا جعلني احتلال الحلفاء الإفريق الشمالية يتوقع أن يستنفر جنود الاحتياد وخلال السيف 43 دعيتم جديد لخدمة العسكرية وقد أحروني على الفيلق السادس للإستفاعية الجزائرية بتلمسان وكم كان الاختلاف بين الفيلق 141 في مرسيليا والفيلق السادس في الجزائر واضحاً إن لمساوات بين الضباط الجزائريين والضباط الفرنسيين كانت فاضحة وأنك قاعتان للاكل منفسرتان للإستنفاعي من الضباط ومتبخان مختلفان للضباط الصف والسحونون لم يكن لها الحق في أن تتهى أخمى السحون الفرنسيين المستويين لنا في الرتبة وكؤوسنا لم يكن لها الحق بأن تقرع مع كؤوسهم حتى ولو كان بكؤوسهم خمر بكؤوسنا مع ولن أقف الطويل عند الدائق والمهانة التي يسببها هذا التمييز العنصري وكان الجزائريون يدقون بذلك درعاً أكثر فأكثر وبالنسبة للشعوب الرازحة تحت حكم الاستعماري انفجرت سنة أربعين كهزيم الرعد لقد تنحى التاريخ عن دروبه التقليدية وفجأة نطلق لمسيراته العنان فإذا بالحدود وبالدول تتهوى وكل شيء نسبح موضع شك وكنا نشعر أن الجزائر لا يمكن لها أن تظل بعيدة عن هزات العصر العظيمة كنا نشعر وأكرنا نستيقظ من نوم طويل ونحاول لقوف متوكين على التراب الذي كان ملكاً لآبائنا في الفيلق السادس ينظم الدباط الجزائريون مقاومة للتمييز العنصري كنت أنه ملحمها وقاعدها لم نكن قادرين على شيء دبال ولكن بالنسبة لنا كان شيئاً كثيراً أن نؤكد كرامتنا وأن نبدأ النضال ولو في نتاق ودياتنا الضيق على أي اتحار لم يغطى رؤسائي في تحديد دوري في هذه المقاومة وفي نهاية بدأت أشهر وحلت بدون أقل توضيح للسبب على الفيلق الخامس لمدفعية المغربية وقد كان إجراء ماهران وجدت نفسي جزائرياً بين مغاربة في وسط الجنود قدمان ومحترفين وغرباء عن كل إيوديولوجية وكانوا قد تصبح ممتازين بالفيلق لقد كان من الممكن أن يكونوا كذلك لأنهم كانوا يعملون فيه معاملة طيبة ولقد وجدت أنا نفسي روحاً تصدر الفيلق المغربية الخامس مختلفة عن الروح السائدة في الفيلق السادس فالكوادر كانت كلها من فرنسي فرنسا وألحقت بسرية النقيب دوفياركور الذي سرحني منذ اللقاء الأول لأنه كان رجلاً بدون التهواء ولا ديق أفق إنسانية مع الرجال وبدلاً في المعركة منذ وصولي إلى الفيلق الخامس المغربي استدعاني وحددني بلغة جد سريحة إنه لا يجهر أفكاري وإنه يحترمها ولكن سأضيع وقت سدى إذا أردت أن أشرها بين المغاربة فضلاً عن أننا سنذهب وشيكاً إلى المعارك وكان يعلم أني عدو للفاشية وأن الندارة الألمانية لنازية كان له معا عندي ألا نستطيع أن ننسى اختلاف وجهات ندرني في الندارة الألمانية لدى العدو المشترك هذه اللغة بدت لي معقولة وبدون تردد وعدت النقيبة دوفي لوكور بأن لا أقوم بأي دعوة من الناس في السرية وعند إذن ودعني في فصلة المساعدة الفرنسية حيث أخذت قيادة الفرقة وكان الفرنسي من جزر كوسيكا مطيعاً منذبطاً في الخدمة وكان يحب المغاربة الذين بادلوا حباً مضعفاً وعلاقاتنا منذ اليوم الأول كانت ممتازة بعد قليل من أصول إلى ثاكنة حل شهر الصيام وفوجئت بأن عدداً كبيراً من الجنود المغاربة لم يكنوا يصومون وفوجئوا بدورهم برؤياته صايماً لأنهم يعتبرون الجزائرين لكونيهم التقلمون الفرنسية متفرنسين أكثر منهم ولقد أحزنني أن أرى هؤلاء الرجال الشجعان بعيدين عن الإسلام ودون أن أكون أنا نفسي أريف مساجد فإني مؤمن وأرعى فرائد ديني لا أشرب خمراً ولا أكل خنزراً بيد أني إذا كنت لا أدخن فذلك ليس عنزمات دينية بل امتدال لقواعد الساحات الريادية في البداية بدارية المغاربة حذرين شيئاً ما ومنغلقين بعد الانغلاق ولكنهم تفتحوا بسرعة وعندئذ وجدتهم جداً مشوقين لقد كانوا جميعاً جنوداً قدماً والزرق منهم قدوا في الفيلق الخامس عشر عشرة أعوام في الخدمة العسكرية أما جنود الطبقة الأولى وهذا الامتياز كانوا يتحاسدون عليه فيما بينهم فقد كانت أقديمياتهم تتراوح بين عشرة واثنى عشر عاماً وهذا الزمن الطويل الذي قدوه مع أن يفسروا الالتحام شبه العائلي لفرقتهم والتعاطف الذي يحمله بعضهم لبعض إذا كان هناك شيء يكره جنود المغاربة بعكس جنود الآخرين أثناء حاملة إيطاليا فهو إرسالهم إلى المؤخرة أو إلى المستشفى عندما يجرحون وحال ما يتمثلون للشفاء فإنهم يرفضون كل رخصة نقاح لأن لهم فكرة وحيدة العودة إلى الجبهة على جناح السرعة للالتقاء بفرقتهم والاجتناب اختلاط الألقاب العائلية كانوا يدعون بأرقامهم وبالحكم العادة كانوا يدعون أنفسهم بهذه الطريقة وأحياناً كانوا لا يعرفون من الفرنسية إلا رفض أرقامهم وأنا ما زلت أدكر جندي المدهشاً العريف تسعة وثلاثون كنت أدعوه هكذا خلال شهور من غير أن أفكر في ذلك وعندما عدت إلى إفريق الشمالي عرفت موته من رسالة بعث بها للنقيب دوفيالكور ولأول مرة أدركت كم كان غريباً أن لا أعرف اسمه والنقيب دوفيالكور هو نفسه يا الجهرة لأنه كتب لي المسكين تسعة وثلاثون قد قتل وعندما كنت أقرأ رسالتها كانت عيناي المطقلتين بالدموع المسكين تسعة وثلاثون سيظل مجرد تسعة وثلاثين إلى لبادي ربيد وللمرات الأولى شعرت بالعار لعدم معرفة اسمه وفي أثناء حملات إيطاليا كنت أقضي جل أوقات فراغي عندما لا تكون هناك معارك في كتابة رسائل وحولات جنود المغربة وعنوين الطرود الصغيرة التي كانوا يرسلونها إلى ذويهم كانوا يتمكنون من الحصول على بعض النقود لأن رصيدهم القليل كان يتركم بعد عدة شهر في الجبحة وكانوا حالما يستطيعون يشترون بها هدايا تذكارية وحولى غريبة وقطعة من القماش وفي حزم صغيرة تزين بالصعوبة الاثنين كيلو كانوا يرسلون كل شيء إلى زوجتهم كم قديت ساعات وساعات في كتابة هذه الرسائل وفي ربط وحل هذه الطرود الذئيلة وعندما يطلبون ذلك مني كنت أعطيهم نسائحة فيما يتعلق بمشاكلهم العائلية إذ أنه رغم أني كنت أصغرهم سنا فقد كانوا يعتبروني كأب لأنني كنت رئيسهم وكنت حذبا عليهم وفي الوقت نفسه كانوا هذا على شرفهم يعترفون لي بالجميل إن القلب وحده الذي لم يتعفن هو القادر على الشكران أما الإنسان الأيم فإنه لا يشعر إلا بالغل عندما يتذكر الأفضال كانت علاقاتنا ثقة متبادلة إلى درجة أمن ما أكادوا آمرهم حتى يتيروا خففا أمام أوامري كانوا قد تعودوا على الاندباط الدقيق ولكن أيضا لأن هذا الاندباط كان بسيطا وواضحا وهم يهيبون أنفسهم برمتها للرئيس الذي يشعرون لديه بالحب والعدل نزل الفيلق المغربي الخامس بنابولي في ديسمبر 43 وكانت تحية هذا النزول لهجوم من أسرى بتائلات الشتوكا ولم يتضرر كثير لأن الهجوم كان مع مقدم الليل وبالتالي لم تكن الرؤية مساعدة وفي اليوم التالي أسكرنا في الجبل وصدف ذلك حلول عيد الأضحى ونجحنا بعد رئيل في العثور على خروف لأكل الشواء التقليدي ولكن خيبتنا كانت مضاعفة لقد كان الخروف الإيطاري سمين جدا وهذا ما جعله بدون مكحة وما كنا نبدأ وكله حتى تلقين الأمر بطي الخيام وموصلة السير أخذنا مواقعنا أمام جبل لدعم تارو في معسكار وحدة أمريكية حسست بالراحة عندما رأت مقدمنا لأن الألمان المعتسمين بدور جبل بأحكام كانوا قد أذاقوها أياما عصيبة ومع نيوياتها كانت أخفض ما تكون وما جلت أذكر بأن صحافة الحلفاء كانت تزعم حنايدا وبأسلوب متسر بأن الجيش الخامس يتقدم بمعدل خمس كيلومتالة يوميا نحو الشمال ولأسف كان ذلك غير صحيح فالجيش الخامس منذ خمس سين وسبعين يوما وهو لا يريم لأن الألمان الذين هم دهاقنة تكتيك عسكري كانوا يحتلون مشارف جبل موتانو الأربعة وقد تخلوا لنا على مشارف الخامس بحيرة لأنهم كانوا يعرفون أي مشاكل تموين سيترحو علينا هذا الاحتلال وفعلا لكي نبلغ هذا المشارف السخرية الذي ينتسب شرسا على ارتفاع 1500 متر كان لابد لنا من استخدام الحبال وبهذه الوسيلات البداية كنا نسعيد المؤنى والأعتاد إلى القمة أدف إلى هذا التلوج والبرد العنيف وجودة المتنترة هنا وهناك في المنطقة الحرام حيث جمدها الجريد لم تكن ثمة ملاجئ ضد الجريد أو قل إنها كانت قليلة نظر لأن مواقعنا ومواقع العدوي كانت علاقة بقوسينا وأدنى وقد كان من المستحيل استخدام الدبابات والطيران أو أحاة مدفعية ومن هنا اقتصرت المعركة مثل سنة 1914 على سلاح المشات الصغير البندقية والبندقية الرشاشة والرشاش والقذائف اليادوية ومدفع الهون وباختصار حرب المواقع الشتائية بكل متاعبها البرد الذي يجمدك حتى العدم والإصابات بذات الرئة والأرجل التي قرسها سقيع في الليلات الأولى لم يغمد لنا جفن كان الألمانون يتلستسون في الدرام حولنا وكانت دورياتهم في كل مكان حتى المنطقة الحرام وكانوا يرمون بالقضائف اليادوية يستدرجون لنا ويلعبون على عصابنا وفهمنا من شتائمهم بالإنجليزية أنهم كانوا يعتقدون أنهم ما زالوا يواجهون جنود الأمريكيين وهؤلاء لم يكونوا أبدا يقومون بالدوريات ولم يستطيعوا أن يكون لنا حتى إن يقع المركز الأمامي للعدو وشيء فشيء ترك الألمان يتوقونهم بهذه الدوريات المتوصلة وهذه التحرشات وهذه القضائف وهذه الشتائم وأدرك عقيد الفيلخ الخامس المغربي بأنه ينبغي علينا أن نتحرك وأن نقوم نحن أيضا بالدوريات ولم يكن ذلك سهلا لأن الألمان اغتنموا سلبية أسلافين الأمريكيين ليزرعوا منطقة الحرامة بالأرغام ومنذ الخرجة الأولى قتل عريفنا على بعد 31 مترا منه ومن ملاجئنا المستهدفة كنا نستطيع أن نرى جدة الممددة وهذا المنظر أحزن المغاربة لأنه مناقض بعمق لتقاريدنا التي لا تترك ميتا بدون ذفن إذ سيكون معرضا لكل رجز وهذا رجز من شأنه أن يرى من حياته في العالم الآخر وأدركت أنه كان ينبغي أن نأتي بالعريف إذا كنا لا نريد أن نجح ربما على نحو لا يندم المشاعر لرجالنا وطلبت ثلاثة متطوحين وذهبت أنا نفسي معهم في التماسي جدا وقضينا الساعتين لإجتياز ثلاثين متر التي تفسرون عنها كنت أمشي أمامهم لكي يتجنب الألغام التافرة كنت أقفز على الحجارة التي كانت تبدو من خلال الطبقة الجديدية ترقيقة وهكذا كنت أتقدم من حجري إلى آخر وهو جهد صعب لأن حجارة كانت حين جدا قسية بعضها من بعض والمتطوعون الذين كانوا يتبعونني كان عليهم أن يدعو أقدامهم من الموادع قدمي وأن يسيموا للرجوع إلى حجارة التي جربتها وبسرعة ندرك الألمان أن ثمت شيئا قد تغير في قطاع مونتانو وقيادة الحلفاء التي رأتنا نسل بدون الرابط مننا بدأت تقدرنا ذلك أنه إثر حملة تونت قرار إيطاريون والأمريكيون في اتفاق شري بأن لا تدخل الفرق الفرنسية إلى إيطاليا ولكنه لم يقرأ حسابا الجرار دي جول الذي كان يعويل كثيرا ولسبب منها على إسهم فرنسا في تحرير أوروبا ولذا بدأ يدعو الحلفاء أمام الأمر المقضي بقراره الخاص بفتح جزر كورسيكا وبنفس التصميم الذي لا يتزدل فرد حضور فرقة فرنسية في إيطاليا وكانت فرقة التي استقبلت بالستقال ووضعت في المواقع الأقل مواتات تحت الواجهة عسيرة وبدون إمكانية التدول أو الراحة لأن هذه الفرقة بخلاف جويش الحلفاء لم يكن لها احتياطي لقد كنا إذا جادت القول العنصر الدائم للجبهة ولا أخشى أن أقول العنصر الأكثر يقدر لمداجع العدو والأكثر تجربة ولما كانت وحدتنا قد برهنت بسطوع على قدرتها في أرض المعركة فإن الحلفاء رغبوا فينا ليجعلوننا موتوا بأكبر أدن على جوانبهم وكلما اطلت حملة إيطاليا فإن فرقا فرنسية مخرى كانت تدعى إلى جبهة وتوضع في تداءة المعركة في الثاني عشر جنفيا نيال أبعة وأربعين تقدمنا إلى هجوم على سيلفا وكان الأرمان يتقهرون ولكن كانوا يشنون علينا سدود من المدفعية ليعطوا لأنفسهم الوقت للتقهر بانتظامنا لمدايقة تقدمنا وهذه السدود كانت دائما مرصومة على نفس النموذج جزء منها متحرك والآخر ثابت ومرصود لنقطة المرور للترالية وهناك كل دقيقتين أو ثلاث كان رصاص المدافع يسقط من ترال كانت فرقتنا قد اجتازت لحد هذه الممرات وغادت على بعد خمسمائة متر منه عندما افتقدت المساعدة الفونسي اقتربت للنقيبي في لوكور نقيبي هل شاهدتم الفونسي؟ إنني حقا نبحث عنه ومرت لحظته صمت وقرأته في عينيه إننا نفكر بالشيء نفسه ثم قرأ لي بلاجة جافة على كل حال يطيب لي أن تبقى هنا هل تسمع إن أعطيك أمر بأن تبقى هنا؟ قلت نعم نقيبي وفي اللحظة النفسية التي كنت أقول فيها نعم نقيبي كان كل ما كنت أفكر فيه هذا هناك لحظات يجب فيها معرفة عدم الطاعة انتلقت أبحث عن نفسي وكانت كثافة الطلق الأنصدق كانت قدمي بطيئا ورأيت المساعدة ممددا في قلب السد مجروحا جرحا بريغا ومغمى عليه وقد ودعته على كتفي وأخرجته من هناك ولكن بدل من أن أخده إلى مؤخرة أخدته للمقدمة والتحقت وأياه بخطوطنا أما في الوكور الذي كان في حالة السعر نوردة في وقت معا فقد وبخني ثم قلبي وأنا ليس لك إلا أن أمر به إلى الدفعة الأخرى من السد ليأخذ إلى مركز النجدة وهذا ما فعلت ولكنني طلبت هذه المرة إلى جنديين مساعدتي لأن أنفونسي كان ما يزال مغمى عليه وبالحرك لقد نجى من الهلاك ولكنه كان أدعف جدا من أن يلتحق بخطوطنا ولم أره إلا بعد سبعة شهور بمستودع وجدة وكان سعيده جدا متأكل وهو حزين لأنه أخطأ نهاية الحرب بعد بدعة أيام في العشرين يناير إذا كانت ذاكرة دقيقة هاجمنا سانتا كروس وكانت معركة شديدة العسر على ارتفاع 1600 متر ولقت دولة الأيدي بعد مواقع مرات عديدة وكان خط الأدو وخط الخلفاء على قبقه سين الواحد من الآخر إلى الحد الذي بات فيه المرء فيه لا يعلم في النهاية أين كان الألمان وأين كان يعتسم جنودنا أدف إلى هذا أشلاء الدباب الممتزج هنا وهناك بقمة الجبل وذهبت إلى الاتصال بالوحدة المجاورة فوصلت مدللا من الدباب إلى الأقل من عشرة أمتار من الألمان ولحصن الحد سمعت واحد منه لتحدث فتوقفت ثم رجعت على خطأ بسرعة لم أكن أهتم بأن أنهي الحرب أسيرا جرح النقيب في لوكورفي فقده ولم يكن يلزمنا أقل من خوصة رجالنا لإنزاله إلى تجويف الذي جرح فيه ألفونس وأخذه إلى مركز النجدة ورغم أن النقيب كانت إصابته أقل خطورة من المساعد فإنه كان يتألم كثيرا في كل حركة الضغط كنا نحدثها له ولكنه لم يشتكي ولو مرتنا لم يبغي عن واعيه لحظة وفي سانتا كروز في معذن بدأت معنويات الألماني تنخفض وقد أسرنا في مونتانو وفي سيلفا بعد الجنود أما في سانتا كروز لأول مرة منذ بداية حملة إيطاليا فإن وحدات من رماتها قد استسلمت ولست أدري كيف نفسر هذه الظاهرة إذا لم نفسرها بأنه في حرب المواقع عندما يبقى جيشان عظيمان وجه لوجه أمدا بجد طويل فإن أحدهما ينتهي بفرد الإصرار والروح المثابرة إلى التفوق على الآخر بسطة لا تدفع ويشعر المرء بهذه اللحظة حيث يشرع الخصم دون سابق انتظار يتخلى لا لأننا أذخناه ولكن لأنه يشعر في نفسه بأنه أدعف ومع ذلك فإن الوحدة التي تواجهنا كانت ممتازة كانت من البانزر ولكنها نظر لتبيعة الأرض التي تذور عليها المعارك كانت تقاتل بدون بانزر ولم يكن لهم فيها إلا كثير من المزايا والحق أن خرلانهم لم يكن إلا سحابة زيف فقد استرد العدو أنفاسه بعد سانتا كروس وأوقف تقدمنا على موقع كان قد اختاره ونظمه لنا بشكل عجيب كسينو عادت المتعب وجديد وكانت فرقتنا تراجنودها ودباطها إلى ذبون وكانت وقتها تحت قيادة مرشاح ألساسي ندع زب كان يبدأ قريبا من أشراع عند الهجوم وكثير من الحقارة عند الراحة لقد كانت لي الفرس أن ألاحظ أكثر من مرتين أن أفضل الحق الضباط هم أحسنهم أيضا في المعارك بلاء والوقف تحت النيران هو المعيار الأكثر أمانا لمعرفة موقف رئيس من رجاله إن الذي يكون جبانا تحت الرصاص يكون أيضا جبانا في علاقاته الإنسانية بدون كرم أو بدون عدالة وهذا ما كانه الزب لقد كان يتفق له أحيانا أن يغيب في الحدث الهجوم وعندما يعود الهدوء يمر الخطر لم يكن أحد غيره يلوح بحقوقه وشالاته ولسوء الحد كانت علاقاتي معه أكثر مما كانت أريده لأنني كنت إلى جانبه مساعد الفرقة سأت الأمور عندما بعث الفرنسيون المقيمون بأمريكا الشمالية طرود الهدايا للفلق الفرنسي بإطاء بمناسبة ثلاث سنة فلست أدري أي ضابط أحماق من المؤخرة تتخيل وهو جالس بأناقة في مكحرارة مكتبه أن يحرر المذكرة الإدارية تصيب أن يقع توزيع الطرود في جبهة النحو التالي ترضى لكل فرنسي وترضى لكل ثلاث مغاربة وحالما علمت بهذه المذكرة ذهبت لرأيت الزاد وردحت له بشدة طبع البشع المثل هذا التمييز ولأول وحلة أخذ الأمر من على وقال إنه يؤيد المذكرة وزعم أنه سيتبقها فاغترت وقلت له أشياء قاسية وذكرته فيما قلته له من كلمات جارحة بجبنه في المعارك وتركته من غير أن أحييه مجنون من الغلم لقد كانت المذكرة غبية من قدر ما كان يسود بين فرنسيين والمغرب من في جبهة من تضامن الرأى كان الجميع يشعرون أنه متساوون أمام الموت إن غصاص العدو لم يكن يميز بينهم وكذلك الصداقة وإذا كان الزاد لا يدرك هذا فإن ذلك يدر ولا أي حد كان خير من الإنسانية وفي الوقع فإن كل ما تمسك به من صفتي عليه هو أن رقيب لم يحترمه فكتب تقريبا أطويل إلى الرائد وصفني فيه بأنني كنت مهرجا بأني بكل تأكيد لا أستاهل الوسام العسكري الذي نتوه بعد بداية أيام جاءني الضابط ليقول لي أن النقيب في الكرة لبرائلة في المستشفى الذي يقيم فيه فأخذت سيارة جيب وذهبت إليه فورا نزهة صغيرة على مسافة 400 كم حدأت عصابي وجدت النقيب في أحسن الأحوال صحة وحالا قصصت عليه الحادثة فأعتني حق فيما يتعلق بالأصل وأعدني إلى وحدتي بشوشان وبعد ثمانية أيام ترى المرشح زاد وأوحيل على فرقة القبارين ولم يعني قاتل بعد اليوم وكل ما كان له هو أن ثنقت المعارك أما تقريبه ضد فقد قبره أيضا وعلى كل حال لم يذهب الحادث عبثا فقد حرك ما يقارب إجماع الدباط بدون مذكرة التعيشة واستمر توزيع الطرد الأمريكية بعد الميل المحاربين لم أتناول تردي لأن أتناول عدة نحوم البقر المعلبة والفاصولية ومعاجين الفواكه والمعلبات الأمريكية لأن هذه الأطعمات المعلبة الصناعية تنبدون المذاق ولا تلائمني لقد قررت أن أكل فقط الخبز والعسل وكنت أجد ذلك دائما حتى نهاية الحملة لقد علقت على الدوام بحزامي دينيين أحدهم معباء ماء قهوة والآخر عسلا وهذا العسل كان يزودني به الجندي الذي يخدمني ولكن من الخجل أن أقول ذلك كان علي بالأحراء أن أقول سريقي لقد كان شبا شلحيا لم يبلغ بعد تاسعة عشر من عمره طويل وشديد لمقاومة لم يكن يتكلم الفرنسية أما العرمية فكان يتكلمها بصعوبة ملغة ولكن كانت له موهبة فذع أن ذهبنا كان يعرف كيف يكتشف أجباح النحل لقد رأيته أثناء العمل يتعرض للأسعى النحل ولكنه يواصل جمع الشهد بدون الترام وفي الظاهر كانت لدى غاتل تؤثر فيه وبفضله هو لم أفتقل ولو بمرة واحدة غذائية وحيدة أثناء حملة إيطاليا في بداية العمليات كنت مسلحة من بندقية أمريكية جراند كانت دقيقة ولكن جد ثقيلة وبسرعة عودتها ببندقية خفيفة هي الأخرى من صنع الأمريكي وليس لها أي مزيجة أخرى غير خفتها لأن أقل ذرة غبار تعطلها كنت أرى أنه أمر أساسي أن أكون خفيفا لأني أنتقل كثيرا لقيادة فرقتي ولاختيار مواقع الرماية وربط الاتصالات وكنت أحمل في حزامي أيضا مسدسا سأعود لحديث عنه هذا ما كان عتادي أثناء الحملة الإيطالية سلاحان ودنان للقتال والعيش كانت حياتي صعبة بدون فرق كنت أقاتل في سبيل قدية عادلة أعتقد أني كنت سعيدا أو بالأحرى كان يمكن أن أكون سعيدا لو أن التفكير في الجزائر الشاقية استطاع أن يفارقني رحلة بالنسبة لي كانت حرب المواقع هذه أمام كازينو اللحظة الأكثر امتحانا في الحملة أن يعيش الإنسان في الثلج والوحل وأن يكون بدون توقف هدفا لقنابل المدفعية المعادية ليس في ذلك شيء من المتعة فإنه لم يقم فيلقنا كما كان في البداية إلا الثلث ثم إن هذا الثلث قد تألم كثيرا ولم يفتأ عدد الجيش ينهار من جراء الجروح والإصابات الرئوية وسقيع الأرجل وكنت الوحيد الذي لم يغادر الواجهة ولو لمرة واحدة بيد أني أصبت بعرق النسى من النوم في الثلوج وكنت أمشي بعرج واضح ولما عاد النقيب فيلوكور بيننا جريح من جليل وعند عودته إلى المستشفى تربمني أن أقوم مقامه إلى حين عودته لأنه كان يريد أن لا تضعف السريع لأن القيادة كانت لتعود المفقودين من الجرح والقتل تبعث لنا برجال الذي رأيت لهم أبدا بفنو الختال وكان علينا أن نأخذهم على عتقنا في شروط حياة عصيبة وهذا لم يكن سهلا عاد النقيب فيلوكور من المستشفى العجل لكي لا يحبط الهجوم الكبير الذي كان قدر أعداد وهجمنا على كازينو في الساعات الحالية عشرة ليلا لكي نقطع إمكانية الانسحاب على ألمان لأن القيادة اكتشفت نقطة الضعف عندهم إنهم لا يحبون الهجوم بالليل ولا نحن أيضا ولكن أمر كان جديدا بالتعب والإجهاد لنرى مغنم المفاجأة والفزع الذي نسببه لعذوه سقدت كازينو وتتابع الهجوم وكنا نتواغل بدون توقف وكانت هذه أجمل لحظات الحملة ولكن الألمان كانوا ما زالوا يدخلون لنا أكثر من خدع كنا نقترب من روما وننزل نحو السهل ودات ليلة لم يعد يجد هجومنا دونه إلا مقاومة تافهة ربما كان عنينا أن نختزر ولكن بعد هذه الشهور من الجمود كنا قد انتشائنا بتقدمنا وفي الصباح مع الشروق الشمس وجدنا أمامنا نمورا هي هذه السفحات الكبيرة التي ظهرت في آخر العداء على قمة أرض النتاء واخدت ترمي خطوطنا تقريبا وشهل وجه بوابل من القضائف ملأتنا رعبا ولم يكن لنا من المرجعين إلى الحفر التي احتفرتها القضائف وقد رسلت أحدى هذه الحفر وانتدرت فجوة وغثلت بقوة إليها فسقطت على نقب في الكور الذي كان قد اختفأ فيها كانت أولا أحدث ذهول ثم ضحكنا ضحكا متوسرا وبعد التأمل لمستطع نعزو هذا الضحك لشيء إلا لانحصار خوف المفاجأ وبعد كل شيء ففي خدمي هذا الجحيم ما زالك لا نحيا لكن الحملة قد خابت كان ذلك واضحا لأننا لم نعود نسمع إلا تلقى البنادق فقر لي النقيب امشي إلى أمام وانظر ماذا هناك هناك شيء ما قد اختل وتقدمت فوجدت رئيس فرقة مرشحا منحذر من شمالي شرق إسبانيا قال لي إن الأمر رجيد خطيل الجنود فرروا تاريخين الأفهام سألته قتع الأفهام الثلاث فأجاب بإيمالة الرأس نعم وكنت أحدق فيه وهو من تاريخ الأرض وسألني إلا ما ستأول الحمل بدون الأفهام قلت سأنظر في ذلك وأخذت أزحف على البطن لم تكن مواقع التلقى إلا على عشرات الأمطار من المكان الذي وقفت فيه النمور وكنت أتسبب عراقا وأنا أقترب وحيدا مما كان مواقع التلقين والذي لم يعود الآن إلا منطقة حراما نسفات القذائف ومن حسن حد لم أدر العدو وجدت قطع الأفهام الوحدة بعد الأخرى وأعدت بها إلى خطوطنا وبما أني كنت أكثر الوقت يزحف على بطني فلم أكن استطيع أن أعود بأكثر من واحدة كل مرة ولذا كان علي نكرر رحلة وبالتيح رأيت أمامي رأس المرشح الإسباني اللطيف واتفقت معه على كتم الحدث لاجتناب عقد مجلس الحرب لجنود الأفهام بجريمة التخلي عن السلاح إذ أن هجوم النمور كان جدا عنيف وتكبردنا فيه قصائر فاتحة وهذا عذرهم في الاستسلام للرعب وبينما كنت عائدا لخطوطنا تقدم نحو المغربي مناديا رقيب صاحبك الشرح مجروح الآن أخذوه وركبت لأدركه وعلى بعد مئتين متر من المكان ترى لي في المحمل متمديدا على بطنه ولم يبدو لي بأبدان أكثر منه طولا كما في تلك اللحظة واشتحس فأجاباني هو يرفع رأسه يبتسم بسيطة وفي الواقع كان لغره قد خطته الشذية وكان في جرحيه الفضيع تناثر شذائر عذرهم قلت اشفي بسرعة الله يسلمك وانتلق به لحماله ولم يقطع إلى مئة متر حتى توقفوا من جديد لداني واحد منهم رقيب إن أحب كلمك وركبت إليه فقر لي فكرت فيك واستدار بحضر على جنمه وسحب من تحته دن عسل المده إليه وبقيت لحظة صامتة أمامه ودن بيده ولكن الحمال كانوا عجرين فقلت له أرجع بسرعة سأعود وفعلا فقد شوفي في وقت جد قصير ورفض فزاة النقاة كما كانوا يفعلون جميعا والتحق بنا في الخاتل الأول حيث استكمل شفاءه في ساحات القتال وفي النحاء تدخل مدينة الخاردة وعكس ما أكدوا الحلفاء فيما بعد فإن الفرنسيين هم الذين دخلوا روما قبل السباحهم وفيها لأول مرة تصلت بالمقاومين الإيطاريين وإذا لذلك انتلقوا قاتلون معنا في جنوب سيان أريد هنا أن ننسف مرة إلى أبد فكرة أن الإيطاري إنسان لا يبرهن على الشجاعة في القتال إنها فكرة خاطئة من الأساس إن الإيطاري إنسان دهية قليل التصديق وهو لا ينخدع بالدعاية ولا يقبل أن يقاتل بدون هدف ولكن إذا وجد في المعركة الهدف الذي تصور والذي يريد فإنه على السدد ليعطي حياته والأنصار الذين كانوا يقاتلون معنا كانوا يعرفون جيدا ماذا يريدون ترضى الفاشية من بلدهم ودون أن يكون لهم اندباط أو فعالية جنودنا فإنهم برهنوا على الشجاعة عظيمة في إتمام المهام التي ينونتت بهم بعد زمن قليل من احتلال روما منحة وسام الحرب كنت قد حصلت منذ بداية حملتها أربع استحقاقات منها إثنان من نوع وسام الجيش وعلى قاعدة هذه الاستحقاقة الربعة وأيضا مكافأة لقضية المدافع على الشاشة منحة وسام الحرب وقم احتفال عسكري ومشهود قدم جنازي كون مخصصا لحضوره وكان هو الذي قلد الوسام لم يكن رجل الدولة العظيم وهو يعلق وسام الحرب على صدري وعنقني يعرف بأن أحمامه رجل الذي سيتقلد بعد ثمانية عشر عاما مسائل الجمهورية الجزائرية المستقلة الفصل الثالث العودة إلى الجزائر بعد سيانة استبدال الفلاق الخامس المغربي ودع في الاحتياط للإسهام في اهترال فرنسا وعندئذ حصلت بسرورة استثنائية على رخصة لزيارة عائلتي في مونية ولما انتهت رخصتي ارتحقت بمستودع وجدة حيث وجدت بكل سرور المشاعدة الفونسي لا ديقال لي على الحور لن أتركك تسافعا إنني أحتاجك إلى تدريب الزرق وفي وجدة انتأث إلي أصدى وحدث خمس واربعين لقد تأثرت بعمق بالقمع الحوشي الذي عقب الثورة وكما هذا القمع يريد أن يقول بكل وضوح أن الاستعمار كان مصمم بعد نهاية الحرم على أن لا يتخل الجماهير الجزائرية عن شيء عن الإطلاق وعلى أن يحتفظ بالتسلطه علينا بالإرهاب كنت أتأمل عبرة من هذا الدرس المغير عندما كان الرؤساء يقترحون علي البقاء بالجيش الفرنسي كانوا يريدون إرسالي إلى مدرسة الدباط ومعي ملاحظاتي واستحقاقاتي العسكرية وبعد زمن قصرين أتخرج برسوث ملازم ورفضت متعاليا بداية العائلية وبدلورة عودتي إلى مغنية الاهتمامي وأمي وشقيقتي ولكن أحدث جهة قصنطينة في العقيقة هي التي لعبت في رفض دورا حاسما لقد أحسست أن الاختيار الملسوسيلي قد تم فالقمع الذي دارت رحاه في مدرسة الصيف حفر خندقا لا يعبر من المجموعتين الأوروبيات والجزائرية كنت أشعر بأنه يجب علي إزاء مجموعة أن أحاول بكل وسيلة في مستطاعي أن أحسن مصيرها ونجعل الظلم الذي كانت دحياته ينتهي حلما حللت بمغنية طلب مني أبناء واتني أن أسجل اسمي بقائمة الانتخابات البلدية التي كانوا يريدون تقديمها في الانتخابات هذه القائمة لم تكن منسجمة ولكنها كانت تتركب في مجموعها من جزائرين ذوينيات طيبة وقابلت أن أشترك فيها كان منتخبو درجة ثانية وبهذا التعبير اللطيفي وخاص الجزائريون والأوروبيون يشكلون بتباعة الحال الدرجة الأولى والأوروبيون كانوا هم الأولين وكانوا عزمين تنمع أن يبقوا الأولين لأن قانون الدرجتين هذا لم يكن له من هدف إلا تنقع الانتخابات العامة وهكذا كان عشرة ملايين جزائريين ينتخبون في كل الجزائر ثلث المستشارين البلديين بينما مليون أوروبيين كانوا ينتخبون ثلثين وكانوا متخبو درجة ثانية في كل مقاطعة نقلية متبعاتهم وقد خفدوا لدولة جزائريين الذين تحتطروا شهود سلبيين ضعفاء مستسلمين لإدارة درجة الأولى بنيويوي دائما مرصودين ليقدموا النظام للسعمالي ضمارة تمثيلية ديمقراطية هزلية وأترف بأنني أشعر لأن بالسخرية العميقة عندما أسمع نفس السياسية الفرنسيين الذين ابتدعوا مؤسسة درجتين عجيبة يأخذون اليوم على الجزائر الجديدة أنها لم تكن ديمقراطية من قدر الكافي الديمقراطية الحقيقية توجد عندنا في القاعدة إنها تسمى تسهير ذاتي أما الأخرى ديمقراطية القوانين الانتخابية المصنوعة حسب الطلب والتسويات الانتخابية بين الدرجتين والتوزيع الجبالي للدوائل الانتخابية فإننا ندعوها لهؤلاء السادة منذ الجلسة الأولى للمجلس البلدية بمغنية كان واضحا بأن متخبي درجة الأولى الأقوية بأغلبياتهم العدوية إذا جزا القول لا يريدون تفويد أي مهمة للمتخبي درجة الثانية وكان هذا يعني رفض مشاركتنا في إدارة المدينة الصغيرة ومنعنا بالنتيجة بأن نكون نافعين للذين انتخابونا وعندئذ استقل جميع منتخبي درجة الثانية وفوليا أعيد انتخابوه من منتخبي درجة الثانية جسس جديد في المجلس البلدي والطلب جديد لتفويد المهام فرفض جديد فاستقالة جديدة جماعية فانتخابات جديدة وهكذا عدنا ثلاث مرات متوارية من المتخبيين وفي كل مرة كان عداء الدرجة الأولى لنا وبالأخص الشخصي إذ كانوا يعتبرونني رأس الفتنة والعنصر أكثر تصلباً ازداد لأن منتخبي الدرجة الأولى لا يستطيعون بمفردهم للإدارة ولا تسويط على الميزانية ورغم أنهم أكثرية فقد شلهم غيابنا ونحن الأقلية لم يكن لنا أي حق إلى أن نقول نعم ولم تكن لنا طريقة أخرى لقول لا إلا أن السقيل ولم يكن أمامنا من خيال إلى قبول كل شيء أو رفض كل شيء وأحس شيخ المدينة السيد جيبور بكل عبث الوضعية لقد كان اشتراكي من الحزب الاشتراكي الفرنسي حزب غي مولي لكن لا اشتراكية من هذا النوع يتذكرون أن نحن جزائريين مع الأسف بوجه النجل النخيسة كان جيبور رجل نرى شجاعاً ولكن لكي نحصل على تفويد من بعض المهام من هذا الاشتراكي كان لابد من ثلاثة انتخابات للقادة وفي الثالث الردخ أو بالأحراب ياتخدعاً بما أننا كنا نريد مهام حسناً فإنه سيعطينا إياها وحتى ذلك الحين كان مقتلع كوري فرنسي الجزائر بأننا لا نعرف عمل شيء وبأننا لا نستطيع الاستغناء علىهم لقد كان يفكر بتعجيزنا تحت إثقال العمل والمسؤوليات ولكن يلا الخيبة لقد قبلنا كل المهام ولكن لم نعجز وحصلت على التموير والبطاقات وفي ذلك العهد كانت مهمتي تشكل جهاز اللوهري لإدارة البلدية لأن كل شيء كان من يزال مقصداً بالتأكيد تقسيط المعاشر لم يكن يضيق الأغنية لأن النقود تشاري كل شيء ولكن الفقراء لم يكن لهم إلا تذاكر البطاقات وبدون تذاكر لم يكنوا قادرين على الحصول على شيء لقد كانت هذه هي حالة السواد من الفلاحين الفقراء الذين هجروا الريفة وتدفقوا على المدن على أمل أن يحصلوا على قطرة خفز لبدا حبات التمر وحفنة من الدقيق ولم يجدوا مساكن في مغنية فعسكروا في المغاور على امتداد الوادي في حالة من الإملاق والعري لا توصف وإلى المجاعة أضيفت حم التفوس التي كانت تواصل فتكها بالجماهير الناقصة التغذية في مدينة صغيرة مثل مغنية يسكنها أكثر من عشرة ألاف ساكن كانت الحمى تميت عشرة أشخاص كل يوم أما عالم البشر الذين كانوا يموتون في المغاور فقد كان مجهونا عندنا لقد وقعت بدون تردد هؤلاء البائسين ألف من بطاقات تموين التي لم يكن من حق توقيعها لم أبالي بذلك كثيرا لأنه إذا كان القانون يقول لا فإن الأفوها الجائعة كانت أمامي كنت أعمال من الصباح إلى الليل أذهب لأرى الناس في مساكنهم وأهتم بمشاكلهم ويعلموا الله كم كانت كثيرة ولكني كنت أعمال وكان لدي الانتباع بأني مفيد لقد كانت هذه الفترة حفيزة لي بشكل فائق كنت في صحة مدنية ممتازة وكانت معلوياتي في أوجها أستطيع أن أقول أني كنت ما زلت أحيى على حماسي كازينو في المدينة كانت المشاهدات مع الشيخ البلدية بالحساب ولكنه كما قلت كان رجلا شجاعا ولقد انتهى من مرافقتنا ومشاهدتنا العمل إلا تجاوز مسابقاتنا وتوصلنا إلى تفاهم إن المتعب لم تكن تأتي منه ولكن من السلطة العليا ولأني لم أكن مستشارا بالمجلس البلدي وحسب ولكن مناظر يحرص حركة انتسار حريات الديمقراطية والسمعة التي أعطانيها عمل اليومي لفايدة مواطني جعلت في شهور قليلة عدد منخلتنا في الحزم يتدعف وغدت مغنية اقطاعة للحزم وهذا ما لم يكن يغفره لي إلى المتسرر الفرنسي ولا خدمة الجزائريين البشاغ والقيد ذات يوم جاءني أحد أسرار قايتنا بمغنية مهموما وقال لي أحمد إن فولان احتل مزرعتك وزعم أنها له قلت له سأخرجه منه في الحال فعد سهري وقال رفيعا يده اليمنى احترس إنني أشعر كأنهم نصبوا لك فخان إن هذا الرجل في حد ذاته ليس خطيرا فهو بدون ساق ولكن أقرباه رسوس وقتله لم يعودوا إلى منذ زمن قريم من كيان الله يحفظك ذهبت لأرى رجلك سيخ لقد كان في الوقع يحتل منزلي وقد استقبلني كما لو كان في منزله الخاص مخفورا بزوجته وقص علي قصة طويلة جد مشوشة لإثبتي أن مزرعته كانت ملكة بالطبع لم تكن له أي توثيقة لدعم أقواله ولكن مع الأسف أن أيدا لم تكن لي أيدا وثائق أرض سكان الأهليين التي يعودوا حوزوها للجزائر من قبل الاحتلال لم تكن لها رسوم إن الحوز الطويل هو وحده سند الملكية إن مزرعته كانت للي أن وردي فلحها ورثها عن أبيه وأهلهم مجرة ومن هنا تاتي المنزعات العديدة ذلك إنه كان دائما من السهل رجل سيئ النية أن يدعي بأن جد جديه نهبت أملكه من طرف جد جدك في النزاع على الأرض لقد كانت الإدارة الإستمارية بالطبع ترعب دورا في هذه النزاعات وأحيانا هي التي توثيرها لتحدى لزندجان طيبين على حساب لزندجان السيئين بعد التأملي بدأ لي أنني صنفت في أعداد هؤلاء الأخيرين لأن الرجل الكسيحة رقم أنه كان يموت من الخف بحضوري كان يبرحن مع ذلك على ثقة من نفس لم يكن مصدرها فقط في مخوي لي أقرباه الذين عادوا مكان وكنت كلما زدت استماعا إليه إزددت اقتناعا بأن صهري كان على حق إن القضية من أساسها قد ضبعت من الإدارة إذا قبلت الودعية فإن أجرد من الودعي وأسقط اعتبار عند مواطني وإذا تصرفت بعنف فإن أقرباء الكسيح عادلون لتسفية جسديا وسوف يحاكمونهم سوريا فلا شيء أتفهم من قتل أندجان من طرف أندجان آخر وسيجدون شهود ليؤكد بغرض الإيمان أن القاتل كان في حالة دفاع شرائي فكرت في كل هذا وأنا أستمع لكسيح وفجأة استعدت كامل هدوئي ومن الغريب أني لم أعد أذكره إسمعه ولكن ما زلت أراغ بسحنته المدعورة والمتشامخة في نفس الوقت ووراءه زوجتاه التي كانت أقرب لموت منه من الحياة ذلك لأني كنت قد رفعت صغط بالأخص في البداية وبعد لحظة سمت نظرت لرجل ثم قلت له انتدر سأهتم بك واستدرت للخروج وأذكر أني وأنا أصفق الباب ورائي تسألت لماذا يحتاج وهو كسيح لمراتين استعملت كل الوسائل القانونية لاسترجاع مزرعتي فاستضبت بجدار وكان آخر مسعي أن تلبت مقابلة المتصرف الفرنسي والطريقة التي استقبلا بها لم تدع لي أي آمل لقد كان يشعر بالانتصار وعينه تقطحني تهكما ولم يفارق في أي لحظة هذا الموقف الساخر حتى عندما أذكرته بخدماتي في الحرب كان جليا أن وسامي الحرب والاستعقلات الأربعة والوسام العسكري لا شيء من ذلك كله كان له حساب عنده شيء واحد كان يهمه هو موقف في مغنية والتقدم الذي حصل عليه حزب حركة الانتصار لحرية الديمقراطية وعندما قلت له وأنا هم بالانصراف ولكن في النهاية إلى أين أن تريد أن تصل بذلك أيها المسئلة والتصرف رد علي بنفس اللاجة التهكمية سترون ذلك جليا ثم أضاف تعتقدون أنكم جد مكيرين بمبلة ولكن سنبرحن لكم أن أكثر منكم مكرا وأدركت عندما غادرته وأني خسرت مزرعتي عندما عدت إلى مغنية فكرت في الوضعية ثم قررت أن أنتقل إلى الهجوم وذلك الصباح لستصحبت عربة شحن فريعة إلى المدرعة ثم تقدمت نحو الداري المسدس بيدي وفتحت الباب وقلت لكسيح بلاجة نامرة إني أعطيك عشر دقيقة لترحل أحمل معك أثاثك ومرأتيك ولم يكن وحيدا فقد كان معه أحد أقربائه العيدين من كيان ولكن الهجوم بغتهم فلم يرد الفعل ومر كل شيء بسلام أخذوا أسمال وأدوات التبخ وركبت الزوجتان والكسيح وقريبه في مؤخرة العربة مع الأثاث وانطلقت بهم العربة وبقيت أنا ملعب هذا الانتصال السهل تركني أتوقع هجوم المدادة وفعلا بعد ثلاث أيام جاء الهجوم كنت نعما ببيتي عندما سمعت في منتصف الليل دجيجا كانوا يرمون نوافدي بالحجر ولم تحرك وإلى الحجر اندفت الشتائم فلم أرد أيضا وطول الليل كانت الحجارة والتحدي تعقبا كانت خطاتهم واضحة أحدهم كان يرمي بالحجارة بينما الآخر في كميري نسدد سلاحه إلى بابه مستعدا للإطلاق عندما أظهر مندفعا على العتبة انتظرت النهار كنت أريد أن أتمكن من رأيتي الواضحة عند خروجه وعددت سلاحي وكان مسدسا عديد التلقي من نوعي بختم نية ثلاثين ذا أم بم جدر طويل يستطيع أن يصب بدقة متناهية على بعد ثمائتين متر عندما تردت الكسيحة من غرفته كان بيدي مسدس أصغر وربما فكر قريبه أن ذلك كان هو سلاح الوحيد ونتيجة لذلك فقد كمنوا على بعد نحو ستين متر من داري وهو مدى مرمى بلديقهم ولكنه مدى لا يطوله السلاح الذي كانوا يظنون أنه سلاح الوحيد وعندما أخرجوا كانوا يفكرون أنهم سيكونون بمجم الرصاصي بينما أكون أنا هدفا لإرصاصهم وكما يرى المرأة أن هؤلاء القتل لكن عندهم شاء من التجربة في نصب النكماء تواصل خطول الشتائم والحجار ودلت في البطلام يجالسا على كوسي جامدا وصامتا وبيدي المسدس بأثمانية ثلاثين وإذا كان الانتظار ابتلاء لي فقد كنت أعرف بصفتي شاركت في كاسينو بأنه كان ابتلاء لهم أيضا مع طلوع الفجر انتقلت إلى الهجوم فتحت الباب بغتا وغتبت ثم انترحت وردا وأجزت رصاصتاني فوق رأسي دون أن تصيبعني وبذلك يشفت لي الموضع الذي أطلقت منه النار فقمت ثم تقدمت في اتجاهه وأطلقت شحنة الرصاص برمتها ومرأة واحدة ومدحت من جديد على الأرض لا شك أنهم بغتوا على نحو المرعب إذ أنهم كانوا يعتقدون أني مسلحا بالبندقية فإذا هم يرون وابلا من الرصاص يصل إليهم أدخلت شاحنة الرصاص الجديدة في سلاحي وغفزت من جديد أطلقت النار ثم نمت على الأرض سمعت صراخا ووقع أقدم الراكدة وأدركت أنهم كانوا يفرون وانطلقت في أسرهم لم أكن أريد أن أترك لهم الوقت لشحن برادقهم من جديد ولكنهم كانوا يهربون بدون تفكين في العودة رأيت دمع على دغل لا شك أني جرحت واحدا منهم ووقفت لاهية لأني كنت قد أسلت بالوحم وكنت لا أستطيع مواسالة العدو عند إذن نزلت إلى قرية لثمانة عائلتي وأسلقائي وأثناء طريق رأيت القائد كان بدينا منافقا يبتسم لي من بعيد كمن يتحبب لي وحياني ثم سألني عما حسب بينما كان يسترق النذر وهو بلغ جزع للمسادس بثمانية وثلاثين الذي كنت ما زلت محتفظا منه في يدي إن حضوره وتصنعه لموقف الحواري المقدس وأسئلته المريبة أن أم تقتنائي لقد كان هو على اتفاق مع المتصرف الجرانسي الذي ذبر المكيدة قلت له ذلك في عبارة شديدة لأني كنت ما زلت في حرارة المعركة وأسماء الخائن المباعي كان تلطف الأسماء التي سميته بها وكان يشعر بأنه وحيد معي في هذا الطريق ولم يحاول حتى أن ينكر التهم لقد كان يتلقى شتائم مصفرا وجناته وتتعيشان وبدون أيات كرامة ولم يجرأ حتى على رفع عينيه وفي طريق إهلا مغنية أمعنت تفكير لقد كنت منتصرا ولكنه انتصار غالي الثمن لقد جرحت رجلا وهذا سبب كافي لاعتقالي وإلقائي في السجن قررت إذن أن أغادر المكين على التو وبمغادرة مغنية خسرت ملكي ولكن احتفت بملك آخر أثمن حريتي وكنت أحتاج لهذه الحرية لخدمة حزبي وقضية الاستقلال وصلت الجزائر العاصمة وغيرت اسمي وابتداء من هذا التاريخ 47 أصبحت منادما سريا ودلت كذلك إلى يوم اعتقالي تحت دغط الأحداث أصبحت حركة انتصار الحريات الديمقراطية في عنفوان الأزمة وكان الفراق يتدح أكثر فأكثر بين قيادة الحزب ومنادري القاعدة الأكثر تصميما وعزما وهؤلاء فردوا على القيادة إنشاء مندمة سرية أنتت مسؤولية الإشراف عليها به وكنا نسميها المندمة الخاصة وقد أصبحت في النهاية حزبا داخل الحزب وكانت أهدافها كما كانت روحها تختلف عن أهداف مصاري وروحه وهذا الأخير في الواقع كان ينخلث أكثر فأكثر في الطريق الانتخابي وكان يظن أن بفرل الانتخابات ستتطور الأوضاع ونسر إلى أن نسمع صوتنا وإلى أن ننتزع شيئا فشيئا تنازلات من الصوتات الاستعمارية وكنت ككل مناظرين منظمة الخاصة شبان لا أرى في هذا المنظور إلا لوهام لقد كنا نحتحرق للعمل لأن حواد تصطيفي كانت قد أقنعتنا بأن المشكلة سيصرح نفسه عاجلا وأجلا في سياغ القوة والعنف وأنه ينبغي علينا أن نحضر أنفسنا لذلك وأن الانتخابات المزورة التي أشرف عليه الاشتراكي نيجلان أكدت وجهة نظرنا أبدا لم تمثل في الحياة تمثيلية هزرية الاقتراع الديمقراطي أكثر منها وقاحة والسياسة القمع التي تلتها أكمل التنويران ومن الممكن القول أن الإدارة الاستعمارية قصدت من تنزلها الشكلي بجعل الجزائريين يقترعون ومن العناد التي تكلفته لتزوير الانتخابات الأدرى بهم إن كل ما يستطيع بيرقراطي الاستعماري لنبتدعه من حقرات قد استعملت الدخواننا لقد أغلقوا المقاهي العربية وحرروا مخالفات للفلاحين الذين يقودون حميرهم في الجانب ليس من الطريق هذه التنكيدات الصغيرة التي كانت تعاد وتضعف خلقت جوا مقيتا لقد كان هدفها بكل وضوح الاقتصاص منا جزاء على ادعائنا وبالفعل كان لن ادعاء مشحف ولا يقبل الغفران هو رغبتنا في الاقتراع حتى لو كان ذلك في انتخابات مزورة لقد أصابان من هذا الاقتراع المزيف ما يسمى في الاستراح العسكري باكتشاف الإنسان قدر نفسه إن غبخز مع وهذا الاكتشاف كان قصيا ملوطا في وقت مع مرصودا لإفهام لنزندجان مرة وإلى الأبد بأن يحتفظ بمكانته الأخيرة في الأمة لقد كان من اختصاصي أن جوب البلاد من قريتنا لأخرى وأزور المنادلين وأحاول يقنع الانصار بالاتحاق بنا وهذه التنقلات كانت سرية لم أكن أنزل أبدا في فندق بل دائما عند مواتنا ولا أبدو إلا قريلا جدا لقد وجدت عند الفلاحين تفكيرا قريبا جدا من تفكيري ولما كانوا يجهلون وجود المنادمة الخاصة فإنهم كانوا يحكمون على عمل حركة انتسار حريات الديمقراطية من خلال خطة بقادتها وكانوا قد قرفوا منها ذات يوم قال لي فلاح اسمع يا بني هل تعلم ما الذي يقع عندنا عندما تعرف الإدارة أن واحدا مننا عدوا في حركة انتسار حريات الديمقراطية إنها ترسل إلينا رجال الدرك الجندرمة فيخرجناه من داره بعد أن يضربوه ويهينوه ممزوجته ويرمون به في سجن بلا محاكمة وعندما يخرج منه يتهده القائد والبشاقة هذا هو النظام إننا مسحقون معصورون ومتحونون وبعد هذا يتحدث الحزب عن الالتخابات ماذا سيعملون بالالتخابات ليذهبوا يتبختلون عند الفنانسيين وليدخلوا في بددياتهم ومجالسهم العامة وبرلماناتهم وإلى أين سيقودنا هذا إلى تقدمات صغيرة نعم بعد قرن ولكن بعد قرن سنكون جميعا قدمتنا لا يا بني لم نعد نريد أن نسمع الحديث عن الالتخابات إنما يزمن اليوم هو البنادق هذه اللغة كنا نسمعها في كل مكان وبدورنا لم نقصر في أسمائها بكل فتاذة لقادات الحزب ولكن دون أن ننجح في انتزاعهم الانتظارية إن أفضل تعليف لمواقفهم هو الهرب كانوا يتوارون عمام الاختيارات الدرورية وكانت الثورة المسلحة ضد النظام الاستعماري تخيفهم وكان الثورة الجماهير تخيفهم أكثر كانوا يرجعون دائما للمستقبل القرارات التي منا من أصلها ويعتصمون في انتظار ذلك بالانتخابية الزائفة كما لو كانت الانتخابات مازال جدية أو جدية للسلطة التي تعطيها للمتخابين ولكن الأطمع الانتخابية للحزب إذا وجهت بسحق العالم والذي الأمل فيه ضد شعبنا فإنها كانت مجرد أوهم إن القادة لم يكونوا حساسين إلا لمظهر واحد من نفور الجماهير منهم فالانخراطات بالحزب كانت قد توقفت والاشتراكات لم تعد تدخل ذلك إن الذين كانوا يدفعون والذين يدحون مجرد نحي حزب هم دائما ولا يتغيرون المتوادعون والفقراء والفلاحون وهؤلاء كانوا يهجروننا أكثر فأكثر ما زلت أذكر أن مالية الحزب انخفضت للدرك الأسفل حتى أننا كنا نقص عباة في دفع أجور الموظفين الدائمين بالحزب انتهى المنادلون الذين حزت في نفوسهم مدية جد منكوبة إلى أن يرغموا مصاري عصابته عام 1949 على عقد مؤتمر الحزب وبسخرية تاريخية مدهشة عقد المؤتمر في الجهات التي كان يسيطر عليها الباشا بوعلام ونزلنا الضيوف على المستمى جلال الذي استقبلنا في دائعته بعث الدين وجلال هذا خان في مبعاد الحزب وأصبح قواداً للبوليس تحت اسم خابوس ولكن في ذلك العهد لم يكن بعد قد انخلط في طريق النذال كنا حوالي ستين ممثلاً جاءوا من أرحاء الجزائر ومنذ جلسة الأولى بدى واضحاً بسرعة أن انتظارية مصاري ورفاقه ستتألب عليها الأغلبية إن التاريخ التكرار يجي الذين كانوا يؤلفون هذه الأقرية وهم محافظون بغارزتهم وانتهازيون بطبعهم وغير متأكدين من شيئاً على الكلق كانوا في 49 يريدون البقاء في الشرعية وتجميد الحزب في الانتخابية الزائفة أجدهم اليوم أيضاً في الجزائر المستقلة مناخدين لكل إجراءات الثورية التي تتخذها حكومتي إنهم دائماً نفس النوعية شديدوا الفصاحة ولكنهم أيضاً مصممون على عدم التحرك في عام 49 اتخذ المؤتمر بدونهم وددهم قرارات خطيرة فقرر أنه يجب على الحزب أن يدعى على ذمة المنظمة الخاصة الأساسية من ماليته ولكي يتأكد المؤتمر من عدم إبقاء هذا الإجراء حبراً على ورق فقد عينني مسؤول عن التنظيم السياسي للحزب وفي الوقت نفسه مسؤول عن النظمة الخاصة لقد دقت ساعة العمل كان هناك سنف من الأشخاص العظيمي الضمائر الذين ديقوا عهدئين دعوتنا كانوا عسابات انتذبهم البشاغوات والقياد ليبقوا تحت الإرهاب النواح التي يتصرفون بها وأكثر هذه العسابات شهرة كانت عسابات البشاغة أي تعليم جهة القبائل كان هؤلاء اللصوص أشقياء من كبار قطاع الترق وكانوا ينحمون ويقتلون بدون أي قصص على الأطلاق وهؤلاء القاتلة كانوا يتدخلون لتصفية مناظرين في كل الحالات التي لا تريد فيها الإدارة أن تلوث يديها حسب التكنيك الذي اتخذ ضد أنا نفسي بمغنية والذي سبق أن تحدث عنه وقررت المنظمة الخاصة التي خرجت من مؤتمر 49 مدعومة وأكثر قوة أن تطرد هؤلاء الأشقياء وحصلت لا بغير صعوبة من قيادة الحزب على الإذن بشن هجوم مدرد عليهم لقد كانت عملية بوليسية عسيرة لكنها ضرورية غيرت بعد شيء من جو الجزائر إذا كانت ذاكرة دقيقة فإن المنظمة قررت في ذات الوقت تهديم التمثال الذي أقمت سلطات الاستعمارية لذكر الأمير عبدالقادر وقد بدلنا أقدم الاستعمار الذاك على التظاهر بصداقة البطل الذي دفعنا استقرار الجزائر لدى غزاته طوال 15 عاما بدلنا كمحاولات لتدنيس ذكر الأمير العظيم ولم ننجح تماما في العملية ولكن محاولة مع ذلك أسهمتنا نتاق واسع في إفحام الرأي العام مقاسد سلطات الاحتدال بيد أن المتاعب المليئة للحزب وصلت شل جهودنا وكان المناظرون الشبان في المنظمة الخاصة مصممين مهما كانت تكاريف على الخروج من هذه الوضعية لأننا كنا بدون مصالح خاصة لم يكن عندنا إزاءة نقود تلك الحرمات البرجوازية الممتلسة التي كانت عند قادتنا الذين كنا نقول لهم إننا لنعدم نقودا في الجزائر وإنما يجب أن نأخذها حيث ما توجد في البريد أو في البنوك لنكون منتقيين مع أنفسنا إذا كنا على استعداد للتضحية بحياتنا في هجوم عنيف ضد المحتل فلا ينبغي أن نتخثر احتراما من خزائن ماله وانتهى القادة على مدد بقبول مشروعنا بعد أن برأوا أنفسهم سلفا من كل مسؤولية هجمنا أغلا على بريد وهران كنا نفكر على دوء معلوماتنا الدقيقة أننا سنستوري على ثلاثين مليون فرنك كان يمكن أن تملأ فجأة خزانة الحزم وتمكننا من شراء السلاح وفي الواقع كانت الغنيمة أقل أهمية بكثير من مكاننا قد ولقد نظم الهجوم بكثير من العناية ولكي نحول شكوك البوليسي عن منادرين قررنا أن نعطي للقضية هيئة عملية اقتصاب المسلح هالداب نظامه بير المجنون بير لوفو الذي كانت مآثيره في ذلك العادة من السخف فاخترنا كمنفذين لعملية جزائرين شقرا وكسوناهم علامات الأوروبي وأمرناهم أن يتحدثوا بالأجهة الباريسية انطلت الحيلة وبدأت الصحافات بالأعتراف بأن هجوم كان على طريق التبير المجنون ولم تخفي عجبها من أن لسا قد اختار إفريقيا الشمالية كمسرح جديد لعملياته ولكن الحد لم يدم فإن تلاقيا لا يصدق لصدف صغيرة قد لعب ضدنا لقد استعمل المنفذون في حمل الأوراق المالية حقيبة نيد قديمة وفي عجلة الفرار اشتبكت أحد رزتيها مع القفل وحينها تزعت بأنفين سقطت مئة قطعة منها على مداز النعال في سيارة تركسون التي استعملوها وهذه القطعة رغم أنها متنهية الصغر لم تفلت من الباحثين الذين جمعوها كواسلة إثبات بيد أن أي معالم جدي لم يظهر ومر زمن والتحقيق يدور حول نفسه إلى أن حيل أحد دباط الشرطة القضائية الذي كان قد شارك في البحث على الاستعلمات العامة وهذا الضابط بينما كان يفتش منزل أحد منادري حزبنا رأى فيها حقيبة راقنة وقرر أخذها لاستعماله الشخصي هذا النهب الصغير كان له بالنسبة لنا نزائل خطيرة لأنه عندما وصل إلى منزله وجد صعوبة في فتح الحقيبة وقد نظر فيها عن كثب فوجد أن قطعة من الرزة كانت مفقودة وعند إذن تذكر وسيلة الإثبات الصغيرة التي تشتغل عليها قبل شهور فأسرع بالحقيبة إلى الشرطات القضائية وهناك عين أن القطعة المفصولة تتلعام تماما مع باقي الرزة لم يكن اغتصابا تافيها نظمه أوروبيون بل عملية من دبرها العزب وابتداء من هذه اللحظة بدأت الإقافات والتعذيب وانتهى الخيط إلي أنا كنت أوقف للمرة الأولى بالبريد المركزي في الجزائر العاصمة في فبراير الخمسين ولكن نجحت في التملس بدفع الشرطيين والفرار ولأيت أنهم كانوا يتردونني فخرجت مسدس من جيبي وروحت به من فوق رأسي ولكن بدون أن أطلق النار وبدون أن أتوقف عن الركض وانثن الشرطيون عن مطاردته لأن ابتعدتوا عنه كثيرا فلن عن أنهم كانوا يخشون إمكانية التبارل للأساس معي ما هي الاستراحة قصيرة حتى اختطفوني بعد شهر من مخبئ الذي ذلهم عليه خائن في الجزائر العاصمة كان البوليس قد اكتشف وجود منظمتنا ولكنه لم ينجح في نهاية الحساب إلا في إيقاف جزء قريم من ورد الإصدام بدأ أنه تعلم من ذلك أن يتحدث فيه الكفاية المؤامرة وكان بالطبع يتبجج بالتمكن من سحقها وإحباطها في المهد وتملك قادة الحزب كان ممكن أن نتدل ذلك منهم خوف جديد فاتبرأوا من محاولاتنا وفي الوقت نفسه أحاطوني المتهمين معي علما بأنهم يرغبون في أن تدر المحاكمة بلا دجيج لم نمتدل الأمر لأن عملنا لن يكون له معنى إلا إذا ذبرناه جهرنا بوضوح ببواعث سياسية ونتيجة لذلك فقد اتخذنا موقفا كفاحي من ألف هلاياء ومن متهمين حولنا أنفسنا إلى متهمين واغتنمنا محاكماتنا لتقديم الاستعمال لمحاكمة وتمسكن بهذا الموقف الهجومي حتى خارج جلسات المحكمة من السجن إلى المحكمة ومن المحكمة إلى السجن كنا ننشد في جوقة بأصوات رعدية للنشيد الوطني حاولوا كل شيء ندغط والتهديد والعقاب لإنهاء الانشيد وفي النهاية فإن البوليس الذي لم يصل إلى إسكاتنا تدبر أمره لكي يجعلنا غير مسموعين فأحد السيارات السجن بصمت من الدرجات النارية التي ما إن نفتح أفواهنا حتى كانت تأخذ بأمر من البوليس في الدجيج ولكن من حسن حظ أن الدرجات النارية كانت تتوقف أمام عتبة قسر العدالة وإذ كنا ندخل إلى قاعة المحاكمة ونغادرها لا نختلف مرة واحدة عن رفع عقيرتنا بنشيدنا الوطني بحضور القدات لم أشارك أنا بنفسي في الهجوم على مركز بريد وهران ولكني أوحيت به وصرحت بصوت عارم بمسؤوليات أمام القدات وحكمت بثمانية أعوام سجن وعندما انغلقتني البوليد علي وعلى رفاقي تنفس قادة الحزب السعداء كانوا قد تخلصوا من وضعيقين إنهم يستطيعون الآن أن يغرقوا بكل تمأنينة في مباهج وسهم تسويات الانتخابية وكان أول عمل سرع إليه وإلغاء المنظمة الخاصة كانوا يدنون ذلك إلى أبد ثم كان أنشتت بأمر منهم منادلوا قاعدتها وعزلوا واتلوا إلى الهوان وكانوا يحاولون مسؤولين من قسنطين إلى وهران ومسؤولي وهران إلى قسنطين أما الأكثر ونشرة فقد أرسلوا بهم إلى فرنسا أما الموظفون الدائمون الممتزون فقد تركوا عمدا بدون معاش إن سويدان الذي مات فيه ما بعد بطلن أثناء الحرب التحليل الوطني اترى لكي يعيش إلى أن ينحل ذلك عامل فلاحي عند كورونا بالمتيجة برفقة المنادر بوشايب الذي توفيه أما أنا فقد كنت وراء الأبواب لا في زنزانة بل في قاعة وسيمة برفقة ستين منادرا كان بابي سميكا وقطبان حديدة ستزل نفيدته كانت ضخمة ورغم هذا نجحت في الاحتفاظ بالاتصال مع الخارج وهكذا علمت أن فرقة مكونة من المنادرين مصطفى إخليف بوديسة صافي كان يحاولان تهريبي ولكنهما كان يلاقيان من صعب جمع هذه الخطط كانت لا تفتأو تحبط وتعاكس من طرف الحزب وكان على إخليف بوديسة صافي لكي ينجح أن يستغفل في وقت معا تيقود إدارة السجون وتيقود آخر كم كان عسيرا خداعه وهو تيقود حزب الخاص ولكنهما مع ذلك لمنهزمة لقد كان كل منهما منادر استثنائيا مفعما شجاعة وإيمان إن بوديسة صافي ما زال حيا وهو اليوم عدم بلجنة تنفيذية الاتحاد العام للعمال للزاهرين ولكنه خلف أسر غداة نوفمبر 54 وحكم عليه بالعدام وأمروه على المقسلة الفصل الرابع الثورة في نهاية مارس أدارة 52 جاء بوديسة صافي ليوراني في مكان المحادثة بالسجن وبواسطة الحارس ينوراني كيلو من الخبز لم يسلم إلي إلا بعد أن شتر من الوسط مثل ما هي العادة إنه روتين السجون الذي لا يتغير ولا يجدي فقد كان أحد طرفي الرغيف يحتوي على مبرد قوي وشرعنا في العمل بمشاركة 60 سجين سياسيا كنا نعيش بينهم وإذا كان لم يوجد بينهم خائن واحد ليشي بنا فذلك يبرهن على قيمة منادرين في المنظمة الخاصة وعلى عناية التي تم بها اختيارهم إذا كنتم ما زلت أذكر فإن الأخ كيركبان برناصر هو الذي كان يوم بعد يوم يبرد قطبان نافدة كانت تشرف على الباحة فلقد كان ميكاني كيم بمهنة وأتمم مهمته بمهارة الرعا وبينما كان المبرد يفل شيئا فشيئا حديدا الذي كان يفصلنا عن الحرية كنا نحن الستين سجين نرشد في جوقة لكي نغطي دجيج المبرد وكان قد اتفق الرأي على أن يحاول اثنان منا فقط الفرار محساس وأنا كانت الباحة مغلقة بجدار الاتفاع وخبست أمتار تقريبا ولكن هذا الجدار كان مدعفا على بعد صغير بجدار ثاني كان أكثر علوا وبين الاثنين طريق يطوف به خفراء سجن ليلا ولقد اتفقنا على أن نصعد الهارم من السجناء لاجتياز الجدار الأول وبأن يلقى لنا حبل من الخارج لنجتاز الجدار الثاني إن في كل فرار مفاجآة سيئة على العموم وقد اجتزنا بدون صعوبات العقبة الأولى وعندما وصلت إلى على الجدار الأول رأيت بسرور أقوى من أي تعبير بأن الحبل معلق على طول الجدار الثاني في المكان الذي اتفقنا عليه ولكن اكتشفت في الوقت نفسه بضيق عمودا مكهربا عرضوه متر ونسف تقريبا يمتد على الجانب الآخر من الجدار الذي كنت أجتم على قمته وعندئين فكرنا بأنه من المستحيل أن نتعلق بالحبل بأيدينا وننساب معه إلى الأرض كان يجب إذن أن نتصب على الجدار مجازفين بالموت بصدمة الثيار الكهربائي أو بكسر فخد وأن نتصب على عرض متر ونصف على عمق خمسة أمتار لننم لما أنفسنا من على أرض ذريق الخفراء المولدة جربت حدي أنا أولا لأني كنت في ساحات ممتازة ونجحت تمام النجاح ولكن المحساس لم يكن محظوظا فقد التوت رجله وتدور سعيده وعند الهبوط وفهمت وأنا أرفعه بأنه سيكون من الصعب عليه اجتياز الجدار الثاني أمسكت أولا بالحبل وبالارتكاز على الجدار بكرة ساقي على طريقة متسلقي الجبار بلقت القمة كنت أرقص الحبل لشعار محساس بأن دوره قدان لمست أنهر وجهه لأن الليل كان بهيما ولكن بسماعي تلاحق أنفسه أدركت أنه كان في تعب شديد كنت مفرجا ساقي على الجدار وتركت فخدي أتدل معموديه مع الحبل حتى يستطيع أن يتمسك به عندما يصل إلى مستبائه وعند أيدي أستطيع أن ننحني وأمسكه من يده حتى وساعته على السعود ليه وأخير رأيت وجهه يظهر كبقعة سفراء انفصلت من الظلام ورأيت يده على بادي أقل من 40 سنتمتر من كعبي ولكنها لم يفلح في الوصول إليها فسقط إلى نقطة تلاقيه الأولى ومن سماع سفير فاسه المتقدعة في الظلام أدركت كم كان قد كلفه ذلك من الجهد فانحنيت وقلت له في مثل الزفرة أعد كرة أخرى ورأيته مرتين أخرين يظهر على أقل من متر من كعبي ثم يسقط كنت أحس بأني أس لأنه كان ملا مستحيل علي أن أنجده كنت منحن عليه بالقدر الذي يستطيع دون أن نفقد توازني وكل ما كنت أستطيع عمله كان انتدار سعوده إلى فخدي وفي المرة الثالثة قل لي من الأسفل في زفرة أمشي أمشي أحمد أنت نجوت قلت له لا أحاول مرة أخرى أحسست الحبلة يتوتر تحت أصابعي وأدركت أنه يقوم بمحاولات رابعة كنت أشك في نجاحه لأنني لاحظت كيف كان التعب في كل مرة يقسئه أكثر من هدفه ولكن إرادة رجل محاسرا قادرة على المعجزات اندهجت لمرآه وهو يثب من الظلام فجأ بقوة جديدة ويتمسك بكعبي وقد ملأني نجاحه فرحا فأمسكت يده المتصببة عرقا بين يدي وسحبته وفي أقل من لحظة كان جالس الممي على الجدار مستنزفا منثني إلى الشطرين غير قادر على شيء آخر لم يبقى إلا أن نرمي الحبل من الجانب الآخر وننزل إلى المدينة النائمة إن الحرية لم تعود إلى لعبة أطفال كان أستقاؤنا بانتظارنا وكانوا يعلمون أن نفررنا لهم البثاء لأن يكتشف وأن القوات البوليسية ستستخدموا لمرقبة الخطف الحديدية والطرق وجاءت إلى خيالهم أن اختبئ في مكان ليخطر على بالهم البحث علينا فيه عند منادر يسكن على مسافة قصيرة من السجن في بيت صغير تكتلفه حديقة وليسوء الحد كانت زوجة هذا المنادر الحبلة على أبو بالوضع وفي غمال تأثري بمعرفة أننا مختفين عندها بينما كانت الإذاعة والصحافة لا تتحدث إلا عنه ودعت موجودها وديقنا ذلك بشكل مميت ما العمل؟ والاحتفال التقريدي الذي يرافق الولادة عندنا لابد منه إن هناك مجهولان يختفيان بالبيت وإذا أرغي الاحتفال فإن الجنان سيشكون فورا بشيء معه وبعد كل حساب اخترى المنادر إقامة الاحتفال وفكر في إسكنين بكوخ من القصب في أقصى حديقته ولكي يقصي عن الأطفال الذين ينتلقون بعد الأكل لإشباع فضولهم في كل زوايا فقد أعطان للمراقبة كلبا هو أكثر كلابه ذروع إنني لم أرى في جنس الكلاب كله كلبا أقبح وأنبح وأشرس منه كان لابد من يوم كامل من التهديد والملاطفة والضرب لأقول لكي يقبلنا بلكي يتسامح بحضرنا ثم إنه كان يحر كامل الوقت الذي فردنا فيه عليه ملقيا علينا من حين نظرات عدائية كنا لابدين على فراش نوثير نسمع كل ما كان يدور بالنساء من حديث في المطبخ المجاور وكان الأطفال يجولون قريبا جدا من كوخنا ولكن الكلب كان كلما اقترب ويرفع حقيرته بالنواح المسعور وعناه التلتاحبان وشعر رقباته مبشعر لقد كان في حالة نخش فيه أن يرمي بنفسه علينا في سورة غضبه ومما زاد الأمور تعقيدا أن محسسا كان قد أصيب بزوكاما إثناء الفرار وكانت نوابات السعال الرهيب تأخذه من لحظة الأخرى وكنت أراه يستحيل إلى لون القرمز من الجهد الذي كان يبذله لكتم السعال العنيف ولم يستطع إلا أن يقول لي فقط الوسادة وفورنا غطيت على أصهب الوسادة فانفجر بالسعال ومن حسن حد أن الكلب الذي أغاده هذا التصرف المفاجئ انفجر بدوره وعندها أخذ نساء المتبخ يسرخنا ونادينا الأطفال بأصوات تصوم الأدان انتهى الاحتفال وذهب المدعون وأبعد عننا الكلب وعاد كل شيء من حولنا حديان كان شهر مارس أدار يشرف نهايته وكان الربيع قد ودع بالبليدة أزهرا وأطورا في كل مكان وكنا نستنشق أنسام المساء وننتشي بها وكانت الألوان هي التي تسحرنا بالأخص بعد جدران السجن العمياء وساحته التي لا شمس فيها وعالمه الرمادي البحث غيروا لنا المخبأ أكثر من مرة ثم صفرنا إلى جزائر العاصمة حيث أصبحت الضيفة السرية عند عائلات وطنية كم أحب أن يكون في الجزائر عائلات كبيرة من نوعيتها لقد كانوا كلهم كبيرا وصغيرا حتى الفتيات ينادلون ولما عاد السلام مواسرة العائلة العمل من غير أن تستطيع مساريحها الخاصة في أي لحظة وكثيرا ما يتفق أن أزور أفراد العائلات الآن وأن أشرب قهوة عائلية معهم مستعيدا لكريات الشهور ستة التي قضيتها بينهم بعد فراري وكانت إحدى فتيات العائلة تدعى خسيبة وهي كائن جديد بكل إعجاب فهي لا تعرف للإخلاص وهي تهتم الأوم بأطفالين مسيحي لحدية وأبناء الشهداء في الجزائر العاصمة حصل لي الإخوان في المنظمة الخاصة على أوراق المزيفة وبفر لمشاركة مستخدمي الباخرة ركبت كمسافر الباخرة مدينة وهران منتلقة نحو مرسيليا ومنها ذعبت إلى باريس حيث قديت بلأة شهور مختبئة في مسكني صغير مطلن بنهج كادي بممارتر وبالتأكيد كنت في باريس أكثر أمنا مني في الجزائر العاصمة ولكن امتتالي الاندباط كنت لا أخرج إلا لماما فقط من أجل الاتصالات الدرورية وكانت حياتي هادئة ومنطوية وفي سنة 53 التعقد من مصر التي كان الملك فاروق قد طرد منها قبل قليل وكانت بداية الثورة تبدو شديدة صعوبة كذلك بدايتنا في القاهرة لم تكن أقل صعوبة كنت أنا وأصدقائي أن ذاك مجهولين تماما في مصر وكنا نعيش في ظروف جد حرجة إن الفول في مصر مثل الأراضي في الصين وخلال أربعة شهور كان الفول هو أجبة الوحيدة التي نتناولها يوميا وواجبة الفول الجاهزة كانت تكلف على ما أذكر قرشا ساغا وسائلون لم تكن تسمح لنا بأن نقدم لأنفسنا شيئا إضافيا ومع الثوريين المساريين كانت لنا في البداية بعد المصاعب من شاءها تباييرنا اللغوي وما زلت أذكر أنه عندما كنت للمرة الأولى عرض للغاية في الجزائر على الجامعة العربية كان لزمن علي أن تحدث بالفرنسية إن الفرنسية لغة رائعة بالتأكيد ولكن استخدمها في مثل هذا المكان ملاه مفعول الكارثة أي التفضيحة كانت وأي حاجة اجتراء على المقدسات بينما كنت أتحدث أمام إخوة العرب كنت أرى وجوههم تتجنج وتحت تثير الاندهاج لقد كنت أتفهم مشاعرهم العربية هي وسيلة وراءة إخوتنا في وقت معا ولكن هل كانت لي حيلة أخرى في الأمر كنت جزائريا من جماهير الشعب التي غازت في الليل منذ قرون وقرون فنتيهت لغة أجدادها النبيلة وكانت هناك اختلافات أخرى بيننا وبين المصريين لقد كانت فكرتهم خلق وتمويل حركة كبرى مركبة من ثلاث فروع وطنية لتحرير شمال إفريقيا هذه الفكرة لم تكن تبدو لي واقعية إن وحدة المغرب كانت أبعد ما تكون عن تحريق فكيف نستطيع أن نتصرف كما لو كانت قد تمعد ولهذا تترح من البداية المشاكل الدقيقة لقيادة تنزعل العلوطان بينما كان النضال في سبيل الاستقلال في كل من بلدان لمغرب ثلاثة نضال المطرية من الجدال ورفضنا شريحين الاستقال المصريين أسلوب رفضنا وقد اشمأ الزمين وللأمر ولكن فيما بعد أثنوا على وضوح موقفنا ونزاهته كذلك ورفضنا قبول تمويلهم إذ أننا كنا غير متفقين مع معفاهمهم وفي النهاية هم الذين غيروا مواقفهم ووعدون بكل مساعدة ممكنة عندما نعني للثورة ولم نكن نطلب أكثر من ذلك لقد كنا ننتظر على أحرم الجمر ولكن المسالي كان غارقا إلى ذغن في مستنقاعة الجمود لقد كان في الوضع السائد مناقضة لا تذاق كانت الوضعية في تونس طورية وكذلك كانت في المغرب وأما الجزائر فقد كانت بلا حراك إن جناحي المغرب كان ينتفدان أما جسد الطائر الكبير فقد دل هامدا خلال شهور كان اتجاه متسلوب في الحزب يبدل كل ما في وسعه ليدفع الاتجاه الرخوة إلى العمل وفشلت كل مساعية لأن المساليين الذين أداروا ظهورهم للتاريخ لم يعودوا يحلمون إلا بالانتخابات في خريف 54 اجتماع قادة المنظمة الخاصة في سويسرا وقرروا خارج أتر حزبي وبدون علمه الشروع في العمل لم نحدد يوم لشن العمليات لأننا كنا نريد ربط رأساء الداخل بتاريخ المحدد وهم الذين على ضوء دوء الداخلي اختاروا غرة نوفمبر في الواقع بدأت الثورة الجزائرية مسلحة بقليل جدا من السلاح 350 أو 400 قطعة فقط من البلدق الإيطارية وصلت من ديبيا ولقد وجدت المنظمة الخاصة عانتها شديدا في إدخالها الجزائر بطرق ملتوية من ترابلس إلى غدامس ومن غدامس إلى بيسكرا ولقد نام هذا السلاح أكثر من عام على هذه الأرض الجزائرية التي كنا نريد بعونه استعادتها كان يستخرج من الأرض في آماد متدمة لينظف يودهن ثم يلفه من جديد في الخرق ويدفن في مكان جديد ولم يكشف أي من مخابئنا قد ولم تقع عية خيانة وعندما أن الأوان وزع هذا السلاح في كل مكان تقريب من البلاد وبالأخص في الأولاس الذي كنا نريد أن نجعل منه الحسن الأساسي للثولة بيد أن أي قطعة السلاح لم ترسل إلى عملة وهران لأن أستقان المغربة وعدون بأن يزودون به وضرب الموعد في مكان ما من الريف وفي الوقت والمكان المعينين حضر لجلنا ببغارهم وانتظروا أيام طويلة لكن أحد لم يحضر وعادت قافلتنا بخفي حنين عشية غرة نوفمبر واستور على المسؤول المحلي كبير لأس ولم تعود لديه الوسائل ليخبر رسالة داخل بخيبته المريرة لأنه كان يخشى أن يظهر في عينه بمظهر الجبان ولد شرع في الهجوم يوم غرة نوفمبر الوسائل التفه التي كانت لديه وترك حياته في ذلك الهجوم كنا نعلق على غرة نوفمبر نتجتين إخداهما عظيمة الأهمية وبعيدة المدى هي جعل الشعب الجزائري برمته يلتف حول عمل شدته أقلية نشيطة ونتجة الثانية كانت تعود لخطأ متوقعة من الخصم ولقد ارتكبها كما كنا نأمل وحسننا منها على ربح عظيم لم نكن في الواقع نجهل أنه في حالة ضربة قاسمة لن تتأخر الحكومة الفرنسية عن حل حركة انتصار حرية ديمقراطية وسجن مسؤوليها وذلك بكل ارتياح حينما فعلته وهكذا خلصتنا من سلسة دستسين كانت تحسبهم شركاءنا وكانوا في الحقيقة يضايقون على نحو الرهيب أعملان بالبلبلة التي كانوا يشيعونها في أفكار الجماهير وهكذا بفرل الخصم أصبحت جبهة التحرير الوطني التي أسستها المنظمة الخاصة في غرة نوفمبر هي القوة السياسية الوحيدة للجزائر وعندما استبدل السوستير باليونار أدرك هذا الأخير مدى الهفوة التي التكبها أسلافه فأفرج فورا عن بعض المسؤولين وأبقى على حسب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري الذي يقود به فرحات عباس وأجر اتصالات مع رؤسائه وفكرة السوستير كانت أن شجع بطلق غير مباشرة حركة قومية معتدلة تحبذ مثلنا نفس الأهداف ولكن بالطريقة قانونية انتخابية لقد كان مشروع دكيا ولكنه فاشل لسببين أولا لأن قدات القومية المعتدلة الانتهازيون بطبعهم لم يتخلفوا من أجل تقطية أنفسهم على الاتصال بنا ولم نتخلف من جهتنا عن نفهمهم بصرامة بأن اللاعبهم السياسي لنتسامح معها إلى في الحدد التي يمكن أن تخدمنا وثانيا لأن أعلن ثورة في الشمال القسنطيني يوم ذكر خلع محمد الخامس في عشرين نقاب خمسين وخمسين بعد عام من دراع قارة نوفمبر برحن الرأي العام الجزائري بأن جبهة التحليل الوطني أبعد ما تكون عن التلاشي بل إنها نجحت في توسيع وتكتيف عملها وفورا استخلص القوميون المعتدلون العزة على سوستيل كل نتائج المرغوبة وبينما كانت الثورة تنمو كنت مع أصدقائي في الخارج أنظم دعم العمليات بالسلاح وبناد خوراة نوفمبر لم تكن تستطيع أن تدعم طويل حرب العسابات كانت مهمة الحصول على ساحة أكثر جدية من الأقطار العربية وإدخالها للجزائر وإذا كانت مصر قد مدتنا منذ البداية بمساعدة عظيمة فإن كل الأقطار العربية بدرجة أقل قد ساعدتنا وأقول لك الأقطار العربية في ذلك الأقل تقدمية مثل الأردن العربية السعودية إن الملكة دينا جذابة أعارتنا يختها لنقل السلاح إلى الساحل المغربي وفي البداية كانت هذه الإعارات إذا تجرات على القول بغير اختيارها ولكنها عندما أقف الإسبان عمال اليخت واحتجزوه إدرى عمليات قاموا بها اضطرنا الأتراف للملكة بأننا قد استعملنا يختها جميل وفورا عفت عنه وشرعت في العمل عن طيبة خاطر وطلبت من الإسبان تحرير السفينة وحموله مؤكدة لهم أنه بأمر منها وعلى هواها كان يختها يتجول بدونها على مسافة 3000 كم من مرفع الارساء كان اليخت يدعى بنفس اسم الملكة وكانت سفينة عجيبة وقد استدم في قلب الليل بكثيب من الرمان في خليج صغير بالساحل المغربي كان ذلك في فبراير 1955 كان المساء باردا وكان البحر طميا وقد مد حبل من السفينة إلى الشاطئ وتعار رجالنا وتوالي ليل ظلوا ينقلون صنديق السلاح الثقيرة من اليختذين إلى الأرض اليابسة غارقين إلى استضار في الأمواج المتلجة كان المنادلين من مغنية وتلمسان اجتد الحدود قبل 15 يوما وظلوا ينامون على الأرض مشتتين عند سكن الريف الساحلي كانوا يرتجفون من البرد وكان الصندوق مثبتا بالتوازن على الرقبة بيد واليد الأخرى ممسكة بالحبل وكان كل واحد منهم يقطع في كل مرة 200 متر في هاجر بحري عنيف لم يكن هناك قمر وإذا تركوا الحبلنا فلنبقى لهم الاتداء إلا الدوء القرير متقطع المنبعث من القندين الكهربعي أصيب بعض المنادلين بجروح وفقد آخرون سلامت بعض أعضائهم وقد أصيب بعضهم فيما بعد بداية الرئة ولكن ما أنطلع الفجر حتى كان يخطوق الأفرغة شحاناته والأسلحة قد دفنت الأرض وفي صباح اليوم التالي أمر الفلاحون الريفيون قطعان الغنم على رمال الشتى لمحو الأثار ولكن الأمور سات عندما شرع في تهريك الاخت لأن البوليس الإسبانية تدخل في الموضوع فاكتشف غواسون في القار مما قدمت سفينة حربتين بندقية من تراز المزير وكما سبق أن قلت فإن عمال السفينة يوقفوا ولكنهم انطلوا على السر كما تنطوي المحارة واستمر البحث عن من الطرف الإسباني بغير اكتراث كبير وإذا كان تدخل الحازم من طرف الملكة تدين لم يقنع جلال البوليسي كل الإقناع فقد مكنهم على قل من دريعة كانوا يبحثون عنها لحفظ القضية بعد عملية الإختي دين تمت عملية أكثر أهمية بكثير كانت أخرى هما قد نفدتها سفينة حربية مصرية ولم يعد الأمر يتعلق بمنادق الموسكينتون ولكن بمنادق الرشاشة والرشاشات ومدافع الهون البازوكا وقذايف اليد الدفاعية وكميات كبرى من الداخلة الحربية أسلحت من نوع ألماني وإنجليزي كانت في معظمها جديدة وعصرية ومتقنة وبفضل هذا التسليح استطاعت الثورة الجزائرية تتقدم إلى العمل يوم الثاني من أكتب الخمسين وخمسين في جهة وهران الجهة الوحيدة التي بلقيت حتى هذا التاريخ توصف بأنها هادئة تماما في تقرير العدو وبعد قريء انثرت جبال الوان شريسة بدورها ومعد الزمن الذي كان فيه القسم يأمل القفي قهر الثورة بعزل الأوراس وغدت الآن جبعة التحرير تخض المعارك في كل أنحاء الجزائر الثائرة وفي طول الشمال الإفريقي كانت الجماهير العربية قد حملت السلاح لأن ثورة جهة وهران كانت قد مظلمة بالاتسال مع الثور المغربة الذين كانوا يشنون العمليات في الريف بل إنهم أرسلوا بكتائب في اتجاه تازو الأطلس إذا كانت ثورة الشمال القسنطيني قد حبتت منوارة سوسيل فإن الانطلاق المثير يوم الثاني أكتوبر من نفس العام لجهة وهران والريف قد حبت منوارة جراندنفال بالمغرب واضطر الخصم خشية من خسران كل شيء إلى الاستسلام فأسرع لإعادة محمد الخامس إلى عرشه ومنح المغرب لاستقلال في نطاق التكافل لقد ولد استقلال المغرب واستقلال تونس أيضا تأثيرا عميقا الجزائر فمن الناحية السياسية بات من المستحيل حرمان الجزائر بما حصلت على إيجاراتها ولكن إيقاف إطلاق النار في المغرب من جهة أخرى طرح علينا مشكلة خطيرة إن الجيش الفرنسي من الآن فساعد المطلق اليدين لنركز علينا عمله وقد كانت السراتيجيات ترتكز على تشتيت قواه في كل أنحاء المغرب وعندما حل السلام بتونس المغرب أصبحنا وحدنا من الآن لذين نقاوم مهاجمات أسلحته إننا نستطيع أن ننفي أن بعض المسؤولين الجزائريين في ذلك العهد شعروا بالمرارة لقد انتشرنا من النار في السوق الإستقلال وإخواننا كانوا على حدود يتأهبون الأكلة ولكني فكرت بأن الغضب لم يكن يجديه بل بالعكس كان ينبغي أن نحصلنا على الوضع الجديد على أقسى ما نستطيع من المزايل الجبهة وذهبت لمقابلة محمد الخمس في مدريد ووجدته رجلا بسيطا ذكيا في مؤتها النزاحة ومهتم كثيرا بعواقب إيقاف الإطلاق النار المغربي علينا وقد أبالغ بعض الشيء إذا قلت أني شعرت لديه بنوع من تأنيب الضمير في عقنا هذا الإحساس يشريفه كثيرا لأنه فيما يخصه لم يكن له شيء يأخذه على نفسه وانتهت محادثتنا بالنتائج هامة لقد وعدنا محمد الخمس لغيبة المساعدة الأسكرية المباشرة بمساعدة كبرى لقد أعطانا فيما أعطانا تأكيدا صريحا بأن تكون الحدود المغربية في كل لحظة بالنسبة لنا حدودا صديقة وممكنت العبور دخورا وخروجا للأسلاحة والرجال بيد أنني وصلت أرسال السفن المحملة بالسلاح إلى الساحل الريفي بحضود في النجاح مختلفة ولكن أي منها لم يكن من نسبة سنة نكبة كما كانت سفينة لاتوس التي اختفتها كما هو معروف للبحرية الفرنسية لقد كنت أقدر أن هذا النشاط القسرية القوي الذي يترتب من هذه العمليات لن يمر علي بدون مفاجآت وأخطار غير أن العجيب أن المتاعب لم تأتنى من المخابرات الفرنسية بل من رجال المخابرات الأمريكية لأنه فيما أعتقد وجدون جذريين أكثر من اللازم لذلك أنشاء في ليبيا بالاعتماد على بادل عناصر المعتدرة في جمعية العلماء وفي حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري شبكة تحت قيادة أمريكي المسلم تعمل بإزاء شبكتنا كان المخابرات المركزية الأمريكية هي الأخرى بكل وضوح هدفان تسليح القوميين الجزائريين لدى فرنسا التي كانت حليفتهم في الحيف الأطلسي وذلك لتقطف منهم غداة الاستقلال ثمار مساعدتها ومن جهة نقر دعم المعسكر الجزائري المحافظ على حسب الجزائريين المتهمين بالاشتراكية لا هذا ولا ذاك من الهدفين قد نجح وإذا كانت الشبكة الأمريكية تشتري في الواقع السلاح بكميات غير كافية طبعا وقد نجحت مرة أو مرة في إدخاله للجزائر فإنها كانت تسلمه لأناس ليست لهم أي ترابة في القتال وإنما كان فور تسلمه يدفنونه للأبد إلا أن هذه الشبكة بالنسبة لنا كانت بالعكس تذايقنا بشكل وبيل ذلك أن عناصر هذه الشبكة كانوا ساقبين وثرثارين ومتعفلين ومثقرين بالدولار ويعيشون بالإضافة إلى ذلك حياة المسرفة وبذلك تمكنت المخابرات الفرنسية من رصدهم بسرعة وبحماقتهم تمكنت هذه المخابرات من اكتشاف شبكتين من شبكاتنا بروما وليبيا هؤلاء الهوات كانوا يحرقوننا فقررت أن أدخل في العمل لدهم وقد التقيت في روما بالأمريكي المسلم الذي كان يقود الشبكة وخلال مشهد عنيف حددته بتصفية شبكته درما تستوقف عن العمل ولكي أبرهن له إني لأمزح حبست الرجال الذين كانوا يعتبرون بأمري في المغرب ولم أطلق صراحهم إلا بوعده الصريح بالكف عن الظهور بينما كنت أطارد الشبكة الأمريكية كنت أنا نفسي مترد من مصارح المقابرات الفرنسية التي ظهرت المرأة الأولى في القاهرات في أوائل سنة ست وخمسين كنت في مكتب الصغير بصدد مكلمة تليفونية عندما دخل علي الشويش بيده ترد ورفعت رأسي ما هذا إنه ترد باسمك حمله إليك تاكسي من سيومي رامس كان اسمي طبعا اسما مستعار يعرفني به قليل جدا من الناس في القاهرة هل استائقوا هنا؟ أيوة إنه بالأسفل ينتدر بخشيش آطه إياه سلمه الترد وقل له أن يعيده لمرسل افعل بسرعة ولكن القنبلة كانت زمنية بكل دقة وأحكم فلم يكن التاكسي يقطع مئة متر حتى انفجرت بذوي مرام وعندما وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث وجدوا الصندوق الخلفية للسيارة معلقة بشرفة في التابق السادس أما السائق البائس ضحية بريئة لحرب لا يعلم منها شيئا فلم يعثر من جسمه إلا على بعد الحطام وبعد هذه الحادثة قال لي صديقي محساس الذي كان مسؤولا عن الأمن يجب عليك كليا أن تحافظ جيدا على نفسك أنك متغافل عن نفسك كثيرا ليس عندك حتى قطعة الصراح وبعد هذه الكلمات أدخل في جيبي مسادسا ورفعت كتفي مسادسا ضد قنبلة ولكن احتفظت بالسلاح وتركت مصر إلى ليبيا بدون أن أشك في أن فخان آخر ينتظرني في ترابلس إن ليبيا أحب قطر عربي إليه باستثناء الجزار طبعا وقليلات هي الشعوب التي كانت تبدو لي جذابة مثل الليبيين إنهم بسطا أذكياء ودودون وأستطيع أن أقول إن حلوة التقس سابت إلى أرواحهم إن أذل مشتوها عندما أفكر فيهم وفي رطفهم الذي لا يندب لهم عين وفي قدرتهم الرائعة على الصداقة وفي تهارتهم أيضا لأنهم عاشوا بعيدا عن قلاق العواسم الكبرى فإن الفساد لم يجد إليهم سبيلا وحتى البرجواسيون الرجعيون في ليبيا يملكون طريقة ما في التصرف تجعلهم من بعد الجوانب للتفا عندما عدت إلى ليبيا بعد الاستقلال خاصني الليبيون باستقبالي لأنساهما دمت حيا لقد غمروني بلطفهم وكرمهم فلم أعرف كيف أبرهن لهم عن صداقتي وحبي وقد قلدوني لقب دكتور الشرف من جامعة بنغازي وقد كنت نصف متأثرين ونصف ضاحك وأنا أذكرهم بينما كنت أعانقهم بأن كل ما عندي من الشهادات الفرنسية هي الشهادة الابتدائية متاع خفيف لقلب جد تقيل ولكنهم لم يريدوا أن يصغوا إليه وأصبحت دكتورا شرفيا بفضل شعب من أكثر شعوب العالم لطفا حبا كنت في ترابلس سنة ستين وخمسين عندما تترك لي مواعيد قريلا من الوقت أذهب للنسة في الحديقة الكبرى بالمدينة وفي هذه الحديقة أعطيت مواعيدا قبل الواحد من نظامر أربعة وخمسين بأيام قريدة لمصطفى بن بلعيد الذي أصبح فيما بعد القائد الكبير لثورة الأولاس ولما كان بلا أوراق هوية فقد كان عليه أن يمر على جنوب التونسي ويمشي في الصهراء ميت من العجب طوال أيام ثم وسل مستنزفا ورجلاه دميتان وفورا أتقلته السلطات الليوية وعلمت بذلك وبعد زمن قليل نجحت في إطلاق السراحة وقضينا مع العشرة أيام لضبط قطتنا كنا نحن الاثنين جدا فقرين إلى حد أنه لم يكن لنا نسارون للأكل غير حديقة ترابلس الكبير وكل ما عندنا من طعام كان قليلا من الخبز والعنم ولكن قلبين كان عمرين بالإيمان بميلاد عالم أفضل عاد بن بولهيد لمقابلته في أوائل 55 ولكن هذه المرة أوقفه رجال الدارك التونسيون وخلال المعركة للتخلص قتل واحد منهم وفروا لكنهم أدركوه وسلموه للسلطات الفرنسية التي حاكمت عليه بالعدام ونجح لست أدري بي معجزة في الفرار يوم الرابع من نوفمبر من نفس العام والتحق بثوراه بالأوراس ولم تكت تمضي بدأة شهرين كان خلالها مهتما بإعادة تنظيم فرقة حتى جاءه الفلاحون يحملون إليه جهاز إرسال كانت احد الطائرات الفرنسية قد أسخدته خدع بعيدا من مركز عسكري وكان جهاز الإرسال محشوم البولاستيك المتفجر فمزق بن بولعيد كنت أتنزه حزينا في الحديقة حيث تغذينا بزهد قبل عامين كنت أتذكر صفاء بن بولعيد وقوته الروحية وصبره أمام المحنة ولم أكن أشك مطلقا وأنا أستعيد ذكر المجاهد الكبير الذي اختفى أن الموت كان معي على موعد في نفس اللحظة بترابلس كان اليد الحمراء اسم وكان لها وجه إنها تدعى جاندافيد لماذا جعل هذا الرجل الذي كان كرولنا فرنسيا نعيش في تونس نفسه في خدمة اليد الحمراء الفرنسية ولماذا قبل مهمة قتلي إن الذين يستعملونه ويستطيعون وحدهم اليوم أن يقولوا ذلك لنا سواء كانت اليد الحمراء أما لم تكن فرع من الاستخبارات الفرنسية فقد جعلت الناس في ذلك العهد يتحدثون عنها كثيرا ونجحت في القيمة ببعض المحاولات ذا منادرين بألمانيا على كل حال كان جاندافيد قتالا كفئا لقد كشف عن ذلك البحث وقد نظم محاولة اغتيالي بعناية كبيرة خلال ست شهور لأنه نظر لعلاقاتي مع الحكومة الليبية فقد كان يظن أني محروص وهو ما لم أكن هذه العلاقة كانت موجودة والمساعدة كانت حقيقية ولكنها كانت تعطلانا في سجيئة المطلقة لأن ليبيا كانت ما زالت تحت النفوذ الأجنبي ورئيس الشرطة كان إنجليزيا كان علي أيضا أن أعمل في شروط السرية التامة وأن أمر متوارع عن دار جميع بما في ذلك البوليس ومصالح الأمن الليبية ظل جاندافيد حدر خطته مدة ست شهور مقدما نفسه على أنه نائب دار تجارية وكان ليفتأ ويتعرض بين تونس وليبيا وقد عودت جمالك الليبية والبوليس الليبية على رأيته يمر بالليل والنهار في سيارته دائما متأدبا ودائما بشوشا وأخذ الليبيون بالأطافة هذا الأوروبي وبالتعود إذا جزى القول على مروره المتعاقب بدأ يعفونه شيئا فشيئا من الإجراءات الطويلة التي يفرضها للجنبي الراكب للسيارة عبر الحدود وهذا التعود كان بالنسبة لجاندافيد أهمية لأنه بعد أن يدرب دربته كان عليه أن يفكر في أمنه وفي العودة إلى تونس بأسرع ما يكون هناك عواصم لا يستغرب المرء أن تصبح أوكارا مغلقة للعملاء السريين ولكن ترابلس لم تكن في إعداد هذه العواصم فلا شيء أكثر هدوءا من هذه المدينة المحبوبة إنها تستطيع دائما أن تستغني عن البوليس لأن الناس مسالمون كنت أسكن في فندق جد صغير ولكنه نظيف يدعى أكسل سيور وكان صاحب الفندق ينام مبكرا ولم يكن الفندق محروسا بالليل إلا من حارس لا يحرس إلا قليلا كما كنت أعود لأنم في ساعات متأخرة لأني كنت أحدد مواعيدي مع الليل كنت أجده دائما غافيا خلف المنددة في ذلك اليوم عندما عدت إلى الفندق حوالي ساعة الواحدة صباحا رأيت سيارة وقفة من الفندق وعرفت منها أنها كانت سيارة أوروبي نقطعت بالتريق في نفس الأمسية عندما كنت خارج من الفندق ولاحظت خفيتا أن الكرسي الخلفية كان مملوئا بالحقائب كما لو أن صاحب السيارة كان يستعد للسفر كان الحارس بالتبيعة الحال نائما فأخذت مفتاحي من غير أنواقده وسعت للتابق الأول وفتحت بابي وأمررت يدي من انفتاحات الباب القليلة لإنارة الغرفة وأدرت الزر ولكن شيئا لم يرأ فكرت القنديل محلوق وتقدمت خدوة للدخول إلى الغرفة وفي هذه اللحظة بذات شعرت في أعماقي بإشارة الخطر الخفية التي تندرنا غريبا بعد ربع الثانية الأخير بأن خطر نهددنا وتوقفت ربما كان مهاجمي قد حس بترددي لأنه لم يكن ينتظر أن أعود فأغلق الباب ثم درب ولكنه درب قبل الأوان لا على رقبة كما كان ينبغي أن يفعل ولكن على جانب الرأس كانت دربة رهيبة ولكن لم أسقط ولم أفقد وعيه وشدت جمع يدي في اتجاهي فدربته ودربني هو الآخر أحسست بأني أوشيك ونتلاشى وفكرت في مسدس محساس فتراجعت ومبتحت على الأرض ثم أطلقت النار أطلقت شحنة بكاملها في اتجاهي دون أن أصيبه وأعتقد أنه أطلق النار أيضا لأن زجاجة نفيدة التي كانت خلفي قد تطاير شذايا وكانت الثلقات تذندم بقوة تصم الأدان ورأيت هيكله ينسل في الضلاو من زاوية الباب المضاء وأدركت أنه يلوذ بالفرار وقفت مترنحا وأحسست بسائل حار يسيل على وجهي ودون أن أفكر بأنه لم يعود عندي ولا تلقة واحدة لمسدسي لاحقت بخصمي وأدركت درج وما إن ودعت رجلي على درجة الأولى حتى سقطت مغشي علي ورحت أتدحرج إلى أسفل وأشعرت جهاز مختص بالتليفون فأقيم سد في الطريق ولكن جين ديفيد هاجم على السد فابتعد رجال الدرك ومر ولكنه ارتكب خطأ إنه أحسن الظن كثيرا باللطافة الليبية فعلى بعد بضعة كيلومتر أيت من الحدود أقيم دونه سد آخر وأرد أن يجتازه بالقوة مثل السابق ولكن الرصاص انهال عليه فسقط قتيلا دمت جراحي وعرجت وشفيت بسرعة لقد منحني قدر وقف التنفيذ ثم أنذرت بالخطر في روما ولكن لم يحصل شيئا خطير لقد كنت أحمي نفسي بحركتي الدائبة لا أبقى أبدا طوين في مدينة واحدة وجل الوقت كنت لدرورة إرسال السلاح أن تقل من مكان إلى مكان حتى أني أستطيع القول أني أمضيت حياتي في الطائرة بلا أدنى مبالغة كنت في الأجواء بلا انقطاع في مكان ما بين القاهرة وترابلس ورما ومديد وتتوان ومازلت أذكر بأن عندما كنت أجلس على مقعد الطائرة وأشد حزامي أفكر بأني هنا على الأقل سأتمتع بالسلاح وسأكون لبدء ساعات في أمان تم كنت مخطئا والمستقبل لمتوان عن إفهام ذلك الفصل الخامس الأسر قبل أن أتحدث عن اعتقالي أريد أن أعود قليلا وأستعيد نتائج سياسية الخطيرات التي نتجت المؤتمر السومام لا جدال في أن المؤتمر حمل للثورات أبنية ونظاما مرتبيا وتنظيمات كانت جميعا مفقودة ولكنه حمل إليها أيضا وفي نفس الوقت جهاز بيروقراطي وورقي انفصل شيئا فشيئا عن واقع النضال وكانت غلطته بلا خصه أنه أدخل في تنظيمات القيادة شخصية سياسية كانت على طول الزمن تعارض بالدروات الانتقال إلى النضال المسلح والتي لم تخشى قدادة نوفمبر أن تجيب علنية عملنا بيد أنها مع نجاح أسلحتنا ودعوة جبهة التحرير المؤتني المؤثرة تطور هؤلاء الانتحازيون للأبد وقفزوا الآن في القطار السائل لننتفع بهذه الثورة التي احتقروها في البداية إن اللبلوبة الفكرية والتناقضة وانعدام البادئة الصارمة والاستراتيجية الثورية المدروسة كلها تربعت على رأس جبهة التحرير الوطني وأسرون بعد بيعة شهور من المؤتمر ترك المجال حرا لسياسيين مصابين بمرض الطفولة اليساري أو محافظين لم يكن لهم في الواقع يستعدد لقيادة الثورة وهكذا ارتكبوا في قيادة الحرب الثورية أخطاء شبه كارثية ولم يعرفوا تقييم دور كل من المدينة والريف تقييما صعبا في قيادة حرب العصابات لم يدركوا أن سكان المدن بما أنهم يعيشون مدمجين في العدو انسح القول ومختلطين به ومتواقين بجهازه القمعي الدخم فإنهم بأي حال من الأحوال لم يكونوا قادرين عن الانتفاض الجماهيري عليه من غير أن يعرضوا أنفسهم لسحفه وشبكاتهم لتصفيته وأجهزتهم لتهديمه ومنادليهم لقتله وسجونه وإنهم لم يدركوا هذا فإنهم في حركة جنونية أمروا بشن معركة الجزائر العاصمة ضد فرق جيش الاحتلال وكما هو معروف فقد انتهت المعركة بهزيمة ساحقة لنا فأطاحت بتنظيمين البلدي وامتد تأثير هذه الهزيمة الريف في عزل وأدعف حرب العصابات فيه ثم تأجراء آخر يحمل طبع المزايدة اليسارية الزائفة الدراب المدارس ففي يوم معلوم انسحب تلميذنا من المدارس الفرنسية امتثال لأوامر جبات التحرير الوطني وتوقفت البتن عن متبعات دروسهم واجتياز فحوصهم في الجامعات الفرنسية إنه إجراء آخر لم يدائق الخصم ولم يدر به في شيء وإنما أدر بنا نحن درا عميقا إذ في اللحظة نفسها التي كانت فيها حاجاتنا للإطارات المتعلمة تزداد أفقد هذا الإجراء تلاميذنا واتربتنا وبنتيجة الدولة الجزائرية المقبلة شهورا سنوات من العمل لكن المأخذ لأشد خطورة الذي أوجهه للتنظيمات القيادية التي أوجدها مؤتمر السمام هو تركوها الولايات بدون سلاح وبدون أدوية وبدون نقود أعرف تماما أن شبكات الخطوط المنكهربى جعلت الوفاء بهذه المهمة بالطريق البر أكثر صعوبة ولكنه بقي تهريب بطريق البحر ومئات الكيلومترات على السحل التي كان يمكن استغلالها لتموين الثورة لقد أصيبت الولايات التي كانت متروكة محرومة من السلاح ومن التدريب بانهيار كان من ممكن ترفيه فانتوت على نفسها بدون رابطة اتصال بالخارج وأحيان بدون رابطة اتصال فيما بينها وظلت تعيش في اكتفاء ذاتين في جهات أخذت تعتبرها اقتعاد حيث انتهى الأمر ببعض القوادات العسكريين لابتساب عقلية الاقتعاين أو رؤساء الاستبات مهما أدن الولايات وعواقبها الوبيلة عند الاستقلال فإننا لا نستطيع أن في القول حقه عندما نقول أن المسؤولية الأولى في هذه التصرفات الشائنة لا تتحملها الولايات نفسها التي كان لها على الأقل فضل خارق للعادة هو مواصلات النضار في ظروف عصيبة بل يتحملها جهاز بيروقراطي تكرس لعمليه الدولي والمنافسات الشخصية ولم يعرف اهتماما كافيا لمحاربي القاعدة أعود الآن للحديث عن أسري ففي يوم الثاني والعشرين من أكتوبر ستين وخمسين دلت الطائرة المغربية التي كانت مخصصة للقل المسؤولين الهمين بالخارج وأنا نفسي من الرباط إلى تونس دلت طريقها بمشاركة قيادتها الفرنسية امتذل الأمن أنفذ إليها بالراديو من قيادة أركان الجيش الفرنسي بالجزائر ونزلت الطائرة بالعاصمة الجزائرية وكانت بانتظارين أسرب من المصفحات وأفواج من الدراكيين هذه هي الوقاع ولتثمينها فإنه من الدرورية ودعوها في مكانها من المدون الأساسي لتلك الفترة كنا دخلنا في تسلعات مع حكومة الرئيس جيمولي منذ عام لمحاولة ودعي نهاية لحرب الجزائر باتفاق تتفاوض عليه وقد أجرينا خمسة من هذه الاتصالات واحد في القاهرة واثنين في بلغراد واثنين في روما وفي آخر موعد في روما استغرق جزء من شهر سبتمبر أجلو ستة وخمسين لم يكن مفاويدا السيد كومين إذا لم تخني ذاكرة عضوا في الحكومة الفرنسية ولكنه كان سكرتيرا مستعدا لحزب الاشتراكي لفرنسي لقد كان إذن وثيق السيرة بالرئيس جيمولي وقد تسلم منه كل التفويدات الضرورية في سبتمبر انتهينا آخرا الاتفاق وقررنا أن يعود كل منا إلى بلده لتوقعه بصورة نهائية وبعد ذلك نعود إلى روما لإتمام الفوضات بصورة فعلية وعلنية وكانت عودات كل منا إلى بلده تعني بالنسبة لنا الحصول على إذن بالمرور لإثنين منا ليدخل إلى الجزار ونحيط منادري الداخل علما بالشروط التي قدمت لنا واندهشنا لرئيس حكومة جيمولي تتردد كثيرا إنها بوضوح لم تكن متأكدة من جعل عسكريها يأتمرون بأوامرها بيد أنها استجابت لإلحاحنا وعدتنا بإعطاء جوازات مرور كنا إذن نفكر أننا على أبواب السلام عندما دبر لكوستو العسكريون بدون علم الرئيس جيمولي هذا العمل الأصوصي العالمي الذي دعوه دربة الطائرة ودعو الحكومة الفرنسية ماما الأمر المقدي وضعفا منها قبلته وهكذا استسلمت أمام العسكريين دفينة بيديها السلام الذي ترقب فيه ومدينة في الوقت نفسه إلى أمد معيد المؤسسات التي انتجتها كم من دماء وآلام كانت تتذخر لو كانت أكثر حزما كان الجزائريون سيقتصدون ستة أعمل من الحرب ومن الخصائر الفادحة التي سببتها لهم وفرنسة من جهتها كان يمكن أن تتفادى الحزات الرهيبة التي قادتها إلى شفى الخراب الذي تكاد لا تنهض منه إن تسلسل الأسباب التفيهة ظاهرية التي تفسر ظهورنا في هذه الطائرة في الثاني والعشرين أكتوبر ستين وخمسين جدير بأن يرسم ثانيا ففي إذن محادثات روما مع رسول الحكومة الفرنسية تم الاتفاق على أن نعقد في تونس العاصمة اجتماعا تشارك فيه دول أفريق الشمالية الثلاث فبدافع اللياقة والصداقة كنا نرغب في أن نخبرت مغرب تونس الذين سند جهود الثورات الجزائرية بشروط السلام التي عرضت علينا عقدنا سلفا اجتماعا للمسؤولين في مدريد وأثناء قامتنا بالعاصمة الإسبانية قدم إلينا رسول مبولاي الحسن وعلمنا بأن السلطان يرغب في رؤيتنا في الرباد فيما يخصني على الأقل لم يستررني مشروع هذا السفر فقد كان المغرب ما يزال تحت احتلال الفرق الفرنسية واليد الحمراء التي شهرت نفسها فيما بعد بارتكابها على ترابه اغتيالات شهيرة كانت قد برهنت على نشاطها القوي ورغم هذا كنا نشعر باحترام للسلطان أقوى من أن يجعلنا نتملس من دعوته وفي الرباد اتفقنا على أن نذهب إلى تونس برفقة محمد الخامس لنعقد ندوتنا المغربية إذا كانت الطائرة المغربية فإن قيادتها كما سبق كانت فرنسية ولكن حضور ملك المغرب في الطائرة نفسها بدلنا أنه يشكل ضمانة كافية لكنه لسؤل حد أشعلنا قصر بأنه لعدم توفر المقاعد فإننا لم نكن نستطيع أن نصعد في الطائرة صاحب الجلالة وبأن الطائرة ثانية ستدع على ذمتنا استعدت كثيرا من هذا الخبر ولكننا كنا في يوم 22 أكتوبر واجتماع تونس العاصمة كان محدد ليوم 23 أكتوبر لم يكن الوقت يسمح بالقدم إلى تونس عن طريق مدريد فقبلنا اقتراح القصر كنا نتصور في ذلك العهد أن السلام كان على أرواب وأن الحكومة الفرنسية التي كانت تبدو شديدة الرغبة في إمضائه لا تستطيع أن ترتب تخريبه بالسماح لعملية تذبر ضدنا وهذا ما كان في النهاية خطانه لقد بلغنا في تقدير حكومة الخصم في التحام وولاء الوزراء والعسكريين رئيسهم وكفاءة هذا الرئيس في جعل أوامره تسمع وتطاع كنا نعتقد بأنه كانت لنا على كل الأسباب باعثة على المن ولكن الغريزة وهي في مثل هذه المواقف أفضل مشير من العقل لم تدعني في ارتياح وفي اللحظة التي كانت فيها طائرتنا التي تساقلنا إلى تونس تقلع من مطار ريباط أحسست بتخوفين وهمست به إلى خيدة فأخذ في الدحك قائل لي في لجاجة أوه أنت إنك تستحذر دائما وأعتقد أنه أخطأ هنا لأنه ليس من طبيعة أن أكون دائما على الحذر فرغم أني أحمل مسؤولية ثغيلة وإنني هدف لأحقاد كثيرة فأني أبعد ما أكون عن الحذر الكافي الذي يجب أن يكون عندي في تلك اللحظة مع هذا كنت حذرا ولكن بعد فوضة الوقت ازداد تخوفي في الطائرة عندما لحظت تصرف المذيفة ولما وصلت وضعت مسدسي في علبة المقعد الذي كان أمامي ولست أدري ما إذا كانت قد حرأت حركتي ولكنها درت لحظة طويلة حولي ثم انتهت بوضع يدها على قفل السريع للعلبة فأوقفتها قائلا لها بخشونة أتركيه لقد وضعت هنا أشيائي فانتصبت في التراب شديد ودون أن تنبس بمنتج فانترقت نحو غرفة الطائرة وأدركت أنها ذاهبة لتقديم تقريرها علمت فيما بعد أن الخصمة قد اتصل بقائد الطائرة الفرنسي وطلب منه أن يهوت في وهران وقد رفض القائد في البداية حتى أنه علم السلطات المغربية بالإغراء الذي كان موضوعا له وأمرته الرباط بالعودة فور إلى المغرب فمن الذي حدث إذن هل إن الرد لم تتقطه الطائرة أم أن السائق كان قد قرر تسليما لفرنسا مهما يكون شيء فإن الطائرات عندما هبطت الاستراحات في بارما دو ماجورك كانت الرباط تعريف أن محاولة اختتاف طائرتنا قد حصلت هل كان القصر في غيبات الملك بدون مبادرة إن ذلك ممكن كثيرا لأنه كان يستطيع فيما يبدو أن يطلب في تلك اللحظة من السلطات الإسبانية بأن تمسك الطائرة التابعة لها في مطار بالما حسب معرفته فيما بعد فإنما جعل قائد الطائرة الفرنسية تردد طويلا كان خوفا من تعريض عائلته التي كانت تسكن المغرب إلى الانتقام ولم يستسلم فيما يبدو للضغوط القوية التي كان بالراديو موضوعا لها إلا أنها عندما أتته قيادة الأركان الفرنسية الدمان بأن عائلته ستدعفونا في حماية من طرف المسائح الفرنسية في المغرب وهنا وهنا فقد قرر تسليمنا إن عواقب أعمالنا غريبا تفجر بعيدا عننا أحداثا لمن توقعها فالقائد الذي ثمن على مصير عائلاته الخاصة لم يسمح نفسه بشك بعن عائلات نخرى فرنسية جرفها غدب الجماهر المغربية الجامحة أمام الشتيمة التي تعرض لها ملكها ستدفع ثمن قراره من حياتها البريئة بعد قريء من استراحة بالما بدأ لي أن الطائرة لم تكن تتبع طريقها العدي وإنما كانت تترحى كثيرا نحو الجنوب قلت ذلك لمضيفة فالترابة من جديد ما أجابت من الممكن أننا نأخذ طريقا أكثر استقامة فوثبت كيف أكثر استقامة؟ هل نمر إذن فوق التراب الجزائري؟ قالت لي على عجل كلا كلا ولكننا نستطيع أن أخذ أكثر طريق أترك وصف مشاعري عندما لمحت بعد الهبوط أن الطريق الأكثر استقامة كان يمر بمطار الجزائر وانتصبت ثمن من الغذب وأخذت مسدس من العلمة فقال لي أحد واستقائنا وهو يدعى يده على السعيد لا 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 سلاحك حيثه لا تعطيهم هذه دريعة جميلة اعتقال في مطار الجزائر كم كان انتشار الجنود هناك لأصر خمس جرجال كان في الطائرة فرنسية إف ديشان من جريدة فرنس بصرفاتر وكريستيان داروبور وقد استشاطت غدبا من أقرصال أتلتشادتها وأخذت تشتمان بعنف مبلغ رجال الدرك الذين أوقفوهما بعد أن أسأوا معاملتهم فيه كفاية وأدخلوهما معنا في نفس سيارة الشحن ولكن هذا لم ينهل من شجاعتهما واستمر يحتجان كان جوء المشؤوم يسد سيارة التي كانت تقدمها وتتعقبها دمدمة الدبابات وصفير الدرجات النارية وكانت محشوة بدركيين الذين كنا محصولين بينهم وكنا هدف لشتائمهم فلم نكن نستطيع أن نتحرك إلا بصعوبة بلغة كنا مقتنعين بأننا سنقترب المشاركة الصمتة من السلطات السامرية ولهذا صمتنا ولم نشأ أن نبدل لحظات الأخيرة من حياتنا في كلامي لنفع فيه انتهى صمتنا بفرض نفسه على الحراس الذين صمتوهم أيضا وفي هذه اللحظة اقتربت مني إفتشان دون أن تفوها بكلمة أمسكت بإحدى يدي ودغطت عليها هذه البادرة المتناهية في البطولة والكرم لا توجد في أي لغة كريمة تشكرني جديدة مها في مركز الشرطة القضائية بالأبيار استنتقنا على التعاقب من جميع أفراد البوليس الذين كانوا في تلك اللحظة موجودة بالجزائر والله يعلم كم كان عديدا ثم جاء دور العسكريين فتقدم رواء لرأياتنا وكنت أجهل اسمه ولم يقدم نفسه لأسره كان يريد بالخصوص أن يعرف كيف نرى منظورات النضال الآن بعد وقومنا في الأسر أبغيت عندما رأانا متفائلين جدا كنا في يوم التاسع والعشرين أكتوبر وكانت فرنسا وإنجلترا قد هاجمت مصر فزارا عقيد آه كم كان العقداء مشكومين على الجزائر وبالرغم من أنه كان يتمتع بهيئة رجل شرع فإنه شرح لي بأن فرنسا وبريطانيا ستصفيان حسابات ناصر بعد أن صفيت حساباتنا نحن وبالتالي لن تبقى في مصر والجزائر ثولة ويسيعود كل شيء للنظام كنت أشاهده مندهشا أحيانا كم يكون الرجل عسكري غبيا وسمحت لنفسي أن شرح له بدوري بأن ثم تقوى غير القوة هناك الرأي العام والوضع الدولي ومطامح الجماهير وقلت له إن الثورة الجزائرية تجاوزت المرحلة التي ارتبط فيها مصيرها بمصر أربعة أو خمس مسؤولين وبأن شيئا لم يكن قد بلغ نهايته بل بالعكس إن كل شيء كان في بدايته فهزهز رأسه استخفافا وكان دائما يعود لنفس نقطة البداية لم يعد هناك ناصر ولم يعد هناك بنبلة إذن سويت المشكلة كان مقف البوليس منا خلال الثمانية والعشرة أيام التي قضيناها في الجزائر مقيتا فقد كان الشرطيون يوسعوننا سخرية ولم أزل أذكر أن أحدهم بمحضر الصحافة التي عرضنا أمامها دعاني مستقفا سيد رئيس مجلس الوزراء واغتنمت فرصة حضور الصحفيين لاحتجاج على الإهانات التي كنا يوميا موضوعا لها ومدأت ألي قول بأنهم بالتأكيد قادرون على قتلنا من خلال محاولة فرار ولكن لا شيء من التهديد ولا من الشتائم يمكن أن يوهن إصرارنا وأننا لسنا خائفين لا من الأسر ولا من الموت وأن الثورة ستستمر بدوننا وستنتهي إلى النصر كان الصحفيون الذين يستمتعون إليه يبلغون الأربعين ولكن واحدا منهم لم ينشر كلماتي وهكذا كان لي كل الوقت الكافي لأرى عيانة الموضوعيات الشهيرة للصحافات الغربية بل إن بعد الصحفي ذهبت إلى حد تحريف كلامه فخفضت كل تدخلي إلى مستوى نكس حقيرة فكتبت اشتكى بن بيلا عندما دعاه أحد الشرطيين سيد الرئيس بعد عشرة أيام من أعطي الأمر بإحالاتنا على سجن لسانتي بباريس وقد سفرنا إليه بالطائرة وأيدينا مثقر ذم الأصفات وكان كل واحد مخفورا بذلكيين ولا شك أن هؤلاء قد تلقوا تعليمات جد صارمة لأنهم لم يفوهوا بكلمة حتى لإجابة أحدنا عندما لاحظنا من رام أن رسغيه كان مضغوطينك كثيرا في لسانتي اختعنا في البداية لنظام رقابة صارمة فطول 24 ساعة إلى 24 ساعة كان مسرع النافذات الصغير ينفتح كل دقيقتين لتتمكن عين واحد حراس من رسدنا وقد علمنا فيما بعد أن سلطات السجن كانت تخشى أن تنتحر فيل الجهل الذي لا يصدق بعلم النفس الذي تفدحه هذه المخاوف إن الثورية الحقيقية لا ينتحر ذلك أنه يعبر عن أعمى غرغة بشعب من رمته فهو لا يستطيع أن يئاس من نسره بقيت ست سنوات في السجن، ست سنوات إنها فترة جد طويلة، ولكن لا أتأسف عليها، فقد أنجتني كثيرا وقوتني، ليس كالسجن مكانا شريف للمنادر السيء الحد، إن اليوم أيضا على استعدادنا عودت إليه بدل من أن أخونا قضية التي أخدمها، بالتأكيد كانت الفترة الأكثر قصوة من أسرنا هي سنتين ونصف التي قضيناها في لسانتي، ثم في مارس 59 حاولنا ديقور لجزيرة إكس، حيث تحسنت شروط حياتنا، ومن جزيرة إكس حولنا إلى دفاف الألوار، حيث عشنا في تركان من مارس 61 لنهاية ديسمبر من نفس العام، وآخر مكان إقامتنا كان أرنوى، ومنه تابعنا بواسطة أصدقائنا في الخارج مراحل مفاوضات إيفيان، ولقد قمنا بإدربات جوع كثيرة خلال فترة أعتقالنا، لم يكن لها جميعا إلا هدف واحد، هو أن نؤمن لأخواتنا ولنا حقوق المعتقلين السياسيين، وخلال كل إدرباتنا عن الطعام يكون نشرب الماء، فالمرء لا يستطيع أن يعيش طويلا بلا ماء، إذ أن على المنادر المدرب أن يعيش مدة أطرى للفت انتباه الرأي العام، وإقلاق السلطات والتأثير على قررتهم، إن المدرب عن الطعام منادر من دينة الخصوصية، إنه لا يهدف إلى قتل العدو، بل إلى قتل نفسه لتلتيخ العدو بالهار، إنه بانتحاره البطيء يرمي في وجه عدوه بموته المقبل وفي تركان دام آخر إدربنا عن الطعام 22 يوما، وانتهى بالنسبة لنا في مستشفى دوغارش، كان صياما تضامنيا، لأن دوبر حول الرجوع من حقوق السياسية الممنوحة لمسجولين السياسيين في بعض السجون وفي حركة جماعية شن 15 ألف جزائري بما فيهم النساء وإدرب الجوع في نفس اللحظة، ولم يقع أي إخلال، إنها لشجاعة عجيبة عندما نفكر بهول التعذيب وهول الإختار التي يجرها على المعنيين الحرمان من الطعام وإحدى الوقائع الأكثر إثارة للعجب في أسرنا هي أنه بقوة الأشياء أصبح حراسنا هم أيضا المدافعين عنه في الوقائع كنا في خطر دائم، كان المتطرفون الفرنسيون يجدون فضيحة في بقائنا على قيد الحياة، وكانوا يتأمرون اختطفنا وإعدامنا فغدة 13 مائل 58 اغتنمت إحدى جنو الإنقاد الوطني فودى الساعة، وتقدمت لسجن الأسانت لأخذنا في عهدتها فقبلت بالرفض السريح ولم تكن تريد أن تغامر بجدها لتحصل على الهدنا، ولذا انسحبت استمرت محاولات التآمر علينا في فترة ما بجزيرة إكس، كان يحرصنا مئتا دركي متنقلون، وكانوا يتخذون احتياطات مشددة ولما استغرمنا ذلك منهم، لم يكتموا عنا أنهم كانوا مكلفين بالمحافظة على حياتنا أكثر منهم بالحلولة دون فرارنا وفي تركان ثم أروا، كلما تقدم السلام كانت الشائعات الأكثر بعدا عن تسديق تروش كان يقال أن منظمة جيش السري لوعاس كانت تحضر ضدنا هجوما مشهودا، وفي وقت ما تحدث البعض عن قضاء فرقات أرقية من طائرة ولست أدر إذا كانت الحكومة الفرنسية قد شعرت المدفعية بدلورة حمايتنا ولكن يقدر الدركيين المتنقلين الذين يحوطوننا كانت ناجعة أما نحن فلم نبقى بدون نشاط، وبفضل اتصالاتنا بالخارج نضمنا فرقا فدائية كانت على السعداد للصدام عند أقل السنفار وفي النهاية لم يحدث شيء، وكانت ضحية الوحيدة كما نعرف رجلا لم تكن له أية صلة بالثورة الجزائرية السيء الحد شيخ مدينة إيفيان وطول الوقت الذي استعرقه أسرنا، كانت الأنباء التي تسرنا من الخارج تحسنني بعمق وبالتأكيد كان لابد من تأليف الحكومة المؤقتة لجمهورية الجزائرية ولكن كان ينبغي تحديد صلاحياتها ومدتها بدون إقامة جهاز كان يمسخ يوما في يوم إلى ودف سياسي إن الحكومة المؤقتة لجمهورية الجزائرية كانت في الواقع تتصرف كحكومة ووزراؤها كان يمثلون دور الوزراء وكانت مهتمة بالندر الدبلوماسي أكثر من اهتمامها بالنداءات النجاة اللي أستفى الغالب والآتية من المحاربي الداخل وبتداء من هذه اللحظة، وجد جنب لجنب واقعان في الثورة الجزائرية أحدهما كان متناهيا في القسوة وهو واقع محاربي الداخل ولاجئي لحدود والآخر كان واقعا زاهيا وممتازا هو واقع بعض وزراء الحكومة المؤقتة هؤلاء كانوا يعيشون كما كانت تعيش بعد الأنظمات الفريقية التي يفضل عدم ذكرها باختصار كان كل شيء معدل لكي ينصب غداية التحرير ببركات واسعة وتواتوات لا تحت نظام حكم سعر متعفن كالنسى يترك الشعب الذي حارب غارقا في بوسه ليس سرنا لأحد أني كنت في البداية منوئة الاتفاقية إيفيان لأني وجدتها ظالمة بيد أني قبلت توقيعها عندما حسنا توثاق الاقتراحاتنا ووضعت شرطا آخر لموافقتي أن تلتزم الحكومة المؤقتة بعد مؤتمر إيفيان إثر إيقف إطلاق النار لتحدد الخطة السياسية لحكومة المقبع من الصعب أن يصدق المرء أن إطلاق الصراحة كان موضوعا لخلاف جدي بين الحكومة الفرنسية وبيننا لأن الديغول كان يرد بلا باقة ورياقة إزاء المغرب أن يدعنا بين يدي الحسن الثاني وقد رفضت كلية ذلك لقد لضغت مرتين ولن أطير من جديد في تألث فرنسية تعبر الشمال الإفريقي وأسر القصر الرئاسة الفرنسية وأسرت أن أيدان وقلت لرسوله هل أنا طرد؟ هل أنا شيء لكي يعاد ودعي في المكان المعين الذي أخذت منه؟ كلا، كلا، سأختار المكان الذي سأذهب إليه وأرد أن أتبع لسويسرا، لا إلى المغرب دامت المناقشة خمسة أيام وفي لحظة ما أوددنا بأن أخذ عنواتنا نسلم كارهنا للرباط وفي النهاية تخلى قصر الرئاسة وكان الذهابون من أولوا في التسع عشر مارس 62 قد نظم بأحكام فقد خارج ركب الأول لم نكن فيه وإنما كان هدفه خداع الفصحفيين ومن المحتمل أيضا خدع المنظمة الجيش السري أما الركب الثاني فقد أوصلنا بطرق منتوية إلى مطار أورلي عشت خلال ست سنوات منعزلا عن العالم بدون نوافذ على الخارج ولكن العالم أثناء غيابي كان قد تحول والتكنيك الفرنسي كان قد سجل تقدما لقد انبهرت بطائرات الكرفيلة التي أخذنا فيها أمكنتنا لقد أجبتني الطائرات من الوهية الأولى بأناقة خطوطها وعندما تحركت الإقلاع أحسست بانفعال رائع بالقوة وبالتحليق الذي يمتزج تقريبا في فكري بانتشاء بحرية المستعادة منذ نزلنا بجنيفي أخذنا السويسريون على هدتهم وقادونا إلى السينيال دوبوجي حيث كانت الحكومة الموقتة بانتدارنا وتقع السينيال دوبوجي اتجاه إيفيان المنتصبة في الجانب الآخر من البحيرة حيث دارت المفاوضات وكانت سينيال دوبوجي قراءة حقيقية تحوطها الأسلاك الشائكة ويحرصها الدرك السويسري وتحوم فوقها بدون توقف طائراته العمودية كان حد بعد ست سنوات من سجن أما السادة عداء الحكومة الموقتة فلم يكنوا إطلاقا مسرورين بلقائنا الذي كان قلبينا على السطح ومتلجا في العماق ولم أقضي إلا يومين أو ثلاثة في السينيال دوبوجي التي كان يصد فيها جو خانق من الدسائس لقد كان كل شيء نظرات منحرفة وضحكات زائفة وهامسات بيد أن المغرب كان يطلبنا وقد استأجل خصيصا طائرات بوينجرد القرير إليه ولكن في آخر الحدث ظهرت تعوبة ذلك أن الحكومة الفرنسية التي لم تغفر لنا أننا نتفوتنا عليها مبادلاتها المتأدبة نحو سطان حضرت على طائراتنا البئيسة طيران فوق التراب الفرنسي فكان علينا إذن أن نمر بإيطاليا وأن نعبول البحر الأبيض من الشرق إلى الغرب ومن المغرب حيث كان استقبال الجماهير لنا ممتازا ذهبنا إلى مصر حيث كان استقبالنا رائعا أما في العراق فقد كان فوق حدود الخيال ولكن هذا الاستقبال الودي لنا كان يحمل أشواكا لقاسم لأن الجماهير كانت تضيف للهتاف لنا هتافا ضد قاسم ومن المطار للقسر كان مد بشاري لا يرد قد نجح في محاصرة سيارتنا وقد تمدد البعض على مقدمة السيارة والبعض على مؤخرتها وآخرون ملتحمون بالزجاج الجانبي وهم يهتفون مقتباء الجبين بشعارات عدائية لقاسم ومن وقت لآخر يقتعون هتافاهم ضده اليهنيون والابتسام على شفاههم بنشرنا ولم أرى في حياتي قط جموعا تنتقل بمثل هذا النشاط والرشاقة من الحب العارم إلى المقتل العالم وبعد هذا ودعنا قاسم في قصر معزولين عن باقي العالم لقد كان هو نفسه يعيش في أعماق ثكنة لا يخرج منها ووسط فرق الجنود التي لا يعرف هو نفسهما إذا كانت لم تزلوا فية له لقد كان نظامه مثل دار من اللوح قردها من الداخل دود الخشب وهو نفسه كان ملغوا بأثقار الهموم لقد كان من المستحيل تقريبا الحصول على محادثة منسجمة ومتواصلة معه لقد كانت تحركه عصبية لمثيل لها وكان ينتقل من موضوع إلى آخر خلال كل عشر دقائق كان يقوم ويهيم بلا هدف في الغرفة وما يكاد يعود للجلوس حتى يقوم مرة أخرى لقد كان واضحا أن أصابها ضرر لكانت مريدة وربما عقله كان مصابا أيضا فلم يعد يستطيع أن يستطيع أن يستطيع على نفسه أما مفاهيمه السياسية بالقدر الذي استطعت أن أصل إلى فهمه منها فقد كانت مذهلة كما سبق أن ذكرت الحصول الحكومة المؤقتة أن تعقد مؤتمرا فور حصولنا على حريتنا لقد اعترف بسيادة الجزائر ولكن هذه السيادة ليست إلا شكرا قادرا على احتواء مضامين مختلفة وهذا بالضبط ما كان نقطة الضعف في جبهة التحرير الوطني إن لم يكن لها لا منهج مرحلي ولا مذهب والثورة الجزائرية كانت ثورة بدون أيديولوجية هذه الثغرة التي سمحت زمن الحرب باتحاد الجميع الواسع لدى القوة الاستعمالية ولكن بعد عودة السلام أصبحت فلاغا خطيعا لأن اتفاقية إيفيانا كانت تشكل زواجا من طراز استعمالي جديد وكان إذن لابد من التملص من مثل هذه الزيجية المغشوشة التي وجدها بعد عداء الحكومة المؤقتة مطمئنة لهم وكان لابد من أعطاء الاستقرار مدمون ندعمه لقد عددنا في أورنوى منهج مرحليا تفترض كل خياراته أن بأن الجزائر قد اختارت لنفسها أبنية اشتراكية وللمرات الأولى استطعم مثلو الداخل للتحاق المثلي الخارج للدرس والتشاور وحضر هؤلاء المناظرين كان حاسما لاختيار منهاجنا المرحلي وفي الواقع لم يلقى معارضة هامة لا لأن المؤتمرين كانوا جميعا اشتراكيين بل لأن الذين لم يكنوا اشتراكيين كانوا بدون شك يفكرون بالبون البعيد بين المصادقة على منهاج نبين تطبيقه ولكن الأمور ساءت عندما بتواضحنا أن أصوات المؤتمرين ستنتخبوا مكتبا سياسيا لا يوجد فيها أي عضو من الحكومة المعقتة وتذرع هؤلاء بشجار نشب بين وعد المؤتمرين ليعلن انسحابه من المؤتمر واعتبروه لاغيا إن وقاحة وسفاهة هذا الموقف تركتنا للأحدث في ذهول لأنه يعني حسنا إننا ننصرف من هنا وبانصرافنا فإن شيئا لم يحدث وإننا لم نقترع على المنهاج المرحلي وإن المؤتمر لم نعقد أصدقائنا الذين استقبحوا هذه المناورة أرادوا أن يعلنوا فورا تركيب المكتب السياسي رسميا وفي البداية كنت الوحيد الذي عارض ذلك ولكن رأيي انتصر في النهاية لأن منظمة الجيش السري كانت ما زالت جدا قوية وبالأخص في وهران حيث كان بعد عدائها يريدون انفراد بجزء من التراب الجزائري يجعلون عليه حضورهم أبديا ومن جهة أخرى كان المجلس التنفيذي المؤقت وينسلف في قوات بوليسية محلية تتركب من الحركية والجنود القدامة في الجيش الفنانسي وهذه القوات المحلية كانت من حيث المبدأ مرصودة لمحاربات منظمة الجيش السري ولكنها كانت تستطيع أن تلعب دورا آخر لو انفجر جبهة التحريج الوطني على مرأة من الجميع المسمع إلا الزمرة المتنافسة تقتل بلا نحاية إن إنهاء مؤتمر طاربولس بإعلان تركيب المكتب السياسي ومعارضة الحكومة للمؤقتة به حتى قبل أن يسفر استفتاء عن إعلان الاستقلال كان سيخدم منظمة الجيش السري ويشجعها في أحلامها بتقسيم التراب الجزائري ويشجع أيضا لمجلس التنفيذي المؤقت على الإستمرار الطويل في السلطة ممثلا دور الحكم ولذا فقد تم الاتفاق على أن الصدع الذي لا يجبر والذي حصل في صفوف جبهة التحريج الوطني والذي استتحمل مسؤولياته كمالة للحكومة المؤقتة لا يعلن على رؤوس الأشهد قبل نتيجة الاستفتاء وهذا الاستفتاء بإعلانه استقلال الجزائر المدعم بالإرادة تشبه الجماعية للجماهير سيخلق من وجهة النظر الداخلية ومن وجهة النظر الدولية ودعية أن تستطيع على المنظمة الجيش السري وللمجلس التنفيذي المؤقتة ودعها موضع الشك التحقت مع أصدقائي بالحكومة المؤقتة في تونس وأترك لكم أن تتخيلوا كم كان الاستقوال حران ذلك لأنهم كانوا يشعرون بأن القضية لم تحسن بعد وكانوا مصممين أكثر من الماضي على التمسك بالسطة إن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تعترفت بحيادة دول والقوية بأجهزتها وبعلاقتها مع الصحافات وبالطواتها السرية كانت تريد السفاء الثورة لتاريحها وجعل منهج ترابلس المرحلي ينام على الرفوف كانت الحكومة المؤقتة حذرة من جيش التحليل الوطني بسبب ما كانت تعتقد أنها تعرفه من بعد الاتجاهات التقدمية في قيادة أركانه وحتى قبل الاستفتاء فقد بدأت تسقط في الولايات رسولها الذين كانوا مكلفين إما بأخذ قيادتها وإما بتحليدها على جيش التحليل الوطني بإقناعها بأنه عندما يدخل جيش التحليل الجزائر سينفذ حلمه بانقلاب عسكري بقسل تصفية الولايات وإقامة نظام عسكري وحاكد كوينة المنظمة المستقلة بالجزائر العاصمة لمقاومة جيش التحليل الوطني ولمقاومة شخصيا في نفس الوقت وفي أيام المعددات امتدأت جدران القصبة بشعارات تندد على سبيل الاحتياط بالعبادة المحتملة لشخصي مؤكدة بأنه ليس هناك إلا بطر واحد هو الشعب وقد كنت ولا أزال على تمام الاتفاق مع هذه السيقة مع هذا الاحتراز وهو أن الحكومة المؤقتة كانت تهتم قريلا جدا بالشعب في نفس الاحدث بالذات التي كانت فيها بوقاحة تحتكم إليه ددي كانت تصرفاتهم المشينة في الداخل تتميز بالإجراءات التي وضعوها في خدمة أسوأ رجعية فعلى تراب الجزائر الذي لم يكن يتحرر أوقفوا أكثر المنادلين شجاعة وشهرة بعلام جميلة بحيرة وبطل المعركة الجزائر العاصمة وفي تونس كلما كانت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تتصرف في موقفها كنت أشعر بأن عداء هلية عظم كانت حركاتي مراقبة وباختصار كنت أنتظر أتيالي فقررت أن ننجو بنفسي ودون تحديل ودون إشعار أي إنسان ركبت ذات يوم طائرات مصرية الخاصة كانت منطلقة من تونس وتأخر سفر الطائرة الاستساعة وعلمت بعد ذلك أن الحكومة المؤقتة استدخلت للحكومة التونسية الاعتقالي ومن حسن حد رفضت الحكومة التونسية بحكمة الإقدام على ذلك اتحقت بترابلس أدركت أن أي قرار لم يكن أبدا أكثر صوابا من هذا القرار لأن الحكومة المؤقتة قررت الانتقال للعمل للدجيش تحرير وطني الذي كانت قد عزلت قبل قليل قيادة أركانه العقيد بومدين واثنين من وسائده واحد هذين هو رائد سليمان الذي كان فيه مهمة بقسنطينة فاعتقل وكنت أخشى كثيرا على حياته ومن ترابلس نشرت فورا بيانا يدين قرار الحكومة المؤقتة التعصف وفي نفس الوقت علمت أن الحكومة المؤقتة كانت تحاول تسلم جزء كبير من السلاح كان مخزونا على ذمتنا في ليبيا وكان وادحا أنها تريد إرسال هذه الأسلحة إلى عناصر من الداخل أعرف رسلها كيف يكسبونها لقضيتها فقررت في الحال أن أذهب لمقابلة ملك ليبيا ووصلت إلى مقره في البيضاء على مقربة من بغازي وهي المنطقة الأكثر اخدرانة وأكثر في ثلاثة في إفريقيا هناك سلاة قديمة تربطني بالملك ورغم أن حكومته كانت تعاديني فقد نجحت في إقناعه بحجز الأسلحة كان ذلك إخفاقا للحكومة المؤقتة وبعده عرفت إخفاقات أخرى لم تنجح في إقناع الحكومة التونسية باعتقال العقيد بومدين وهذا الأخير رغم أنه كان معزولا فقد احتفظ على جرش التحرير الوطني بكمل سلطته وغدت الاستفتاء اجتاز على رأس فراقه الحدود داخل الجزائر وأنا أعتقد ولكن بدون أن نستطيع تقديم البرهان أن الحكومة المؤقتة قامت مساعدة الحكومة الفرنسية لكي تبقى الحدود حتى بعد إعلان الاستقلال مغلقة في وجه جره التحرير الوطني عندما كنت في بنغازي علمت أن الحكومة المؤقتة قد أوفدت الاتصال بكريم القسم برفقة الشخصيات المصرية المعروفة هو علي سبري كان أسقاؤنا المصريون قلقين جدا من الأقسام الذي كان يتسع في صورة جميلة التحرير الوطني وطلبوا مني أن أعود إلى تونس أما الحكومة المؤقتة فقد أكدت لي في الحاح بواسطة كريم القسم بأني سأنزل فيها يلا المعجزة على الرحب والساعة وبكل ودوح كان المصريون نزهاء بقدر ما كانت الحكومة المؤقتة بغير النزاهة فقررت ونذهب بنفسي لأشرح لعبد الناصر ما كان فأخذت الطائرة للقاهرة واخصصت عليه كل شيء إن الحكومة المؤقتة بعد أن كانت تريد اعتقالي غير رغبة في هذا التقرب إلا لأنها حكمت بأني وأنا بعيد أكثر خطرا عليها مني وأنا قريب وبأنه فيما يخصني لن أقدم أبدا كفالة لقضيتها لأن ذلك معناه وجفن أحلامي بتحسين مصير الشعب وأن الحكومة المؤقتة عبر كل دسائسها كانت لا تريد ولا تجري إلا وراء هدف واحد لا يعنق الثورة بعد وقت قصير أعطاني ناصر الحق فلقد عرفه أيضا هؤلاء الثوريين الذين كانت لكلمة الشعب دائما في أفواههم وفي الواقع لم يكنوا يفكرون إلا في إيدام تيبوسي وامتيازتهم وفي هذه الأثناء تم الاستفتاء واقترع على استقراء الجزائر بأغربية واسعة ولما كان الإعطاف الحاسم قد تم فإنه كان يمغ الانتقار إلى العمال وذلك يعني الدخول إلى الجزائر وتشهيل بالأشرعية الحكومة المؤقتة كان خيدر في الرباط وهناك تصل بعناصر صديقة في المغرب نفسه وفي إجهة وهران وكتب إليه الودعية بلغت منحلة النرج إننا بنت دارك وفورا اتحقت بالرباط ومن هناك ذهبت إلى وجدة لأني بعد عشرة أعوام من النفا كنت أريد أن أدخل إلى الجزائر مرورا بمغنية مسقة رأسي كان الاستقبال في مغنية وتلمسانا وفيما بعد وهران رائعا كانت الشمس محرقة وكان الاستقبال قلبيا وحافلا وبعسع المرء أن يقول إنه كان حفلا دخما والكوادر التي انضمت إلينا جاءت في سيارات لاستقبالنا ولما دخلنا وهران كنا وسط قافلت من مئات السيارات التي ظلت تطوف وتطوف في المدينة وسط الجموع الهادرة لمدة ساعات استقر المقام بنا أولا في تلمسان ومنذ دخولنا شرعنا في حملة توضيح فدعونا كوادر الحزب ممثلين الولايات وشرحنا لهم ما حصل في ترابلس والطريقة التي غادرت بها الحكومة المؤقتة المؤتمر بعد الهزيمة دون أن تعترف باقتراعاته بعد حدية توضيحات وتبدل وجهات النظر نشرنا لأول مرة منهج الترابلس المرحلي وتركيب المكتب السياسي وابتداء من هذه اللحظة أصبح موقفنا قوي جدا إذ أننا أصبحنا نمتلك مكتب سياسي منتخبا من مؤسمر الحزب بسورة نظامية ومنهجا واضح للإصلاح ورداء شعبي وسع ومن جهة أخرى فإن جيش التهرير الذي دخل إلى الجزائر أبرى حدود التونسية قد تمركز في جهة قسنطينة والأوراس ووهران وفي الواقع في كل مكان توجد فيه ولايات وفية لنا وفي هذه الأثناء كانت ريح من الفزع تعصف بالحكومة الموقتة التي أحسست بأنها خسرت الجولة فادعنت باستثناء اثنين من أعضائها هم بوديافو كيمب القاسم الذين حاولوا بعث حركة مقاومة مؤسسة على الجهوية القبائلية هذه الجهوية نكرنا لها ولكنها في نهاية كل حساب ليست شيئا آخر غير عيثا استعمري لأن الإدارة الفرنسية بدلت على مدى الإزمان قصة رهل تؤلب القبائل على العرم ولم تسل إلى أعطاء هذه الجهوية مدمونة سياسيا محددا والدليل هو أنه عندما دقت ساعة العمل الثوري عندما القبائل بأحماس لحركة المسلحة ومدوا الثورة ببعض من أفضل عناصرهم وأحفقت محاولات بوديافو كيمب القاسم بسرعة ولكنها كانت تحتوي بالقوة على بدور خطيرة من المستقبل ما كد المكتب السياسي والسقر في الجزائر العاصمة حتى صادم بخصم أكثر خطرا بما لا يقارن من الحكومة الموقعة لقد وضحت أنفا كيف أنه لعدم قيادة المركزية الحقيقية فإن الولايات التي تخلى عنه الوفد الخارجي للثورة قد اعتسمت في البلاد بأقطاعات كانت تحكمها حكم المطلقا وكانت تريد الاحتفادات بها وبعد أن وصل أعداء المكتب السياسي الخمسة للجزائر حتى وجدوا أنفسهم انسح القول السجناء في عالم لا سلطان لهم عليه ولم تكن لهم إلا سلطة اسمية أما السلطة الحقيقية فقد كانت بيد الولايات الرابعة التي حاولت نفسها إلى جهات دولة وكانت تتصرف في القوة المسلحة وفي الإداعة وفي بعض أجهزة الإدارة أضف إلى حد مواجهة الخاطر الذي كانت تمثله القوة المحلية وأيضا خطر منظمة الجيش السري وبعد اتفاقها تأيفيان تدخمت صفوة الولايات بشكل فائق وإلى جانب المنادرين المخلصين انتضبت عناصر مريبة ورقبت عليها وهذه العناصر هي التي تتكبت في هذه الفترة المناكرة والجلائم ضد الأوروبيين زوجة القنصلية السويدية تضي على شرفها بمحدر زوجها ورشت سيارة القنصلية الإيطالي بالرصاص وذبح بالجيكيان في غابة بينام وقتل معلمون فرنسيون كان لابد من إنهاء هذه الفودة وقد طلبت بإححمة الولايات الرابعة أن تجروا عن عاصمة وأن تسلم لنا أدوات السلطة فرفضت ونشر المكتب السياسي بلاغا ندد بموقفها وردت هي ببلاغ يهاجم مواقفها واستمرت حرب البلاغات بضعة أيام ولكنه كان من الواضح أن الوضعية كلما دامت تدهورت أكثر وعند أن قرر المكتب السياسي دعو تجريش تحرير لأسحف على العاصمة ويعيد الولايات الرماء للسواب ولكنها من سوء الحد لم تتخلى عن مواقفها فورا فكانت صدام وأريق الدم وكنت حريصا على أن لا يوراق الدم على الأقل في القبائل لأنني كنت أريد عدم تمكيني الخصوم فيما بعد من استعمال وراقية الجهوية التي تحدثت عنها لخلق مصائب لحكومة الجزائر وقد احتلت بعض الفلاق القبائلية رغم أوامرنا بجاية التي كانت جزء من الولايات الثالثة وبرجاء مني لما تدخل جيش التعرير وذهبت بنفسي إلى القبائل لأبحث معهم عن تسوية تعيدهم من النظام من غير أن تنال من معروياتهم وبينما كنت أواجه هذه المشاكل كنت أسكن في فيلاجوري ومنذ ذلك الحين لم أغادرها لأنها تذكرني بقوة بالأيام الأولى من عودة لجزاء العاصمة حيث كنت لا أكاد أنام إلى ثلاث ساعة كل ليلة وستشغب لا يصدق في الواقع كنت أستمرها كماركس للقيادة كنا مئة رجل تقريبا في حالة دوام متواصل ننام كما نستطيع في غرفة بدون أثاث نأكل أو لا نأكل حسب الأحوال في الصباح الذي تل الليلة الأولى التي قضيتها في فيلاجوري لم أجد حدا في كل العمارة ليحضر لي فطول الصباح فدلني أحدهم على أقرب مقهى وطلبت قهوة بالحليب كان ذلك في الصباح الباكر وكنت واحدا على المنددة وعندما اقتربت مني صاحبة المحل وكانت فنسية قالت لي سيدي أرثت منتو مبلة قلت لها بلى سيدتي أنا هو وبينما كنت أشرب قهوتي كنت أحتخذت معها كانت تصغي إلي وكانت تجيبني أو بالأحلى كانت تحرك راسها كانت تبدو مذهولة وكانت بوضوح غير قادرت عن الملأمة بين الصورة المروعة التي قدمتها لها صحفتها وإذاعتها عني والصورة التي كانت أمامها لأني كنت واقفا وحيدا بدون سلاحنا لمنددتها وكنت أتحدث إليها بالياقة وكان يبدو علي أنني أحببت قهوتها وككل الناس كنت أدير ملعقة في الكأس لتذويب السكر عندما كان المكتب السياسي واستعد لدخول العاصمة كان خمسه الذي وجد لي في اللجولي التي كان موظفنا فرنسيون قد غادروها قبل قليل لم أكن أريد في الحقيقة ومهما كان ثمن أن أسكن في قصر الصيف الذي كان يبدو لي أن بذخه لا يليق بروح الثورة أذكر عرضا أن خمس المسكين كان مدير ديواني فارس رئيس المجلس التنفيذي المواقت وبواسطته كنا نحصل تقريبا ساعة فساعة على كل ما كان يجري في قلب هذه المنظمة التي كانت لنا بعد الأسباب لحضر منها ولم تكن هزيمة الولايات الرابعة وإدعانها كافيين مع ذلك لقرأ أجرس نهاية حكم الولايات وإذا كانت المدر الكبيرة قد أصبحت أكثر أمنا فإن البواد كانت تجبوها عناصر الرقبة عليها مسلحة بالرشجات وتحت السلطر الوطنية كانت تلتقب مناكرة شنيعة ولما أشارت أخذت أتدخل بدون توقف تدخلت في الدر البيداء لتخليص معامرين فرنسيين كانت تحاصرهم عسابة وفي مراج تدخلت لحماية المزرعة كان بعض الأشخاص يريدون نحبها كنت أرسل بفصائل مجلس التحرير الوطني البوليس الوحيد الذي كان في تصرفنا ولكن هذه العناصر التي رقبت عليها كانت تعتقد أن كل شيء مستباح لها ولم تخشى أحيانا من استقبال الرجالين بتلاقات البنادق وحصلت هنا وهناك اشتباكات عنيفة وكان لابد لنا من ودعة شهور أخرى لتصفية عقابيل حكم الولايات بيد أن الدورة الجزائرية لم تكن غداة الاستقبال إلا وهما مكتب سياسي يتركب من خمس رجال بدأت شيئا فشيئا وسط مصائب لا حصل لها تصبح واقعا في الخامس عشر سبتمبر أليول أجريت الانتخابات العامة على كمال التراب الجزائري وفي السباب والعشرين سبتمبر شكلت حكومتي وفي الثالث أكتوبر تشرين الأول سافرت لمنظمة الأمم المتحدة كانت بالنسبة لنا لحظة مؤترة جدا عندما رفع العالم الجزائري وسط أعلم دول منظمة الأمم المتحدة وانطلق يخفق معها في عينال السماء وقد ترى التفسي كوتوري فتججم السفر الطويلة من إفريقيا إلى أمريكا ليكون حاضرا معنا في الاحتفال برفع العالم الجزائري وتأثرت جدا بحضوره إلى جانبي وكان ينتظر أن أعرقه من بارد الأمم المتحدة خطابا سياقا فكان الخطاب بحازم المدمون ومعتدر السياق ولا يتضمن أي هجوم على فرنسا التي كنا منذ الآن نريد أن نعيش معها في تفاهم كما تحملنا على ذلك طبيعة الأشياء نفسها كان لابد من إقامة استقبال على شرف قبولنا في الأمم المتحدة وبهذه المناسبة أذكر أن بعض أصدقائنا نصحون بإحضار ماء الحياة والويسكي وذروب أخرى من الخمور المدعوين وبرروا لي ذلك بأن هذا سنة جرية هنا حتى البلدان العربية تسير عليها فقلت لهم حتى ولو كان ذلك كذلك فأنا لم أفعله إن الجزائر بلد مسلم وهي تستقبل الناس بعاداتها هي لا بعادات الآخرين وردوا علي بحسرة سيفشل الاستقبال لأن الأمريكيين نحضروا فقلت إذا كان أصدقائنا حقا فسيحضرون وفي الواقع جاءوا بل جاءوا أفواجا وتوالت ساعتين ظلوا يشربون بشجاعة من عصير البرتقال وخلال هذا الوقت كانت السحفة الأمريكية تشن الحرب ضد وكان لحيجانها سببان موقف من قضية فلسطين وموقف إزاء كوبا إن كون إسرائيل رأس جسن الإمريالية المغربية في الشرق الأدنى هذا أمر لا شك فيه وذلك ما قلته ولا أزال وهذا سبب كافي ليتهمني فور لفيف من الصحفيين تلميحا بأني عدو للسامية وبأن يدمر لي حقد أزرق لأنه لا يريدون كشف مصدري الحقيقي إن أدفع تهمة أعداء السامية باستفداع إنها مجرد واقعة لم أكن ولس ولن أكون عنصريا إن العنصرية موجودة عند الذين يتظاهرون بالاعتقاد بأني عدو الجنس السامي لأني أكتشف الدور الإجرامي الذي تلعبه إسرائيل في قرب العالم العربي كانوا في فرنسا أتنى أحرب الجزائر عدد من الصحفيين التقدميين الذين كانوا يدورون حول بلاد المجزات الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وفي لحظة الاستغلال تبنوا بشكل أعمى قضيتها ضده وبما أن هؤلاء الصحفيين كانوا غالبين بني إسرائيل فإن تحملهم علي كان يتغدى في دخيلة أنفسهم من منصرتهم للصيونية التي لم يكنوا يبوحون بها قلت هذا لبعض منهم عندما زالوني بالجزائر بمهاجمتكم لي والسياءكم مني أنتم التقدميين والمعادلة العنصرية ضد أي شيء تتخذون هذا الموقف ضد حكومة المعادلة العنصرية تحاول أن تبني اشتراكية إننا نريد حقا وصدقا للثولة أما الحكومة المؤقتة فإنها لا تريدها أن يكون المرأو في نظر الحكومة المؤقتة الديمقراطيين واشتراكيين وتقدميا فذلك لا يمشي أبعد من شربك أسخان برفقة الأصدقاء الأوروبيين بتجنيكم علينا إنما تتنجنون على قوة التقدمية الوحيدة التي تجاهد لبناء هذه البلاد وإنكم أيضا تدرون بقضية اليهود في العالم لأنكم تخلطونها من قضية مريبة ومحل الجدال هي قضية الصهيونية وأخيرا فلا ينبغي أن يقال لي بأن دول إسرائيل تقدمي في إفريقيا لأنه بالعكس من ذلك تماما ذلك أنه يوجد بين إسرائيل والإمريالية الغربية نوع من التفاهم الدماني لكي تستولي إسرائيل وتحاول عن تستولي على المواقع التي أكرها الغربيون على مغادرتها في إفريقيا ولهذا نعلم في الساعة الراهنة أن 75% من التجارة الإسرائيلية يقع مع إفريقيا الجنوبية وهذا ما يترككم أقل أحلاما عندما تفكرون بسياسة العنصرية البشيعة لهذه الدولة ولنأعد الآن لولايات المتحدة الأمريكية وهي أجاني صحفتي هددي قبل أن أستفر للأمم المتحدة تلقيت دعوة من الرئيس كيندي وقبله دعاني فيدل وقد تناقشنا في مجلس الوزراء حول المشاكل التي كانت تطرحها هذه الدعوة المزدوجة وبالتأمر ظهر لنا أنه من المستحيل سياسيا وعاطفيا أن نزور واشنطن دون أن نزور كوبا وحتى قبل أن نسافر من الجزائر كنا ذلك للأمريكان فكان رد فعلهم هنفا لم يقولوا ذلك ولكنه كان من السهل أن نقرأ بين سطر جوابهم ما كانوا لدون قوله لما كنتم ذاهبين إلى كوبا فلا جدوى إذا من القدوم لعويتنا وبالطبع كان رد الفعل هذا منفوفا في لياقة اللغة الدبلوماسية ولكن عندما علمت الصحافة الأمريكية أنني بعد أن استقبالني كني لأذهب لزيارة كارسترو عند إذن أخذتها نوبة هسرية وفي جميع قاعات التحرير بالولايات المتحدة الأمريكية أصبحت فورا شيطانا وظل الجو حتى في الدوائر الرسمية متوترا عندما أقام كنيدي حفلة على شرف الجزائر أو شكت الأمور أن تسوء كثيرا لأنني في الواقع علمت أن ممثل فتنام الجنوبية الذي كان عميد السلك الدبلوماسي في أمريكا سيقدم لي أعداء السلك الدبلوماسي وفورا عرضت بشدة ذلك وقلت لأمريكيين إنني رأعترف بحكمة فتنامج جنوبية ولا أريد أن صفح هذا السيد كما لا أريد منه أن يقدم لي أي إن كان كانت القضية حامية ولكن الأمريكيين استسلموا وأثناء الحفلة عندما تقدم مني ممثل فتنامج جنوبية أدرت رأسي قصدا وبدون شك أشعرهم استخدموه فمر دون أن يتوقف لا فقط لم يتمكن أن يقدم لي زملاءه رجال السلك الدبلوماسي بل لم يجرع حتى أن يقدم لي نفسه كنت أعطف على كندي حتى قبل أن ألتقيه لأنني لم أكن أجهل أنه في سنة 57 ألقى خطابا نادى فيه باستقرار الجزائر وعندما تغديت معه لم يخيئ من استقباله الأول لقد ترك لدي الانتباع بأنه رجل نزيه شجاع ولكنه بدأ لي خادعا لضغوط لا حسر لها وأسيرا بشكل خارق للعادة للنظام السائد في بلده عندما قلت له بأن الدبلوماسي الأمريكي تساند نظم الحكم المتعفن في العالم وتهاجم زعماء مخلصين مثل كاستر ونازر يجب أن أقول بأن جوابه لم يكن يبدو لي مقنعا فيما يخص كوبا قال لي بأنه يستطيع أن يقبل بمزيد من الصبر أن يوجد في جزيرة العظمى شعوعية عن نمط اليغسلافي أو عن نمط البولوني ولكنه لا يقبل شعوعية توسعية تشيع الثورات في كل أمريكا جنوبية وقال لي أنه لا يقبل بوجود قاعدة للسواريخ في الجزيرة ولفت نظره بهذا السد إلى أن قاعدة عسكرية للولايات المتحدة توجد على أرض كوبا كانت مواجهتنا عليفة وكانت من كلينا جد صريحة وفي الحدث ما أتذكر أني قلت له باحتذاذ لماذا تطاهدون كاستر ولماذا هذا الحسر الإنساني الذي تضربونه على كوبا إنني أنذركم إذا ما تصرفت معنا في المستقبل مثل ما تصرفون معه فستحصلون على كوبا ثانية في إفريقيا وأخيرا فارقت قيمي ضدنا أوهم بخصوص سياسة وزارة الخارجية الأمريكية وبخصوص المساعدة المالية التي وعدنا بها والتي لم تلبث في الواقع أن سقطت في مهو النسان ولكن مع عواتف تقدير وعدف شخصي عليه لأنه كان الأنصر معتدل تجاهها يجني قوى العدوان والحرب في بلده وشعرت بأن موته كان خسارة كبيرة للولايات المتحدة وللعالم وأتذكر أني كنت جالسة في غرفة في فيلاجوري عندما حملت ألي برقية تفيد أن اعتذاء قد دبر دده في دراس ولم أكد فرغ من قراءتها حتى وصلت برقية ثانية تعالين موته فقمت متأثرا بدون أن يكون لي الوقت لاستدعى مجلس وزراء تنقلت إلى الإذاعة وأمنيت تسريحا نددت فيه بالمؤامرة العنصرية والبوليسية التي كان كنيدي ضحيتها والتي سيحولون بدون يشكل نسبتها إلى فيدر كاسترو وبعد أيام أطلقت اسم الرئيس كنيدي على الساحة الأبيار الكبيرة عندما أنا الأول لمغادرة الولايات المتحدة قبل الأمريكيون بصعوبة برغة أن تأتي طائرة كوبية لنقلي لقد كان موقفهم عدائي لدرجة أني كنت أخشى في العدس ما أن تقدم وكالة المخابرات الأمريكية بدون استشارة الرئيس على تخريب الطائرة على عرض المطار أو ترسل بخدمها من الطائرين المعادين لكسروا لأتداء عليها في الجو وما أن وضعت قدمي في الطائرة وارتم الكوبيون على رقبتي عناقا حتى نسيت بسرعة هذه المخاوف إنما كنت أفتقد في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أي شيء آخر هو حرارة العلاقات الإنسانية ومنذ اللحظات الأولى كان الانتباع الذي أعطتني إياه العمارات الشاهقة والمدن العمودية هو أن أمريكا جدار نعم أمريكا جدار جدار ينتسب شمي خنبير الناس إن الذي لا تعرفه هذه البلاد هو التواصل بين الإنسان والإنسان ولهذا كانت مدنها الأكبرى تعجب السكان ولكنها في ذات الوقت غفر لم يسبق لي أن ماشيت من الناس بقدر ما ماشيت في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لم يسبق لي قد أن شعرت بأني وحيدة مثل ما شعرت بدائك فيها إن في قلبي هذه الجموح البشرية المتدفقة فراغا لا إنسانيا غياب التأثر إن تأثر يشكل في الوجدان الجزائري العنصر الأساسية للحياة والمادة التي بدونها نفقد القدرة على التنفس وبالسعادة التي تقدر غرقنا ابتداء من الطائرات في الصداقة الكوبية ما كدنا نأخذ مقاعدنا في الطائرات حتى قدموا إلي قاوة ممتازة جد قوية جد حلوة وتفوح منها العطور وأرحون من هذا المشروب التفيه الذي يسمى قاوة في الولايات المتحدة الأمريكية وفعلا بدأنا بتجذب أطراف الحديث ولكن لا أستطيع أن أقول بأي رغة هم لا يعرفون العربية إطلاقا وأنا لا أعرف من الإسبانية إلا قليلا وأن الصداقة كانت معاودا عن كل شيء الجزائريون يعلنون دائما بمرء الحق أنهم عرب وفي أي قتل من أكثر الأمة العربية لا يعيشعون أبدا أن أهم غرباء سواء كنا في القاهرة أو في دمشق أو في بغداد ورغم الفوارق العظيمة فإننا نجد دائما بعد العناصر مظهر الشارع، كلمة، إشارة أو عادة تذكرون فجأة بألانة في الجزائر ورغم أنه ليس لانا مع كوبة لربيدة الجنس المشترك وللعادات وللغة ولا حتى الطبع لأن الكوبيين أكثر تذفقا بالحيوية منه فإن التواصل بين الجزائريين والكوبيين يتجلى بعمق وعذا فور كان في ديلة ينتظرنا في مطار هافانا مع وزرائه وكل الحكومات التي لم يتخلف منها واحد عن أرض المطار كانوا جميعا متأثرين أخويين ومترهفين للعياتنا وقد عددت بعناءة خطب بالإسبانية ولكن بالتأثر الذي السول عليه ارتكبت أغطاء كثيرة وكان نطقي بلغة السوء ولكن ذلك لم يكن يهم مستمعية في قريرنا وكثير وكانوا يستفقون لي مع كل جملة وتحت شمس الخريفة السوائي كانت الجماهير الكوبية المتحمة ترقص حوالينا إنها لم تكن إلا وجدا وسوراثا وحيوية ما إن أنهيت خطابي حتى تقدم نحوي في ديلة وعنقني عناقا عميقا وطويا وقد دوى تسفيق بدون قطاع وعند إذن رأيت أطفال جزائريين من أبناء الشهداء يتقدمون نحوي كانت ضيوفنا على في ديلة منذ عامين لقد تأثرت حتى العظم برأيتهم هناك وقيل لي بأنهم يعملون كثيرا وبأنهم يتكلمون الإسبانية بدقة وبأنهم كانوا الفائزين الختمين في صفهم ببطورة كرة القدم الجامعية في كوبا ولكنهم خسروا المنافسة النهائية بحرمانهم عقابة من خوض المنافسة لقد تسرفوا تسرفهم جزائريا فلا كم خصمهم لم نقم في كوبا إلا 36 ساعة ولكن أي عيد كان خلال هذه 36 ساعة لست أدري من الذي كان قد أعد برنامج زيارة ولكن في ديل لم يقرأ لهذا البرنامج أي حساب لقد دسنا على كل المراسيم وتحدثنا وتحدثنا إثنان من أكثر ثوريين لعالم شبابا يلتقيان ويواجهان مشاكلهما ويوشيدان معنى المستقبل غد توصولنا أرانا في ديل شاتاء يرديرو ومن زرعت من مزاري الشاب عقيقا شجره بنفسه لقد أثر إعجابي من أمسه عند الزعيم الكوبي من اهتماماته الجدية التي لا تعني استبعد حس النقطة وتشريف لنا أرفق سياراتنا بحرس الدراجات النارية كانوا يرتدون بدلات قرمزية على شكلة البرسان وكان عليهم أن يتقدموا ولكن في الواقع كنا نقف دائما في كل ملتقى طرقا للتدارهم وفي كل مرة كانوا يخطئون الطريق وأخير نزل في دلمنا السيارة منفعل كنت أنتظر منه أن يعنقهم وفعلا أن نرثهم على نحو لم يكن إطلاقا في الحسبان إذ قال لهم قلوا أيها الرفاق هل سنذهب لرؤية هذه المزرعة أم لا هل أعرف هذه المزرعة أم لا بل وهل توجد أساسا هذه المزرعة لقد وصلتم إلى جعلي أعتقد بأننا ربما لسنا في كوبا وهنا انتلق الناس كلهم يتحقون بما فيهم حرس الدرجات وعاد في دل السيارة كان في دل قلاقنا على قوتنا الدفاعية ولقد قال لي أعرف أننا عندكم جيشا متزا ولكن هل عندكم دبابات حتى الآن لا ودل يتذكر هذه الإجابة لعدة الشهور فيما بعد عندما قامت حرب الحدود بيننا وبين المغرب وطلبنا منه أن نرسل لنا باخرة من السكر فأرسلها لنا وعندما شرعوا مالنا بالميناء يفرغون شحنتها وجدوا دبابات مخبواتا بين أكيس السكر تحددت معه في مشكلة زرعية فقلت له بأننا نحن المسلمون لنشرب الخمر وربما وجب علينا أن نستبدل الكروم بزراعة أخرى فقال لي كلا كلا لا تسفع لذلك إنه الخطأ الذي تتكبناه نحن أيضا في البداية مع قصة بسكر الكروم هي أفضل مزرع المستعملون في بلادكم فاحتفظوا بها بل وغيرسوا منها أخرى خمركم به درجة عالية من الكحول ويجد دائما أسواقا لم أعرف أكثر من هذه 36 ساعة لقد تركنا في فيدير بتأثر خارق للعادة ودعوناه لزيارتنا في الجزائر ولكنها سيأتي إن الحرب معلقة في شفرة سيف مسلون بالليل والنهار فوق كوبا عندما حلقت طائرات للنزول فوق مطار الجزائر انتلق قلبي بالخفقان لمنذر مدينة العظيمة الممتدة كهلانا حول خريجها هذا البلد المشرق رائع بعد سنواته السبع من الحرب ومليون من قتلاءه وجروحه النازفة ونواقسه وفقر جماهيره يجب أن نعيد بناءه من بابه إلى محاربه على قواعد جديدة هل سيمكن أن يقدر من الوقت لذلك كانت الوضعية بعد سبعة أعوام من الحرب شنيعة فالبلاد مستنزفة دم مهوثة المفاصل فمنظمة الجيش السري هدمت مدارسنا بالقنابل وحرقت مكتبة الجامعة الجزائرية وأبادت اثنان من الملفات الإدارية وقد ترك ألف من المدرسين مراكزهم وما زال الجيش الفرنسي بفضل اتفاقية إيفيانا يحتل البلاد وفي أشياء كثيرة ما زلنا خادعين للحكومة الفرنسية ومن جهة أخر فإن الحجرة الجماعية لتسعة عشر السكان الفرنسيين باللزائر سيفتين وستين قد جر عنه انهيار الأبنية الاقتصادية للبلاد وعلى عشرة ملايين من الجزائريين يوجد مليونان عطران عن الشبل منهم أكثر من ربع مليون في مدينة الجزائر وحدها وأصبحت العطرة في المدن أكثر هولا بمتدفق الخرويين الجياء لقد لاحظت من زمان هذه الظاهرة في مدينة بغنية بعد الحرب العالمية الثانية ولكنها اليوم تفوق في الاتساعي وفي الديمومة لجوء الفلاحين إلى المدن سنة 45 عما كان الفلاح يبحث في مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة خلال الصيف اثنين وستين عن الإغاثات الغتائية وعن المدرسة لأبنائه وعن المساعدة التبية له ورعائلته وأيضا عن مسكن رخيص لأنه لم يكن يجهل الإقبال الذي لا يرد من جماهير المدن البائسة على المنازل التي حجرها الفرنسيون هذا الجيش من عاطلي المدن ترحى علينا مشكلة شبه عصية على الحل لأننا نملك وننتظر أن نملك قبل زمن طويل صناعة تسمح لنا بحلها كان علينا إذن أن نقنعهم بالعودة إلى القرى وكان لابد لكي نعطي السواعدهم شغلا نؤمن لبلاد مصدر للتموين أن نحيي قبل كل شيء القطاع الزراعي كله ولهذا كانت حملة الحرث أول معركة خدناها وانطلقت الحملة في الخامس عشر سبتمبر وبعد شهر نصف كل الأسبش فشل كانت الوضعية رهيبة لقد ارتكبنا خطأ خطيرا وعدتنا البلدان الاشتراكي بجرات وأعلنت الإذاعة والصعف ووصولها وفي أذهن الفلاحين كان هذا يعني أننا سنذهب إليهم ونحرث لهم أرضهم وبالنتيجة فإن أحدا لم يعد يفعل شيئا وعلى سعيد الإدارة المحلية لم تكن هناك أقل مبادرة كان كل الناس ينتظرون الجرارات وكان أن قررت اللجوء إلى وسائل جدرية فتخضيت الولاة ونواب الولاة والشيوخ المدن واستدعيت موظفي الجمعيات الفلاحية الاحتياطية وشرحت لهم بأن عليهم أن يشمروا عن سواعد الجد وأن يشرعوا في الحراثة بالوسائل المتوفرة وقبل المبدأ ولكن ألف من المشاكل الثانوية ترحت نفسها وذلت من يوم ليوم وخلال شهرين أحلها بنفسي عندما أشعر بعطب في مكان ما فإني أسرع إلى عين المكان وأقوم بالتحقيق عند اللزوم بدون المرور بوزير الداخلية كنت أقتص من الموظف العجز وأسخر فورا حبوب البذار والمحارث والجرارات كانت هذه الوسائل تنافي التقاريد البيروقراطية وانطلق الكثيرون يشجبونها ويتصيحون إنها ديكتاتورية ولكن أي الحلين كان أفضل احترموا الشكليات وخسروا حمالة الحرث أم تجاوزوا الشكليات وربحوا المعركة لأننا في نهاية المطافر بحناها وفي الإبان حرثت ثم بودرت كل الأبد وتخاطرت الأمطار بصخا وكان موسم 63 كريما ورائعا في هذا الخريف اتخذت حكومتي قرارا أسال كثير من الحبر قرار منع الحزب الشيوعي الجزائري لقد قدم هذا الإجراء للجماهير على نحو البلغ السوء ونظرا إلى أنه كان خاليا من التوضيحات التي كان لابد منها فقد سنفنا في المعسكر لمعادل الشيوعية والحق أن هذا القرار لا ينكشف مدلوله الحقيقي إلا بعد ودعه في إطاره التاريخي لقد نادرنا طويل ودحينا كثيرا قبله بعد الواحد من نوفمبر للإبقاء على وحدة الجبهة التحرير الوطني لأننا كنا نشعر بأن ذلك هو الشرط الزوهري لقواتها ونجاحها وعليا نقول أننا عندما وصلنا إلى السلطة لم يدر بخاطرنا أن نترك الأحزاب السياسية تتكاثر وتنتصب في الجزائر ولذلك قد ذات الاستقلال استبعدنا هذا الاختيار في منهج ترابلس المرحلي لأنه بدلنا كبدعات فاخرة لا يستطيع بلد متخلف أن يسمح بها لنفسه إن البلدان المتخلفة مستهدفة للاختار بشكل فائق وبالنسبة لجل هذه البلدان لا توجد إلا مادة أولية زراعية هي التي تشكل مصدر العيش الكريم السكر لكوبا والقهوة لبعض البلدان الأفريقية والكروم لجزائر والقنب للباكستان والقطن لمصر وأسعار هذه المواد الأولية تحدد لا في عواسم البلدان التي تنتجها بل في العواسم الغربية التي تشتريها وهكذا في البلدان المتخلفة تتابعة دائما ومستغلة دائما ومدينة دائما والبون بين مستوى حياتها ومستوى حياة البلدان الصراعية لا يتقرب مع الزمن بل بالعكس أتفاقم لا شيء أفضل من أن ترتضي هذه الأمم الكبيرة لنفسها وجود اثنين أو ثلاثة وعدد من الأحزاب السياسية ولا شيء أكثر رياء من هذه المظاهر الجميلة بالأخص أن اشتراكي ومحافظي البلدان الغربية عندما يتسلمون السلطة يخدمون جميعا باللات المتساوية المصارح الإمريالية أما نحن فجماهرنا البائسات والأمية التي لا تتجاوز دخلها في أي مكان 20 ألف فرنكي قديمة في العام فلسنا أقوية بالقدر الكافي حتى نسمح لأنفسنا بهذه الألعاب الأريبة إن تعدد الأحزاب عندنا لا يمكن أن يقود إلى البلبلة وتشتيت الجهود والفوضة أو إلى أما هو أسوأ من ذلك التدخل المتسطر من الأجنبي في سباق الاقتراع لكي نعمل ونعمل بسرعة ولكي نتدرك تخلفنا ولكي نصلح جذريا الأبنية الاجتماعية والاقتصادية فنحن نحتاج إلى حزب وحيد يجمع ويدرب كل قوى البلاد لقد أسهم الحزب الشيوعي الجزائري في حرب التحرير الوطني ولكن كيف كانت هذه المشاركة؟ لا بوصفي حزبا بل بتركه مناظرين خارطون في جبة التحرير الوطني فهل نسمح لهؤلاء المناظرين بأن يتخلوا عنها بعد عودة السلام ويعيد تأسيس الحزب الشيوعي الجزائري؟ وفي هذه الحالة لماذا لنأدرني السيدة فرحة عباس بإحياء الاتحاد الديمقراطي للبيع الجزائري؟ إن الإنسان لا يشعر ويرى ويحدث بالاختار التي سنتعرض لها حينها إذن كانت ردود الفعل العالمية متنوعة إذناء هذا الجراء ابتهج كثيرون قبل الأول بقرارنا واستأمنه وآخرون بغير سبا ولفترة معينة حصل شيء من البرود في علاقاتهم بالبدال الاشتراكية باستثناء فيد الكاسرو الذي كتبت ممتحا له فورا بعد القرار وفي الشهر التالي وصلت عملية التوضيح فشرحت بعمق واتساع للشيوعين الإيطاليين الذين وجدتهم خلال مقابلات شديدين من فتاح والإدراك على وجهة نظري وبعد ذلك مباشرة أنكدت عزم حكومة الرسخة على عدم الوقوع فخ عداء الشيوعية المدهب وبعد هذا بقليل صرحت على رؤوسي الأشهد بأنه لو لم يكن الاتحاد السوفيتي موجودا فإنه كان لابد لنا من خلقه على الأقل لودع رادي عن ما متوسع المفترس من طرف الإمبريادية يجب نضيف بأني على السعيد الإنساني أشعر باحترام عميق للمنادلين الشيوعيين إنهم يتلون عجابي لأنهم تجردوا من كل ارتباط بعالم المصالح الشخصية الصغيرة والحقيرة ولأنه للمال ولا النجاح ولا المناصب لا شيء من كل هذا يحسب له حساب عندهم ولأنهم في كل لحظة مستعدون لتدحية بكل شيء بما في ذلك حريتهم وحياتهم نفسها في سبيل مثالهم السياسي العلى وبحد الخصوص فأني أشعر بأني جد قريب منهم وأعطيهم الحق على السعيد التحليل الاقتصادي ولكن أفترق معهم فقط على السعيد الفلسفي لأنهم غير مؤمنين وأنا مؤمن بالله إنني أعلم جيدا أني لا أستطيع أن أبرهن عن المعتقدات الدينية وبأنها باقية فيها على السعيد الذي لا سبيل يتأكد منه ولكنها على أي تحالي معتقدات موجودة فيها وبدون تعصب من بدون الغلاق أتعلق بها كثيرا ولا أرى لماذا لا يستطيع المؤمن مسلما كان أو صحيا أن يتفق على سعيد المجزات الأرضية مع المنادر الشيوعي وأقصد المؤمن الحقيقي لا واحد من هؤلاء الناس الماهرين الذين يستخدمون إيمانهم للدفاع عن مفاهيم اجتماعية رجعية وتكريسها من بين الشهرون التي اهتممت بها أكثر من سواها ولا نزال أدعوا التعليم في المقام الأول لقد طرحت علينا السنة الدراسية في أكتوبر 62 مشاكل رهيبة ولكنها أخيرا حلت على نتاق واسع بفضل وهو ما يجب أن يقال معلمي وأساسات التعاون الثقافي الذين استجابوا في معظمهم للإنذاء الحكومة الفرنسية ولكن من جهتنا كنا واعين بأهمية القضية التي هي العدد السريع لكوادر كانت بلادنا في أجد الحاجة إليها وكنا مصممين على بل جهود المرموق فيها ولعل الرأي العام هنا أو فيما وراء البحر الأبيض المتوسد لا يعلم بالقدر الكافي أن الجزائر هي أحد البلدان النادرة التي كرست ربع ميزانياتها للتعليم لكي نحي على رؤوس الأشهاد مشاهر الأساسات الفرنسيين الذين يدرسون عندنا ولكي نحي على الأهمية القصة التي ننطوها بالتعليم قررنا أن نقيم احتفال مشهود لسانة الجماعية بالجماعة الجزائرية وقررت أن نحضره بنفسي وفيه ألقيت خطابا عرضت فيه بعض الأفكار التي أعتز بها وفي الواقع كانت فرصة سانحة لنؤكد في نفس الوقت احترامنا للثقافة الفرنسية وأيضا ضرورة البحث في أعماقنا للعثور بجريد على البعد الأخلاقي والثقافي الذي دع من بضياء لغة أجدادنا الرائعة من الواضح أن المستعمر عندما يتعلم لغة أجنبية يتبنى قليلا أو كثير نابنيتها الذينية إنها عملية إثراء إذا كان يمتلك ويستعمل لغته القومية ولكن إذا كانت هذه لم تعد السنة الأتيادية لفكره وإذا كان هذا الفكر مضطرا لكي يخرج إلى ودح النهار إلى المرور بلغة الغزاة فإنه من الطبيعية أن تصبح عملية استلاب لجوهر الإنسان المستعمر إن هذا الاستلاب عند البعض المثقفين الجزائريين أصبح مقبولا بل مرغوبا فيه إنهم برياء أو بانتسازية أو بنعدام التبصر أو بالافتسان بالهيبة العالمية للغة الفرنسية يشعرون في أماق أنفسهم وإن لم يعترفوا بذلك بأنهم فرنسيون أكثر منهم جزائريون أما اللغة العربية فلا يشعرون تلقاها إلى بمشاعر الهجل والبعاد أعتقد أن موقفا من هذا النوع بعيد الدرر لأنه يتضمن عند المثقف الجزائري الذي يقبل به ناجل للتفسخ القومي سيكون خاطرا بامتداده بالتعليم الإجباري لكوادر المستقبل للدولة أما فيما يخص الجزائريين وأنا واحد منهم فإنهم يحسون في أماق نفوسهم بالحرج العميق الذي ينتبههم عندما يعبرون أشياء عن الأشياء بالفرنسية بينما يشعرون بها بالعربية وهكذا فإن فراقا دائما بين الرأس والقلب بين الفكر والحسيس بالتأكيد سيكون جنون أن نعلن بإسم قومية غير مهضومة الحرب على اللغة الفرنسية التي هي جسر ضروري جدا يصل النخبة الجزائرية بعلوم الغرب بالعكس يجب أن نحفظ على البعد الفكري الذي وهبته لنا لأنه بعد ملك أيدينا ولكن في الوقت نفسه ينبغي علينا أن نستعيد البعد الفكري الذي ينقصنا الإثراء الذي تحمله اللغة العربية للعرب الذين هم نحن بيد أنه يجب أن لا نكتم بأن هذه مهمة طويلة النفس وخمسة عشر وعشرون عاما قد تكون ضرورية للوفاء بها على أكمل الوجوه في فبراير الثلاثة وسبعين تمت عملية تجميع مسيحي الأدية الصغر إذا كان هناك مشهد قد وجدته على الدوام يرمز بقوة إلى إدلال لزندجا من سكان بلدان متخلفة فهو هذه الأفواج العجاف والمتلفعة بالأسمان من الأطفال الجثين عند أقدم رجالنا الصحاء يكلون إليهم تنظيف أحدياتهم القذرة بالتأكيد لست أنا الوحيد الذي وجد في هذه الواقعة فضيحة إذ منذ تشكيل حكومتي كنت يوميا نتلقى رسائل مجزاليين نساء ورجال يقولون فيها يا رئيسنا إننا نتألم من البؤس وإننا نجيع ولكن بؤسنا الأعظم هو أن نرى هؤلاء أطفال في الشوارع يمسحون أحديات الأجنب وأحيان على الجزاليين يا رئيسنا إن هذا الرعار وإنه رنين من كرمتنا لا ينبغي أن نسمح به أعلم جيدا مع الساين يجيب به على هذه الرسائل المنذرة الاشتراكية الحلال الوحيد الصحيح لمشكل صغار مسيحي لحدها هو حل اقتصادي بالقضاء على البطارة يتوقف استغل الأطفال تلقائيا لأنه بالقضاء على السبب يزول المسبب هذه هي الإجابة التقليدية وإنها لصائبة اقتصاديا ولكنها إنسانية ليست مقبولة لأن القضاء على السبب يختل عواما وتوال هذه العوام يوصل صغار مسيحي لحدية الغرق حتى الأثغار في القضاءة والأمراض والأممية والمحانة وكلما تأملت هذه المسألة بدلي مستحيل تضحية في الحدر بهذه الآلاف من الأطفال والاتكار المستقبل للحل مشكلتهم ولهذا اضطرت إلى نفعل ما أستطيع فعله فبدلا من الهجوم على السبب قررت الهجوم على المسبب بحثت مع أبو معز في الوسائل التي يمكن أن نجندها لهذا المشروع وتم الاتفاق على أن نجمعهم بقاءة ابن خلدون وبعد أن نشرح لهم ما سنفعله بهم نوزعهم على مراكز مختلفة لتثقيفهم وهذه العملية التي قمنا بها وسط حماس الشعب الجزائري الساخب كللات بنجاح عظيم لقد كان طبيعيا أن يكون بيننا أناس يجرؤون على التصريح بأن هؤلاء الأطفال فقدوا بسبب سنين البؤس الطويلة والفودة والقذارة القدرة على الدراسة ولكن تشاؤم غالبا هو الحجاب الذي تختبئ وراءه والروح الجرجعية وأنا لم أقتنع بهذه الطريقة في التفكير وباقتراح مني قام المدربون المنكوبون على صغار مرصيحي الأحدية بتجربة أولى فانتخبوا من بين أذكر أطفال أربعة سبق لهم في الماضي أن درسوا بعد الشيء ولكنهم اضطروا فيما بعد لترك الدراسة وخصوهم لدرس سريعة وبعد ثلاثة شهور قدموهم لاجتياز فحس للدخول للثانوية وقبل الأربعة فيها وقد شجعتهم هذه التجربة فانتخبوا فيها النابة خمسين من مسيحي الأحدية الصغار وبعد شهرين نرجعوا في الاتفاع بهم إلى مستوى فحس الدخول للثانوية التكنيكية وهكذا تلقت نبوهات المتشائمين تفنيدا من الواقع بعد الشهور شاهدنا من جديد بعد مسيحي الأحدية بحديقة بورسايل بالعاصمة من دوء العهات والعرج والحدب وتركناهم مؤقتين يمسحون على النعال في انتظار أن نهتم بهم في المستقبل لأنه لا سبيل في الجزائر الحرة لسماح لمهنة مهينة كهذه بأن تعود للظهور أما الكسال والمتأنقون فعليهم أن يفعلوا مثل أن يشتروا فرشاتا ويمسحوا وحديتهم بأنفسهم وفي نتاق حملتنا لتجميل المدينة كوننا عيدنا مركز لإيواء العجز والشيوخ وقد خصصنا للنساء مركز الأقمة الخبز وللأزواج الطائرين في السن مركز السيد موسى وعندما تشكلت حكومتي كان يوجد مئات ومئات من الشيوخ والنساء الذين ينمون بليل تحت حناية العاصمة وفي هذه الأوينة كنت أعمل حتى ساعة متاخرة من الليل وقبل أن أنام كان من عدات أن تتجول حوالي ساعة الوحيدة أو ثانية السباح من المدينة لشم الهواء وهناك كنت أرى من ساحة لأخر أكوام إنسانية جميدة ومددة في أسمالها يكد النظر إليها في دلال الحناية البهتة يحسبها أموات سقطة في معركة الحياة ومن أمسيات الأخرى كان قلبيا قبض رأياتهم يتكثرون لقد كانوا يوما جميلا وسعيدا من نسبة إلي عندما أعطيت الأمر بجمع هؤلاء الفقراء وتوزيعهم الملاجئ التي كوناها والتي كانت في انتظارهم لقد قمنا بهذه العمليات ونحن نعرف تماما أننا ندع بعد أيدينا على ما هو جوهري وبكل بساطة كانت التجاوب مع الأشواق العميقة لجماهير الجزائرية هذه الجماهير التي بعد أن خرجت من ليل دام قرن وثلاثين عاما وبعد أوام وأحوام داقت فيها الاحتقار ضروبا وأروانا كانت بحاجة لأن ترى والتحسى وتمسى بالأصابع عناية السرطات الجزائرية بها وكالتفل الذي استفاق من كابوس الذي يطلب بأن أتمئن ويدلل كذلك الشعب الجزائري كان ينتظر حبا وارتفاتة من أول حكومة الجزائرية للجزائر ولم أحص بهذه الروح بصورة أفضل إلا خلال جوالاتي لقد مرت بالسيارة ذات يوم مقارية صغيرة وعندما رأيت الفلاحين منكبين على بناء مسجد قررت التوقف والنتر إليهم وفورا عرفوني فالتفوا حولي وشعرت أتحدث إليهم وفي هذه العثناء تقدم مني أحدهم وكان شيخا هريما وقال لي يا أحمد أخيرا زرتنا ولكنك تأخرت وقتا طويلا قبل أن تجي إلى ترانا لماذا تأخرت علينا طول هذه المدة عندك شهور وأنت رئيس وبقينا ننتظر وننتظر فقلت له يا بابا الجزائر كبيرة فيها أكثر من ألف قرية كبيرة حتى إذا كنت أستطيع أن نزور منها ثلاثة قرى كل يوم حتى بشرت أن لا أفعل شيئا آخر إلا زيارات فإنه يلزمني أكثر من عمل لزيارتها قل أنت بنفسك كم يلزمني من وقت لزيارة ألفين قرية صغيرة مثل قريتك قال الشيخ نعم عندك الحق يا أحمد ولكننا انتظرناك وانتظرناك وكانت الجموع المحيطة به تسانده أرأيت ضرورة العمل بسرعة لأني كنت أحسن بدل جمهير وكنت أعمل عند الاقتداء بوسائل غير تقليدية أو لنقول ببساطة بوسائل ثورية ضد التجاوزات في شهر كانون الثاني ثلاثة وستين في شهر الصيام ارتفعت أسعار الفواكه واللحوم ارتفاعا فاحشا وقمت بتحقيق فتبين لي بأن هذا الغلاء الفاحش الرهيب كان من تدبير أشخاص يملكون في الاقتصاد الرأسي ملي سلطة زعل سلطة رئيس الجمهورية وبمكنهم يستطيعون تقدير الفشل لأكثر جهزة الحكومية الفعالية أقصد تجارة جملة بالسوق المركزية لقد مرت الحرب والثورة والاستغلال جميعها على هؤلاء السادة في العاصمة دون أن تترك فيه مثلا وبسبب أنهم يزودون المنتجين بالنقود لغرس هذه الخدرة أو تلك فإنهم يصبحون أسياد الموسم الذي غدا سلفا رهيسا لقرودهم وقد مكنهم هذا من اللعب بالسعار على هواهم وهم جالسون أمام تلفونتهم إنهم يأخذون سماعة الهاتف وأمرون المنتجين اليوم لا تزل الطماطم إلى السوق وتصبح الطماطم نادرة فتصعد أسعارها حتى تصل إلى المستوى المرغوب وعندئذ يرفع تجار جملة من جديد الموانع ويحصلون على نفس النتيجة بأجراء آخر أكثر بساطة الإيداع بدلا من توزيع الخدرة على السواق فإنهم يخزنونها ودت يوم نزلت بنفسي للسوق واستدعيتهم لأقول لهم يقال إن البصل الميعود له وجود في السوق ولكن منذ قليل رأيس منه كمية في مخازنكم فأجابوني وابتسامة الباقة على الشفاء سيد الرئيس إننا نستطيع أن نمد أيدينا إليها إنها في الإيداع قلت الإيداع وماذا يعني هذا هذا يعني سيد الرئيس أن البداء تتم بيعها وفورا لوحوا لي بقائمات مستوفية شروط ومواقعة من الناس يحترفون إعارة أسمائهم فقلت حسن جدا إنكم في حضر القانون وذهبت وكانوا يشاهدونني أذهب وهم يبتسهمون ولكن في اليوم التالي اختفى ابتسامهم عندما رأوني عدوا لرأسي الفي تفل ودللت الأطفال على الإيداع الشهير وقلت لهم تقدموا إليه اليوم كل هذا بالمجان إن من لا يموين عائلته هذا يوم لا يستطيع أن يموينها أبدا وانتلق الأطفال أفواجنا المخازن وفي كل مكان مروا منه لم يدعوا بسرة واحدة وعندما قفلت راجعا قلت لهؤلاء السادة سأعود غدا رأسي أربعة آلاف تفل ولكن ذلك لم يعد ضروريا لأنهم أدركوا أن رعبة الإيداع النبيلة لم تعد تروج في الجزائر الجديدة كما كانت تصرفات تجاري جملة في الخضروات كانت أيضا تصرفات باياي اللحم بالجملة ولكن هؤلاء كانوا أشد مراسا ففشلت معهم كل الوسائل لوسيلة واحدة هي القوة لقد كان علينا أن ندعهم جميعا في السجن نعم أقول جميعا لأنهم أقوياء بملياراتهم التي حصل عليها من الحرام ولأنهم يتمتعون بمساندات ومشاركات لاحسر لها ولأنهم حتى ذلك الوقت كانوا متأكدين من أن يدى القانون لا تمتدعيهم وقد ضهش تجاري اللحم بالجملة كيف أعملهم على هذا النحو وزرني أحد الزعماء روطنية المعتدرة وكان مقتدر فقال لي كيف تضع هادروقة في السجن؟ إنه رجل طيب كثيرا وأكثر من ذلك أنه صديقي نعم كنت أعرف بالتأكيد أن هادروقة كان صديقة وأكثر من ذلك كان صديقا كريما لأنه قدم إليه الفيلة التي كان يسكن فيها وقد صرفت بأدب مخاطب وظل هادروقة في السجن منذ زمن طول وأنا مهوم يصير الفلاحين أثناء شهر الصيام كنت أجوب سهل المتيجة وكان قلبي ينقبض من رؤية المساكن البائسة من القش والطين قائمة بجانب فيلات رائعة يسكنها الكلون وقد توقفت مما أحد هذه الأكواخ ولم يحترج المتقدم في السن فقلت له كيف حالك يا أبي؟ أعرفني فقمه وأمسكني من يدي وقال كيف تكون حالتي حسنة؟ بينما الكلون يسكننا أنا وعائلتي في مسكن لا يسكن فيها حتى موشيه تعالي ابني تعالي أريك الدار التي أعطانيها وفي الواقع كان شيئا رهيبا غرفة صغيرة وديقة وسقفها مثقوب وأثار قطرات المطر مرتسمة على طول الجدار وقال لي الرجل منذ أربعين عاما وأنا أسكن هنا كان عندي سبعة أطفال مات كلهم مرض سل وهذا هو الثامن وفي زوية من الغرفة كانت زوجته جالسة على الأرض في دراعيها طفل هزيل خرجت من الغرفة مزلزل لكياني وقلت له أين هو معلمك؟ إنه في فرنسا وإنه هو نائبة؟ في بوفاريك أسعد في السيارة معي سأتحدث معه في الموضوع وفي بوفاريك على بوادي سبعة عشر كيلومتر من المكان وجدت النائبة جلسة في المقهى تناول مقدمات الأكل مع الكوحول وفورا أخرجته وقلت له استمعوا إلي لن أعطيكم درس في الأخلاق لأن أخلاق معكم لا تجدي نفعا ولكني سأقول لكم ما يلي إذا لم يؤتى هذا الشيخ مسكان أفضل في بحر شهرين فإني سأشغل بكم ثم أدرت عاقبي وعادت الشيخ إلى منزله هذه الواقعة جعلتني المسلم سريد الوضعية الرهيبة والغريبة التي كانت تسود في الجزائر في تلك اللحظة إن السلطات السياسية كانت بأيد الجزائريين ولكن كل السلطات الاقتصادية العرض نفسها كانت منزلت بأيد الأوروبيين كان هؤلاء ما زالوا محتفظين بمزارعهم العظيمة يواصلون كما كانوا في الماضي استغرار الفلاح لقد كان واضحا أن أبسط مبادئ العدل لا تقرر بمثل هذا الوضع وأن كلمتها لاستغرار والثورة لن يكون لهم أي مدمون ولكن منهاجة رابلس المرحلية يبقى حبرا على ورق إذا ذلت الأرض الجزائرية تملكا لكبار الملكين العقاريين فرنسيين أو جزائريين في مارس 63 أصدرت حكومة قرارات مارس التي أممت الجزء الأعظم من المكيات العقارية كنا نخشى أن تكون هذه المكيات هدفا لتخريب الملك المجردين منها إذ عند إبرام اتفاقية إفان عمد بعد الكورون قبل رحيلهم إلى حرق محاصرهم وإبادة مدخراتهم وتخريب آلتهم ولهذا قررنا أن السور على الأرض قبل إصدار القانون وفي شروط تنظيم السورية الرائعة توقى جيش التحرير وطني المزارع الكبرى واحتلها وأندر مالكيها بمغادرتها وهكذا أممت لا ترابل الشهيرة التي كان يملكها بورجو والأملاك الأخرى التي كانت تتصرف جرمان أفرسانك غروشان وفار لقد انفجرت الأفراح في طول بلادي وعرضها ويجب أن نقول أني لم أشعر أبدا بأني سعيد كما في هذه المرة إن الأرض تعود للذين يكدحون فيها والجزائر تمشي خطوة حاسمة في طريق الاشتراكية كانت هناك ردود فعل من الطرف الحكومة الفرنسية وكان جدا عنيفة ولكنها لم تصل إلى حد اندلاع أزمة حقيقية بين الدولتين أما بورجو الذي كان اسمه يبدل الشعب الجزائري كرمز الاستعمار الفرنسي فقد قبل كما قيل لي بالاندهاش العظيم لجراء الذي أصابه وفارن ارتحل إلى فرنسا حيث كان ينتظره فيما أعتقد رفاه عتيد وبعد نحيله زلت لا ترفع وجدتها بما في ذلك الشعار الشهير جد مدهشة وجد فريدة فقررت أنه يغير فيها من مكانه لا أثاث ولا كتب ولا صورة ونيتهي الاعتفاد بقسر بورجو على الحالة التي تركه عليها وجعلهما تحفل لنظهر به الأجهال المستمرة في الجزائر كيف كان يعيش كبار الإقطاعيين الذين كنا عبيدا لديهم لم نؤمم كل شيء وكل يوم كنت أتلقى مئات الرسائل التي تلفت انتباهي للمزارع التي نسى ناحا وذات يوم بينما كنت مارا غير بعيد عن مغنية بقرية تدعى عينيسة أذكر أن السيارة ما كاد تنجح في التخلص من الجمعة حتى أبصر طلجنة في الأربعين يأكد بجانب السيارة ويلوح بورقة سارخا كانت سرعة ركضه جنونية حتى كاد يدرك السيارة وأثناء ركضه لم يفكر يدهر لي الورقة ويصرخ بشيء لم أتبينه طلبت إلى السائق أن يكبح السيارة تقليدا وأنزلت تجاج النفدة واستفسرته بحركة ندية من يديه وأخيرا جاءت في سماعي مكان يقول لقد كان يصرخ بكل قواه جروسي جروسي ولكني لم أفهم شيء جديدا ولم يستطع أحد من من كان حولي أن يشرح لي وفي المساء ترحت السؤال على والي المنطقة فأخذ في الدحك إيفون جروسي أحد كبار الملاك العقاريين بالقرية وصاحبك كان يريد أن يقول لك بأن مزرعاته لم تأمم وسألته هل هي مزرعة كبيرة أربعة مائة هكتار من أجود الأرض قلت له اسمع إنها فضيحة أممها ابتداء من الغد ثم فكرت في الذي كان يركض ورائي في السباح وانشرحت أسريري عندما فكرت في الفرحات التي تحس بها قبل قراري إن مئات متر من الركض لم تلق يوم جزاء أفضل أذكر عرضا إن جروسي كان ملاعبي في تلمسان ولعبت في كرة القدمة ضده واحتفظت له كإنسان بذكر ممتازة ولكنه كان طبيعيا نلقى نفس المصير المشترك لم أكن استطيع أن أستطني مالكا عقاريا كبيرا أوروبيا كان أو جزائريا ذلك إنه كان ثمة خطر عظيم أن يحل الجزائريون أكثر غنى أحل المحل الملاك الفرنسيين ويشكلون بعدهم برجوازية نهرية توقي الجماهير كاد حتى غريقة في بوسها بعد توقيع اتفاقية إيفيانا انتقلت بعد الملكيات السوام المدري أو الإرياف من أيدي الأوروبيين إلى أيدي رجال المال الجزائريين الذين اشتروها بثمن بخص وانتلقوا يستغلونها بشراهة كانت متساوية على الأقل لشراهة أسلافهم وفي الأشهر التالية لقرارة مارس اضطرت حكومتي لا فقط إلى تأميم المزارع بل أيضا الفنادق والمطائم والمقاهي والدولة الجائرية التي انتقلت ملكياتها حديثة الجزائريين هذه الاستثمارات والمؤسسات الاقتصادية التي أمناها لم نفكر في لحظة ما النكلة للدولة أمر تسيرها كما لو كانت أملك الدولة بل إن العمال أنفسهم من الذين يجب أن ينتخبوا كوادرهم ويسيروها بأنفسهم وهكذا تكفر الديمقراطية عن أن تكون في ساحات الخطابة مجرد لعب سياسي سوري يحرك خويتها وتواقيت المال وتنسب الديمقراطية في المكان الجديد بها في القاعدة على أمكنة العمل وفي العلاقات الملموسة بين الشغيل والإنتاج وفي توزيع العادل للأرباح وعند إذن فالدولة لا تتدخل في عملية الإنتاج إلا بصفة المستشار أو المنظمة أو المفوض حتى لو كان التسير الذاتي قد وجد في فرنسا وهي بلد بلغ درجة عالية من التطور الاقتصادي فإنه كان من الممكن أن يترح مشاكل لأن تجربة تبرهن على أن الانتقال من الاقتصاد الرسماري إلى الاقتصاد الاشتراكي لا يتم بسهولة وفي بلد منتخلف كالجزائر فذلك يترح مشاكل أكثر عسرا لأن عدم الكفاية الكيفية والكمية للكوادر تصير الحدود الماسات والروح الفردية وحتى الفوضوية الشديدة للتنشار والمواقف الاقتاعية كثيرا ما يتبنىها بسهولة رؤى السعب المؤسسات الاقتصادية حتى عندما يكونوا منتخبين لقد حصلت اخطاءنا تجاوزات ومحاولات لتلمس الطريق وفي بعض الحالات إخفاقات خطيرة وقد لزمنا على ضوء التجارب أن نقحت طريقتنا في ندرة للأشياء وأن نصحيح مفاهيمنا ولكن في نهاية عمي ممارسة السسير الداتي ورغم جدل الصحافة الغربية التي كانت تتقبع تجربتنا بقصد مبيت هو المنادسة وإفلاسها عند لقاءة ونصوبة فإن الحصيرة كانت إيجابية لقد طرح علينا مشكلة ماذا يجب أن نصنع بأرباح المؤسسات المسائرة داتيا أصدقائنا في اتحاد العام للعمال الجزائريين كان يرون أن هذه الأرباحة كان يجب أن تدفع لصندوق خاص مرصود للقضائع البطارة ولكني لم أجد لا على السعيد الإنصاف ولا على السعيد الإنسانية هذا الحال سعيدا وتوصلت إلى إقناع أصدقائنا بذلك لأن الفلاح الذي يقبض من عمليه في المزرعة 750 فرنكا قديما يوميا يدفع منها جزءا وجزءا هاما لصندوق التضامن الوطني فكيف هو الحالة هذه نطلب منه عندما تدبط الحصيرة السنوية مستعدة مالية إذا فينا نطلبها مثلا من الموذف ومن جهة أخرى كان يبدو لي دروريا تباما أن يشعر الفلاح وأنه لم يعد ذلك الأجير الذي كان بل هو الآن المنتج يمص بيديها ارتفاع منزلاته الاجتماعية بقبضه في شكل قصر سنوي جزء من الأرباح التي حققتها وحدثه الانتاجية لا أزعم أن تسير الداتية كما هو متبق حاليا في الجزائر لم يعد في حاجة إلى مزيد من الكمال وإنما يجب التمييز بين نقد الذي مصدره حسن النية والذي يكتب أو يقال بقصد تحسنه والنقد الهدام الحقد والمتشائم بغير استثناء الذي نسمعه من بعد الأوسط الجزائرية وهو يستهدف من خلال النواقص وتجاوزات نفس مبدأ تسير مكاسب الأمة من طرف الشعب في الوقع يبدو واضح أن البرجوازية الجزائرية ترى في تسير التاتي ربحا داع من يديها ونهاية للمنظورات اللذيذة التي داعبتها بكل وقحة إترى حيل الفرنسيين بعد أن كسب الشعب والشعب وحده حرب الاستقلال فإن الأمر بالنسبة لبرجوازية هذه بلاد لم يكن شيئا آخر غير انتعار أحلية الأوروبيين والانفراد بأرة ثرواتهم وترك الجماهير في بوسح لقد أحبت هذه النهاية وسأبقى في المستقبل على حذر ولم يغرب عنه أن تحقيق التسير التاتي لا يكشف شيئا آخر غير طموح أغنياء جزائرية مكتوم للعودة لنظام الاقتصاد الرسمالي وأرباحه الظالمة وإذا توصلوا لتحقيق هذا الطموح فسيكون ذلك نهاية الاشتراكية في الجزائر وبالنتيجة نهاية استقلال الأمة وأيضا نهاية الأمل التي عقدها الشعب المتألم على الثورة لتحسين مصيره إن من يلحق الأضرار بالتسير التاتي مباشرة أو من وراء الستار أعلن أو خفية إنما ينتهك حقوق الجماهير الأساسية وينكر بها ويخدعها ويتعنها بالخناجر أما أن فما بقيت على قيد الحياة وما بقيت عندي بقية قوة فلن نترك شخصا في الجزائر يمس أثمن مكاسب الثورة التسير الداتي